صباح الخير والسعادة والأنوار أحمد إبراهيم رئيسا للجلسة الخامسة الموافق ليوم الثلاثة عشر نوفمبر 2020 الفن لسالة للحوار والتسامح الفن كذلك هو إطار معرفي وأعتقد في الفلسفة وكذلك إبستيمي أن اللوحة تقول هايدغر في نقضه لللوحة الفنية قال أن لوحة الفنان أو لوحة الحذاء للفنان بانغاغ قالت ما لم تقل الإقطعية لوحة بانغاغ حذاء فوق طاولة لفلاح ربما تجسد الفقر والبؤس والحرمان وما كتبته وما كتبه الفلاسفة عن الإقطعية لم يوفي حق عندما تراحد تلك اللوحة فاللوحة كانت جد معبرة إذن الفن أحياناً يعبر بشكل كبير جداً فكم نحن بحاجة إلى أن نرسم وأن نغني وأن ندون كذلك إذن عندما أتت فكرة الفن نسالة لحوار والتسامح جاءت من فكرة كيف يمكن أن نرد حضارياً حان الوقت أن لا ندخل في صراع وهمي مع الآخر يجب أن نكون على حسب أو على درجة كبيرة من الوعي أن نكون كلنا فنانين حق الأمر نحتاج الآن في الوطن العربي والإسلامي أن نكون كلنا فنانين في كيفية التعامل والتسامح والحوار وفي المناقشة وفي النقد هذه الرسالة التي أنا كنت دائماً أريد أن أقدمها للطلبة وللأساتذة وللزملاء وللحضور كذلك إذن بدون إطالة الجلسة الخامسة سيكون معنا الأستاذ بن دحمان الحاج من غليزان المركز الجامعي غليزان سيتحدث حول تيرات الفكر العربي الحديث وفلسفة الفن معنا الدكتور أحمد طالب جساس من جامعة قروك العراق يتحدث حول ديناميكية الإنارة في الفضاءات الداخلية الدكتورة فاطمة فرفودة من جامعة خنشلة تتحدث عن فلسفة اللعب دراسة نقدية للتجربة الجمالية الذوقية عند كانت والدكتورة مذكور مريكا من جامعة شلف ستتحدث عن الفن والدين بين الصراع والتسامح عوطف عديل من جامعة الطارف سيتحدث عن المقاربات السوسيولوجية المعاصرة حول وظيفة الفن والدكتور بن ساحة بن عبد الله من جامعة مستغانم سيتحدث عن الظاهرة الجمالية في الفنون الإسلامية والدكتورة تيريس حبيبة من جامعة شلف ستتحدث عن القيم الإنسانية والتربوية في أبعاد الخبرة الجمالية عند جون ديو إذا أعطي الكلمة للدكتور من دحمان الحاج هل أنت معنا؟ وطبعا سنمر إذا فيه غياب للحضور سنمر مباشرة من دحمان الحاج أحمد طالب هل أنت معنا؟ أحمد طالب فرفودة فرفودة نعم أنا هنا يلا فرفودة حاضرة يلا دكتورة فرفودة تفضلي مرحبا شكرا عرفي بنفسك وتفضلي شكرا السلام عليكم أنا الأستاذة فرفودة من كلية العلم الاجتماعي والإنسانية جامعة عباس لغرور خانشلا بداية أرحب بالحضور أشكر الفاعلين على إنجاح هذا المستقى أشكر الشكر الخاص لأستاذة دكتور إبراهيم أحمد أستاذي أشكر كل حال بمعنى الحاضرين والفعيلين في هذه المتقى اليوم يكون تدخلي تحت عنوان فلسفة اللعب دراسة نقضية للتجربة الجمالية الدوقية عند كامب إذن بداية من منا لا يعرف ذلك الإنقلاب والطورة التي أحدثها كانت من خلال أن هذا الفيلسوف كانت حاولنا إخراج مفهوم الدوقة من مجال الأخلاق والسياسة إلى مجال علم الجمال هذا من جهة يمكن أن نقول بأن مع كانت تعلمنا كيف على العقل أن يعيد بمعنى أن يعيد أن ينقود نفسه أن يعيد إماطة بعض الأوهام هذا من جهة من جهة تانية نجد أن هذا الفيلسوف كانت من خلال فسفته النقضية علمنا كيف علينا أن نفكر مي عن جديد يمكن القول بأن هذا الفيلسوف كانت يقول بأن الفيلسوف كانت عبر التاريخ لفتحمل العقل فوق ما لا يطاع روالا هذه العقود التاريخية وبالنسبة لكانت بأن كما نقول فلسفة الجمال لقد حاولها أن يعطي لها سبغة ذاتية مدامة سبغة ذاتية لأنها تقيم على مفهوم الدوق وهذا مفهوم الدوق قائم على نزعة ذاتية نجد بطبيعة الحال هذا المفهوم أو هذه الفكرة لقد أمتج عنها ردة فعل تمثل عفواً هذا رد الفعل في فيلسوف جورج هانس كاظامير هو فيلسوف تأويلي بامتياز ويعترف القرن العشرين بأنه قرن قادامير إن قادامير رفض هذه الفكرة وهذه القطيع أو الثورة التي أحدثها الفيلسوف إيمانويل كانت من خلال أنها فكرة غير مقبولة أنها فكرة استهمت في اختراب الوعي الجمالي عبر التاريخ هذا من جهة إذ نجد بأن كان يشير بأن الحكم الأخلاقي هو حكم ليس نابع لا من العقل ولا من التجربة وإنما هو حكم نابع من الدات هذا رفضه كان يتمثل أو يتمظهر رفض قادامير لهذه الفكرة الكانتية في مستهل كتابه التلمدى الفلسفية في التلمدى الفلسفية نجد في تقديم الفيلسوف قادامير وبدأ أطلقه على نفسه ما هو هذا الوعد؟ من الأولى العدم الحديث عن الدات إن قادامير يرفض تماما رفض على أي مفكر أو مشتغل في حقل الفلسفة أو العلوم الإنسانية أو العلوم الاجتماعية أن يتقدم في بحث يجهل إزاء هذه المعرفة إذن قادامير يقول بأنني أرفض أن أسير في نفس الطريق التي صار به ديكار وكار إذن رفض أن يقابل حكم الجمالي على أساس حكم داتي السؤال المطروح ما هو البديل الذي قدمه الفيلسوف جورج هانس قادامير لمعضلة الفيلسوف كان يمكن أن نقول المعضلة تمثلت في فلسفة اللعب فقادامير يجد بأن فلسفة اللعب كانت كفلسفة تقود تلك الفكرة الكانتية يمكن أن يقول الحضور بأن فلسفة اللعب هي فلسفة بدأت مع المفهوم مع الفيلسوف كانت وفيلسوف شيلر إذن يقول الفيلسوف كادامير في كتابه تجلي الجميل إنني أحاول أن أفرغ مفهوم اللعب من المفهوم الذاتي الذي أصطبقت عليه الجمالية الحديثة الآن سوف أوضح كيف حاول قادامير أن يسقط أن يسقط العمل الفني مكان اللعب مثلا هناك لدينا مباراة كما يقول قادامير مباراة كرة القادم هناك اللاعبين وهناك المشاهدين بمعنى الحاضرين في الملعب وهناك المشاهدين عبر التلفاز إن لعبة كرة القادم هي لعبة ولكن بمجرد دخول هذه اللعبة يصبح اللاعب والمشاهدين معا إذا المشاهد في المباراة والمشاهد خارج المباراة بمعنى يصبحون كلهم ملعوبين إذن كل من اللاعب وكل من المشاهدين بمعنى المشاهد واللعب يتناسى ذاته اللاعب يتناسى ذاته والمشاهد في الملعب يتناسى ذاته والمشاهد عبر تلفز يثنسى ذاته لذلك أعطانا قادامير بمعنى فكرة أخرى فيها السابق اللعب على أساس أن على رفض يمكن القول أنه رفض قادامير بمعنى أن ننظر إلى العمل الفني من وعي المشاهد والمبدع معه أفرغه من السبقة الداتية مادم نحن اليوم نعالج مسألة الفن المسألة الأساسية لا تكمل هنا بمعنى قادامير تطرق إلى مكموم بمعنى إلى فلسفة اللعب ليختزل تلك السبقة الداتية التي قدمها كانت أو المعضلة التي أعطاها كانت لأن المشكلة أن الفلسفة بعد إيمانويل كانت لقد استندوا لقد استندوا إلى هذه بمعنى استندوا إلى فكرة كانت وأقاموا عليها فلسفاتهم نجد المشكلة التي تطرق إليها بعد ذلك الفلسفة قادامير هي أزمة الفنان المعاصر وأزمة الفن المعاصر فيما تتمثل هذه الأزمة يقول لنا الفلسفة قادامير بأن القرن التاسع عشر أصبح كل فنان يحيا وهو مدرك بأنه لا يتمكن من افتراض ذلك الاتصال لا إشكالي الذي كان بين الفنان وبين الناس الذين كانوا يعيشوا معه بطبيعة الحالة بمعنى فنان القرن التاسع عشر إنه لا يستطيع أن يفرض ذلك الاتصال الذي كان فيما سبق عند الفلسفة اليونانيين ما السبب؟ الإنسان المعاصر إن سلخ من الجماعة خرج عن الجماعة وأصبح يؤسس جماعة خاصة به متعددة قيمة ما هو السؤال؟ إذن هذا هو الذي تحدث عنه قادامير بما يسمى باختراب الوعي الجمالي اختراب يقول قادامير في عوض أن يصبح هذا الاختراب مشكل أصبح كفكر أصبح كفكر أصبح الكثير من الباحثين الكثير من الفلسفة يتخذون من هذا الاختراب كطارق كفكر كفكرة نتخذ بها إذن قادامير يقول بأن هذا المشكل الذي يعانيها الفنان المعاصر والذي يعانيها الفنانين المعاصرين والفن المعاصر لم يكن محمود مثلاً في الفلسفة اليوم مثلاً عقوى في الفن اليوناني الفن اليوناني كانت هناك علاقة بين الفنان ومحر الذي كان يعيش به يحكي الناس الذين يعيش معكم يحكي إلا الفن الذي يحاول أن يعيد إحياءه الفيرسوف جورج هاسجادامير هو الفن الذي يرتبط بواقعة يرتبط بفكرة يرتبط بالتاريخ يرتبط بزمن الفن الذي ينسلخ عن الواقع الفن الذي ينسلخ عن المجتمع هو الفن لا يؤسس إلى الحقيقة إذن نحن الآن بمعنى حضرت البارحة فيما يخص اليوم الأول للمتقى هناك من كانت تدخلات يقول بأن الفن المعاصر يعاني هناك اخترابات يعاني انسلاخات يعاني هيمنة الآن من يمكن القول بأن حتى الفنان المعاصر هو اصلاً فنان مشترك في غرباته مشترك في غرباته مثلاً نجد لوحة فنية اليوم في الفن المعاصر هناك لوحة فنية لوحة فنية عبارة عن رموز لا تحمل حتى عنوان فما بالك لا تحمل مضمون في القادم هناك لوحة فنية تحكي احتفالاً تحكي معركة تحكي قصة تحكي عرّفهم التاريخ لكن لكن فن المعاصر هو فن مختزل وهنا قادامير عندما ينتقد الفن المعاصر وينتقد الفن بصفة خاصة هو لا ينتقده بمعنى من أجل الهيمنة أو من أجل إرجاعه أو من أجل تقويض الفن المعاصر على حساب الفن اليوناني لا يحاول إعادة إحياء مكانة الفن المعاصر والفنان المعاصر إلى مكانه الأصلي في الوقت قلت فيما سبق بأن جادامير عندما انتقد الفن المعاصر وانتقد الفنان المعاصر هو لا يحاول بمعنى ما تهميش هذا الفن المعاصر أو تهميش الفن المعاصر هو هنا يحاول إعادة مكانة هذا الفنان مكانها الأصلي في العالم مثل الفنانين في الحضارة اليونانية الفنان الذي كان حقاً الفن الروماني كان حضوراً واحتفالاً ولعيباً على عكس الفن المعاصر إذن يمكن القول مثلاً عندما قال الفيليسوف هيكل عندما قال بأن الفن هو شيء من الماضي هناك دائماً من أخطأ هذه الفكرة بمعنى من أولها تأويل غير لائق هو يقصد عندما قال هيكل بأن الفن هو شيء من الماضي على أساس أن الفن اليوم لم يعد يلعب دوره التاريخي ماذا نقصد بالدور التاريخي؟ الدور التاريخي الذي كان سابقاً هو أن هذه مثل اللوحة فنية هذه اللوحة فنية بمجرد أنني ما أرهت تحكي قصة تحكي تاريخ إذن يجب على هذا الفن أن يرتبط بالزمنية لأن هذه الزمنية هي التي تحدث قيمة وحقيقة هذا الفن يمكن القول هنا بأن مسألة الفن هي مسألة لديها قيمة مسألة تؤكد على التسامح والتحاور بين الأجيال لذلك على الفنانين المعاصرين في عوض التدخلات التي تقول بما أن اليوم لقد همش الفنانين المعاصرين عليهم أولاً بمعنى أن يخرجوا من تلك الغربة كل فنان مثل كل فيل يسو يحاول أن يخرج من ذلك الإختراب على الفنان كذلك وحاول أن يخرج من ذلك الإختراب من خلال أن تكون أعمالهم أعمال تحكي الواقع أعمال غير خارجة عن الواقع لأن هذه الأعمال سوف تعرض مستقبل مثلاً نحن في سنة 2020 هناك عام الفني بعد مرور عقود من الزمن سوف يحقق قصة حقيقية والتي نعيشها الآن المهم هذا هو التدخل في بيخص فلسفة اللعب دراسة نقضية للتجربة الجمالية الدوقية التي كان هنا بمعنى لم أحاول أن أنقودها كان على الرغم من هذه المعادلة الكانطية والمعادلة الكانطية إلا أنه ساهم في تشهيد تاريخ التفكير الفلسفي والقول لغادامير ماذا تنتظرون من طالب أمضان حياتي يتعلم من الفيلسوب جونج هازغادامير وشكراً على الاستماع والإنصات أوجه لك الكلمة أستاذ دكتور إبراهيم أحمد شكراً أستاذ فرشودة فاطمة أن تحتينا بالحديث عن فلسفة كانت والتجربة النقدية وطبعاً من يتذوق كانت أعتقد أنه لن يجن في اعتقادي وأن يكون فناناً من الدرجة الأولى فكانت تعلمنا كذلك فن النقد وطبعاً ليس من السهل أن تكون فناناً ناقداً أنا دائماً كنت أسأل كيف يمكن أن تكون خبير في النقد خبير في نقد مثلاً اللوحات الفنية المجوهرات الألماث إلى آخره وأعتقد أن يجب أن تكون لك تجربة حتى تكون فناناً ناقداً إذن بواشرة أمر إذا كان أستاذ بند حمال حاج هل أنت معنا؟ حاج؟ بند حمال، مذكور معنا، فضلي دكتورة مذكور، فضلي معنا السلام عليكم هل تسمعوني أستاذ؟ تسمعوني أستاذ؟ أدكور ملكة، نعم، دكتورة، نعم، أسمعك عشرة العشرة الفن والدين بين السراع والتسلامة، فضلي دكتورة شكراً أستاذ، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أهني أستاذة والمشتغلين على هذا الملتقى، على هذا النجاح في ظل هذه الظروف الصعبة في الحقيقة التي نعيشها جميعاً إذن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين يتمحور موضوع حول الفن والدين بين الصراع والتسلامة طبعاً حاولت من خلال هذه الورقة البحثية طرح إشكالية العلاقة بين الفن والدين هذه العلاقة المتأرجحة تاريخياً بين الفن والدين والتي تمحورت بين أو التي ظهرت في شكل المعادات أحياناً وبين التعاون والتسامح أحياناً أخرى وأردت من خلال هذه المداخلة إبراز هذه الملامح العلاقة المتوطرة المتأرجحة تاريخياً بين الفن والدين هذا الفن والدين طبعا العلاقة بينهما كانت على مرة تاريخ تتأرجح بين الاتصال حينا والانفصال حينا آخر بين الاتصال كان في البداية الفن يسخر في البداية لخدمة الدين وأغراضه باعتبار أن الفن كان من أكثر الوسائل أو الأشياء التي أبدعها الإنسان قدرة في التعبير عن المقدس والروح والفن والدين كل منهم يعتبروا تجربة ويعبروا عن تجربة روحية أو يتعلق بالجانب الروحي الانفصال أو العلاقة الثانية التي لاحظتها بالنسبة لعلاقة الفن والدين هي صورة الانفصال بين الفن والدين التي كانت في صورة نوعنا العداء أو نوع من التوتر في العلاقة بين الفن والدين والتي رصدتها من خلال صورتين أساسيتين الصورة الأولى هي صورة رفض الدين لبعض الفنون إلى درجة تحريمها أو فرض قيود عليها من أجل تقليص مساحتها بفرض مجموعة من القيم والقواعد من أجل قبولها بسبب أن الفن مثل ما نعرف جميعا هو فن يقوم على مبدأ الحرية ولا يرتبط كثيرا بالواقع ولا يقوم على مطيق معين ولذلك الأديان تحاول دائما تقييد مساحة حريته من أجل ربطه بقيمها واستخدامه كوسيلة من أجل التعبير عن مضامينها وأهدافها وهنا نوع من القصر لهواء توظيف الفن لخدمة مرامي الدين الصورة الثانية التي رصدتها من أشكال الصراع النوع المال المسالم بين الفن والدين هي صورة رفض الفن للدين أو رفض الفن أن يكون خادما للدين ولقيمه ولرسالته وهو ما ظهر بصورة واضحة وبشكل أوضح مع العلمانية بكل أشكالها طبعا هذه العلاقة المتأرجحة تاريخيا بين الفن والدين حاولت من خلالها طبعا الحديث أو إبراز مختلف هذه الصور تاريخيا طبعا كثير من الباحثين أشاروا إلى هذه العلاقة المتوترة التي يصعب وصفها أو رصدها في أي مرحلة من مرحل التاريخ فقد أشار هيربير تريد في كتابه معنى الفن إلى أن العلاقة بين الفن والدين كانت على الدوام علاقة متوترة يصعب ربطها في أي زمن أو يصعب تحديدها في أي فترة زمنية السبب في ذلك يعود إلى أننا إذا رجعنا إلى الماضي التاريخ نجد بأن الفن والدين يبرزان يدا مثل ما يقوله هو يدا بيد من أعماق ما قبل التاريخ المظلمة واستمر الفن والدين في علاقة وطيدة لفترة زمنية طويلة ثم سرعان ما بدأت العلاقة تتوتر بين الفن والدين تدريجيا إلى أن أصبحت ظاهرة للعيان بصورة واضحة مع العلمانية بكل أشكالها وبالتالي طرحت إشكالية هنا هي كيف تجلت هذه العلاقة المتوترة تاريخيا بين الفن والدين أولا إذا أخذنا بالنسبة لعلاقة التسامح والحوار بين الفن والدين تاريخيا الفن ارتبط بالدين ارتباطا وثيقا هذا الارتباط طبعا إنعكس في توظيف الفن لخدمة الدين ولخدمة قيمه وتاريخ الفن والدين في الحقيقة يشهد على الكثير من الشواهد أو يحتوي الكثير من الشواهد التي توضح ذلك إذ بيّنت الدراسات التاريخية أن توضم كان أول الشواهد الفنية التي استخدمت في توظيف الفن لخدمة الدين وما ارتبط به طبعا من استخدام لتلوين الوجه وقرع الطبول واستخدام الأهزيج وغير ذلك كلها كانت مرتبطة بالفن ومسخرة لخدمة أغراضه نفس الشيء إذا جئنا بالنسبة للحضارة المصرية أو الحضارة الفرعونية أيضا الفن فيها كان قرر لخدمة المعتقد الديني وكانت هناك علاقة وطيدة بين الفن والدين بحيث كان الفن في الحضارة المصرية سواء بالنسبة للعمارة المصرية أو بالنسبة للمعابد أو بالنسبة للنقوش والرسوم كلها كانت معبرة عن المعتقد المصري القديم إذا جئنا أيضا للحضارة الغريقية نجد أيضا الفن والدين يرتبطان ارتباطا وثيقا هذا الارتباط يمكن أيضا أن نلمسه في الفن في الفترة اليونانية أيضا كان يعكس فكرة تعدد الآلهة مع الإغريق كان يعكس أساطيره وما يحمله أيضا من أساطير ومن فكرة تعدد الآلهة وهو من عاكس سواء من خيث شعري أو من حيث النحتي أو من حيث الخطابة وغير ذلك إذا جئنا أيضا طبعا إذا جئنا للفن الديني في هذه المرحلة نجد بأن الفن الديني كان من أكثر الفنون التي شجع عليها أفلاطون أفلاطون كان في البداية يضم الفن لأنه يعتمد على قوة اللاعقلانية لكن بعد نضوج فلسفته أصبح ينظر إلى الفن الديني على أنه فن يستطيع أن يتمثل التعاليم الديني ويعلمها للشباب وبالتالي بالنسبة إليه كان ارتباط الفن بالدين هو المعيار الذي يعتمد عليه في استحسان الفن أو ذمه الدليل على ذلك أنه كان يميز تمييزا واضحا بين الشعر الملهم أم الشعر المتعقلين مثل ما يقول فكان يرى بأن شعر الملهمين أعظم درجة من الشعر الذي يعتمد على العقل لأن الشعر الملهم هو الشعر الذي يستوحي فيه أفكاره من ربات الشعر وبالتالي كان يستطيع الفنان هنا أن يتعرف مباشرة عن الحقيقة ويقوم بتعليمها لشباب بفن يرتبط فيه الجمال بالحق وهنا طبعا نلاحظ صلة الوطيدة التي كانت تجمع بين الفن والدين في هذه المرحلة في الحضارة الإسلامية أيضا نجد صلة وثيقة وكان هناك ارتباط وثيق بين الفن وبين الدين الدليل على ذلك أن الفن الإسلامي أيضا كان له بصمته التي ظهرت في فن المعماري في الزخارف في الابتعاد عن التجسيد والاهتمام بالتجريد وما ظهر في استخدام الخطوط والزخرفات والمنمنمات وغيرها من الفن الإسلامي أيضا بالنسبة للحضارة الرومانية لم يكن أيضا الفن فيها بعيدا عن الدين فقد ارتبط الفن بالدين ارتباطا وثيقا وحتى أنه عكس ما في الكنيسة من انحراف عقد أيضا ترجم من خلال الفن الذي كان يجسد شخصية المسيح أو يعظم هذه المسيح ابن مريم أو الأقانيم الثلاثة التي هي الأب والابن وروح القدوسة سواء من خلال الشعر أو من خلال النظر أو من خلال النحتي وكانت توضع في الكنائس طبعا إذا جئنا للفلسفة أو الفكر الغربي بصورة عامة نجد من أن أكثر الشواهد دلالة على ارتباط الفن بالدين هو دفاع هيكل عن هذه العلاقة الوطيدة بين الفن والدين بدلالة أن فلسفة هيكل كانت برمتها تدور حول سيرونة هذا الروح المطلق وبحثه عن وعي ذاته هذا الوعي بالنسبة له الذي تجسد من خلال الفن والدين والفلسفة ثم نراه أيضا يوضح العلاقة الوطيدة بين الفن والدين من خلال أنه كان يقابل بين كل مرحلة من مراحل الدين بنوع معين من أنواع الفنون مقابل لهو معبر عنه ولذلك نجد أن هيكل إذا كان يقسم الدين إلى ثلاث مراحل هي مرحلة الدين الطبيعي والدين الفن أو الديانة الجمالية مثل ما يسميها والدين المنزل فيقابل أيضا بين كل مرحلة من مراحل الدين بفن يعبر عنه وهو كالتالي فن الرمز الذي كان يطابق المرحلة الدين الطبيعي ثم الفن الخلاسيكي ثم الفن الرومانطيقي وكلها شواهد تدل على هذه العلاقة الوطيدة التي كانت سواء من حيث فلسفيا أو حتى دينيا أو حتى فنيا تعبذ العلاقة الوطيدة بينهما ما يبين أن الفن ظاهر ارتبط وكان هناك كثير من التعاون والتسامح بينهما لكن فكرة ظهور العداء كان في الحقيقة يشار إليه عادة بأنه بدأ من عصر العلمانة ومن عصر النهضة الأوروبية وتولى الانتشار لكن في الحقيقة فكرة العداوة وفكرة الصراع كان موجودا وضمنيا لمعنى أنه يمكن أن نراه صحيح من خلال صيغتين أشرت أم اللهما في البداية هي صيغة العلمانة وصيغة عداوة الدين لبعض الفنون ورفضها لكن الفن في البداية كان أيضا مسخرا ومقصورا بنوع من السيطرة التي كانت تستخدمها الأديان من أجل قصر الفنون للتعبير عن مراميها وأهدافها إذن نبدأ أولا بالنوع الأول من الصراع الذي نسميه بالصراع السلمي بين الفن والدين هذا الصراع السلمي طبعا الذي جاء معه من نسميه بعلمانة الفن طبعا فكرة العلمانة عموما هي ظهرت مع الحداثة الغربية التي عملت على دفع المجتمعات الغربية نحو النزعة الدنيوية والابتعاد عن التفسيرات الميتافيزيقية والابتعاد عن تفسيرات العصور الوسطى وبناء مجتمعات ديمقراطية وبشرت في الحقيقة العلمانية بأن التطور المتزيد للحداثة بإمكانه وحده أن يكفل أفول الدين واندطاره تدريجيا وهذا طبعا سواء في مجال السياسة أو الاقتصادي أو حتى في المجال الفني علمانة الفن ما المقصود بها مقصود بها هو فصل القيم الجمالية عن القيم الدينية والقيم الإنسانية بالنسبة للعلمانة الشاملة مثل ما يقول عبد الوهاب المسيري في كتابه العلمانة الجزئية والشاملة إذن في هذه المرحلة من العلمانة أصبح نوع من الانفصال بين الفن والدين هذا الانفصال نراه في توجه الفن نحو النزعة الدنيوية نحو الابتعاد عن التعبير عن المقدس في الفن بمختلف أشكاله نحو التعبير عن الفنان في حد ذاته دون غيره من الأشياء بمعنى لم يعد له قيمة فنية أو لم يعد يعبر عن المقدس وعن القيم المتعالية أو القيم الغيبية التي كانت في القديمة تضمن بالنسبة للفنون طبعا يمكن أن نلاحظها من خلال أعمال كثير من الفنانين من بينهم الفنان بيتر دوهوك من بينهم تير بورخ من بينهم يوديت ليستر يانشتين وغيرهم من الفنانين الذين نجدوا في لوحاتهم الفنية لم يعد هناك نوع من الاستخدام للمتعالي بالنسبة للرسومات الفنية إذن وهو ما يبين لنا أننا مع عصر النهضة إذن أصبحنا نتاجه نحو فن دنيوي نحو فن يهتم بالجمال في حد ذاته وهو من عكس في موضوعاته من حيث غياب الشكل والمحتوى والأهداف وكأن الفن في هذه المرحلة لما ابتعد عن المقدس أصبح يعاني من قلق الحدث الغربية ويحكس إشكالياتها ومشاكلها وباعتقاد أن الفن لما ابتعد عن المقدس فقد نوعاً ما البوصلة بحيث أصبح فيه نوع من التيه الذي تعبر عنه قلق الحدثة بكل إشكالياتها هذه القلق طبعاً مثل ما أشارت الأستاذة من قبل أشار إليه قادامير في أنه هو المشكلة في الحقيقة وهو الحل بالنسبة له وأن الخروج من هذا الاختراب الفني مثل ما قالت الأستاذة يتطلب أولاً فهم الفن في ذاته والرسالة التي يريد أن يقولها لنا بعيداً عن الحكم الجمالي الذي نطلقه نحن عليه بمعنى أن الفن اليوم لا يوضع من أجل أن نقبله أو أن نرفضه وإنما علينا أن نفهمه وفق تصور قادامير بالرسالة التي يريدها هو أن يقولها لنا بعيداً عن أي حكم جمالي أما أن الشكل الثاني من أشكال العداء بين الفن والدين فيمكن أن نلاحظه أيضاً بالنسبة لعداء الدين للفن يعني وليسا عداء الفن للدين في هذه المرحلة هذا العداء نلمسه إذن أولاً في البداية في نوع من الصدوة لتفرضها الأديانة على الفن لخدمة أغراضها هذا العداء نلاحظه بالنسبة لديانات السماوية بالتحديد بالنسبة لتحريمها لبعض الأنواع من الفنون مثل رفض اليهودية مثلاً كما ورد في الكتاب المقدس رفضها لفن النحط ورفض التصوير كما جاء ما معناه في معنى القول الحديث لا تصنع لك تمثالاً أو منحوتاً ولا صورة ولا تسجد لهم ولا تعبدهم نفس الشيء أيضاً بالنسبة للمسيحية أيضاً المسيحية أيضاً شهدت نوع من الصراع بين الفن والدين هذا الصراع يمكن أن نتمثله فيما يعرف بحرب الأيقونات حرب الأيقونات هذه التي نشأت نتيجة نقل الإشكالية الفلسفية أو الإشكالية حول طبيعة المسيح بين طبيعته اللاهوتية والناسوتية أو الإنسانية وهل شخصية المسيح مقدسة هل المنحوتات هذه مقدسة ورفض الكثير من المسيحيين في حد ذاتهم لهذا النوع من التقديس لهذه التمثيل التي تكونت توضع في الكنائس فلا تجعلها ما يسمى بحرب الأيقونات الأمر الذي دفع بالإمبراطور الروماني أناباك ليو سنة 726 إلى إصدار قرار بتحريم بتحريم وضع التمثيل ورسومات المسيح عليه السلام في الكنائس وهو ما يعرف بحرب الأيقونات التي استمرت أكثر من 120 سنة إذا جئنا للإسلام فنجد بأن علاقة الإسلام بالفن كانت علاقة في الحقيقة جد معقدة الدليل على ذلك أننا إذا جئنا للقرآن والسنة لا نجد أي إشارة صريحة لأي تحريم بالنسبة للفن لا في الحديث ولا في السنة أما بالنسبة لعداء بعض الفقهاء بالنسبة لبعض الفنون فيمكن قراءتها من ناحية سد الزرائع من أجل مخافة الوقوع في المحرمات والانغماس في اللهو والمتاع والابتعاد عن ذكر الله ولذلك نجد بأن الكثير من الفقهاء مثلا قاموا بتحريم فن الغناء وألات اللهو لأنها تله عن ذكر اللهو ومن أكثر المواقف المتشددة في هذا المجال ما نجده من موقف ابن قيم الجوزية في كتابه إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان حيث أشار في كثير من المواقف في مؤلفاته إلى تحريم الغناء لأنه بالنسبة إليه يسميه بأنه شرك الشيطان وخمرة العقل وأنه من أكثر الأمور التي تبعد عن ذكر الله أستاذ نعم أستاذ دقيقة فقط دقيقة فقط شكرا إذن في الدين مثل ما أشرت إذن كانت العلاقة بين الفن والدين كانت متتراوح بين العداء لبعض الفنون وبين التسامح بالنسبة لبعضها لكن الإشارة هنا أن هذا الموقف المتشدد لبعض الفقهاء نجد بالمقابل له بعض العلماء الذين ينظرون نظرة الإباحة ونظرة التسامح مع الفنون مثل محمد عبدو محمد الغزالي محمد دامارة ومحمد عاطف العراق وغيرهم من الفنانين طبعا لنجدهم يتسامحون مع الفن ويميزون فيه بين الخبيث وبين الطيب في النهاية ما أردت أن أقوله هو أن كل من الفن والدين يحمل كل منهما رسالة روحية ويشترك الفن والدين في أن كل منهما يقدم تصورا عن الكون والحياة كل منهما طريقة للتسام الروحي وكل منهما يلبي جزءا وقسما كبيرا من فترة الإنسان وسعيه للكمال وكل منهما يقدم الهدوء والسكينة للإنسان ولكن اختلاف الفن والدين في الوصول إلى هذه الأهداف وإن كانت مشتركة بينهما التي تفتح الباب أحيانا إلى نوع من الصراع المعلن وغير المعلن بين الفن والدين وهو الذي يجعل العلاقة بين الفن والدين علاقة تتأرجح بين الصراع والتسامح هذه العلاقة التي لم تستقر أبدا في أي عصر من العصور إلى غاية عصرنا الحاضب وفي الحقيقة كان الكثير من ما يمكن أن نقولها ولكن لضيق الوقت طبعا التزاما بالوقت أعيد الكلمة لأستاذ إبراهيم وأشكره على حسن الاستماع والإصغاء شكرا دكتورة إذن شكرا دكتورة ماتكور مليكة من جامعة شلف تحدثت عن توظيف الفن لخدمة الدين صحيح في الحقيقة أنا ضد فكرة العصور الوسطى والمظلمة وما شبه ذلك لأنه عندما تلاحظين كيف يشتغل الفن على بناء الكنائس أنذاك نفهم أن كانوا في مستوى عالي جدا من حقيقة الأمر في الفنون وفي الهندسة وما شبه ذلك وطبعا كذلك في التوظيف الفن في مجموعة من الحضارات إذن حاج من دحمان هو معنا نمامو حاج من دحمان حاج من دحمان أكتبين ميكو خلاص فضل حاج شكرا أستاذ تسمعوني أستاذ الفضل نعم فضل فضل دكتور أسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أولا أوجه تحية محبة واحترام للأستاذ أحمد أبراهيم وإلى كل القائمين على هذا الملتاقى الدولي القيم المتميز الموسم بالفن رسالة للحوار والتسمع كما أوجه الشكر للساد الأستاذاء الذين تدخلوا يوم أمس لمدخلة بالقيمة واليوم مدخلة موسمة بتيارات الفكر العربي الحديث وفلسفة الفن قبل التطرق إلى مسألة الفن عند أقطاع بتيارات هذا الفكر العربي الحديث وبأبرز القضايا والقضايا الفكرية التي على جهة لقد اتفاق وإن لم يكن هناك اتفاق أولا حول لا وإن حول لمدخلة مدخلة زمنية لعصر النهضة والتيارات عصر نهضة العربي الحديثة أي من سنة 1798 إلى سنة 1913 وهناك بعض المفكرين من يمدد هذه الفترة إلى غاية سنة 1939 كما اختلفوا على تقسيم تيارات الفكر العربي الحديث لكن أغلب التقسيمات تتجعل أن هناك ذات تيارات أساسية في الفكر العربي الحديث وأولاً التيار إصلاحي الديني السلفي وهناك التيار العلمي العلماني وهناك التيار الثالث والتيار الليبرالي التنويري وإن كان بعض المؤرخين يقول هناك تيارين أساسين فقط والتيار الديني الإصلاحي الديني السلفي ويضم مختلف الفرق الإسلامية وهناك التيار العلماني ويضم أيضاً مختلف التيارات العلمانية منها الليبرالية والقومية وغيرها أولاً نبدأ بالتيار الإصلاحي الديني السلفي بدأت حركة الإصلاح الديني بمحمد بن عبد الوهب شهد الجزيرة العربية في القرن الثاني عشر الهجري حيث تأثر بأحمد بن حنبل وأحمد بن تيمية ومحمد بن القيم الجوزية والمدرسة السلفية يدعو هذا التياري العودة بالإسلام إلى صفائه الأول ونقاء التوحيد والتمييز بين التوحيد الربوية وتوحيد الأولهية ومما يؤدي إلى إنكار الشافعة والوساطة بين الرب والخالق باعتباره شركة وأنكار تأويل القرآن وفتحه باب الاجتهاد أيضا انتشرت أفكاره ومجموعته في المغرب عند سيد محمد بن عبد الله سلطان مراقش وسيد محمد حركة في اليمن مع محمد بن الله والسنة نبيه وتنقية الدين التقليد كما بينا ذلك في اجتهاد ثم ظهر في العلاق إلى تنقية الدين ما عالق به ثم ظهر في تونس محمد بن عالى مع السودان وغيرها ثم ظهرت الحركة المهدي في السودان علي محمد بن أحمد مهدي رد الظلم الإنجليزي وتتخلص تعاليم وتتلخص تعاليم الحركة في العودة بالإسلام إلى ما كان عليه في عوده الأولى والتوحيد من المذاهب السنية الأربعة ومهد الطريق والتمهيد الطريق الموصلة إلى الله في صلاة الجماعة والجهاد والطاعة والتوحيد والقرآن وتحرم زيارة القبور الأولياء والقضاء على التمرد السيد في السيد ثم بدأ التيار الدين الحديث علي جمال الدين الأفغاني الذي وضع شعار مصر المصريين ومن أفكاره خرج مبادئ الحزب الوطني في مصر الذي ساغه تلميذه محمد عبده رأى الأفغاني أن سبب انحيطة المسلمين وتخلفهم هو التيار المادي الذي سيطر على فكرهم وحياتهم في شتى أرجاء العالم الإسلامي خاصة في الهند وامتداده في الغرب في الغرب عفون عند الطبائعين النيتشويين والاشتراكيين والسوسياليست والشيعين والكومينيست هذا كما يسميهم كما بيّن ذلك في كتابه الرد على الظهريين الأخلاق عنده هي أساس المجتمع والتاريخ والسق والحياء هي لوازم وأعاد التفسير عاقيدة القاضى وتقدراً كان ذلك لا يعني أن ما يربط السلافين في نظر جمال الدينية وما يسميه بيئة العروتي الوثطة وهي رابطة روحية لا فضل لعربي عالي عاجمي إلى بالتقوى وتتحق الوحدة بين المسلمين ابتداء من وحدة وادي النيل إلى المغرب العربي أو وحدة الأمة العربية أو وحدة الشعوب الإسلامية أو وحدة شعوب الشرب في مواجهة الاستعمال الغربي صحيح أن أسلوب الخطبة والحماس والذي ساد الفكر جمالبي الأفغاني ولكن كان ضرورياً لإيقاظ العقول وحجد الناس كما يقول والله لو كنتم جاراداً أو ذوباباً وحضرتهم على الجزيرة البريطانية لا غرقتمها ثم زاد الإصلاح الديني إحكاماً في التعالي الثوري توظيف نتيجة وإن كانت تخلى عن إدارة الثوري وركز على الإصلاح التربو لقد كان مهمة التي طائع بها محمد عبد لا تشقي أولهما إعادة تجديد ما هي الإسلام الحقيقي وثنيما أو الشق الثاني هو النظر في مقتضيته بالنسبة للمجتمع الحديث كما دفع محمد عبد عن الإسلام وخصصي فهو الدين عقيدة سنعود إلى أفكاره عندما ننتهي من التيار هو التيار الذي بدأ تحتسل نابوليون بنافر على مصر في نهاية القرنة الثاني عشر أي سنة 1798 وامتدت إلى غاية 1881 وما صحب من إنبهار من منجزة الغرب في شركة المجالات الصوت غير واضح نعم الصوت نعم هكذا نستمع الآن واضح الآن أستاذ نعم شكرا قلت هذه الحملة الحملة تنقوني على مصر وما صحب من إنبهار من منجزة الغرب في شركة المجالات ومن خلال هذه الحملة الفرنسية على مصر تسرب إلى العالم الشرقي مبادئ الثورة الفرنسية وما تابعها من اتصال مباشر بالثقافة الغربية وأفكارها الإصلاحية الليبيرالية وهكذا أخذت مداميك الإصلاح تنتقل من الغرب إلى الشرق وتم جراء هذا ذلك انتشار مداميك الاسم الكليون العلمية في مصر والشام بعد هذا الانفتاح من الجيش وإرسال البعاتات العلمية إلى أوروبا واستقدام ولقد تزعام هذا التيار أمثال يعقوب صرف وفارفيا بزعام الدكتور يعتبر هذا التيار العلم والأساس وأن الدين ذاته يمكن دراسته كظاهرة علمية تاريخية أو سياسية أو اقتصادية أو قانونية أو ثقافية بمعنى هذه الأثقاش ستعطينا بما بعد نظرة حول الفن وأن الدين ذاته يمكن دراسته كظاهرة علمية تاريخية أو سياسية أو اقتصادية أو قانونية أو ثقافية فأدخالها شبل شميين مثلاً مذهب داروين في النشوء والإرتقاء إلى العالم العربي عن طريق الترجمات والمقالات التي كان ينشرها في المجلة المقتطف فالعلم في نظره هو خير وسيل الاكتشاف طوالي الكون والسر الطابعة وهو الدين الجديد طريق الخلاص العلم طريق الخلاص العلم ورؤية للعالم أسسها كما يراه سيلي وسبينسير في إنكليترا وهيجل وفيجنر في ألمانيا وراماركت في فرسا العلوم الطابعية هي أهم العلوم وأساس التربية ونبراس الحياة واللغة والسياسة والاجتماع والقانون الأدب نقد التعليم الديني التقليدي ودعا إلى استبدال مدرسة الحقوق وتحويل مدرسة الحقوق إلى مدرسة الكيمياء الطبيعية ودعا إلى تدريس العلم الطبيعية في المدرسة الانتدائية وبناء على هذه التركة في طرف هذه الأفكار الغربية عن العالم الشرقي الإسلامي عد في نظر الكثيرين أول اشتراكي وأول دارويني وأول مادي وصاحب أول عقل علمي في عصر النهد ثم يليه بعد ذلك سلام موسى أولا نعود إلى تيار الإصلاح الديني والذي تزعمه يعتبر إمام محمد عبدو أحد مؤسسي تيار إصلاح الديني في الفكر العربي الحادث إلى جاني كستريه وزميله جمال بالأفغان وقد اهتمى الشيخ محمد عبدو بالإصلاح التربوي واعتبره الركز الأساسي في إحداث نهضة وتقدم العالم الإسلامي من كبوته الحضارية وبدأ بإصلاح نظام التعليم في جامعة الأزهر حيث أدخل العلوم العصرية إلى جانب العلوم الدينية التي كانت سائدة وكان الغارب من الإصلاح هو موسيقى للشعر وضبطه خصوصا شعر الجاهلية وترتيبه أم كانت من الرسوم والتماثيل فإن الرسم ضرب من الشعر الذي يرى ولا يسمع والشعر ضرب من الرسم الذي يسمع ولا يرى ربما نواصل نصه ربما تعرض لك مسألة مسألة عند قراءة هذا الكلام وهي ما حكم هذه الصور في الشارع الإسلامية إذا كان القصد منها ما ذكر من تصوير هيئات البشر في فعالاتهم النفسية أو أوصافهم الجثمانية هل هذا حرام أو جائز أو مكروه أو منذوب أو واجب فأقول لك إن الرسمة قد رسم والفائدة محققة لنزع فيها ومعنى العبادة وتعظيم التمثال أو الصورة قد محيى من الأذهال فإما أن تفهم الحكم من نفسك بعد ظهور الواقعة وإما أن ترفع سؤالا إلى المفتي ويجيبك مشافهة فإذا أوردت عليه حديث إن أشد الناس عذبا يوما قيام المصورون أو ما في معناه مما ورد في الصحيح فالذي يغلب على الظن أنه سيقول لك إن الحديث جاء في أيام الوثانية وكانت الصور تتخذ في ذلك لسببين الأول له والثاني التبرك بمثال من ترسم صورته من الصالحين والأول مما يبغضه الدين والثاني مما جاء الإسلام لمحوه والمصور في الحالين شاغل على الله أو ممهد للتشراك به فإذا زال هذان العام وقصدت الفائدة كانت تصوير الأشخاص بمنزلة النبات المصاحف وأوائل عند الفائدة في نقش المصاحف وما فائدة الصور فمما لا يجب أن تجيب المفتي بأن الصور على كل حال مظنة العبادة فإني أظن أنه يقول لك إن لسانك أيضا مظنة التذيبي فهل يجب ربطه مع أنه يجوز أن يصدق أن يصدق عفوا كما يجوز أن يكذب وبالجملة إنه يغلب على الظن أن الشارع الإسلامي أبعد من أن تحرم وسيلة من أفضل أنه لا خطر فيها على الدين لا من جهة العقيدة ولا من جهة العمل من خلال هذا النص نكتشف أن موقف الإيمان محمد عبد من فن النحطي والرسمي بعيد عن التشدد والتزمت والتحريم بل يكيف موقف الإسلامي منها مع متطلبة العصر وفقا لفوائدها فإذا كانت تقدم فإذا كانت تقدم عفوا فائدة للمجتمع فإن الإسلام لا يحرمها وبالتالي فهي مباحة لأنه لم يرد في القرآن الكريم نص صريح يمنع ممارسة تصوير الكائنات الحية هذا موقف الشيخ محمد عبد من الفن أما زعيم التيار الثاني التيار العلمي العلماني فهو المفكر المصري سلامة موسى الذي يعد أحد مؤسسي التيار العلمي العلماني إلى جانب شرد شميل وفرح أنطون وإسماعي المظهر وغيرهم دكتور ابن أحمد ولأن سرم موسى ثانا موسوعي في ثانية ما كتبه وقد عالج الوظيفة الاجتماعية نعم سميل نعم استاذ الصوت في زوم لا يساعد ضعيف أعطينا فكرة عامة فقط مرجعا صديقي الصوت أعطينا فكرة عامة فكرة عامة فقط فكرة عامة قلت بأن التيارات الفكر العربي الحديث أنا أخذت أخذت ممثل عن تيارة فكري عن تيارة الإصلاحية تيارة الإصلاحية الديني ومحمد عبدو ورأيت بأنه لم يحرم التمثيل وصور وإنما قال بأنه بما أنها تقدم هو يجيزها وبما أنها تقدم فائدة للمجتمع نفس الشيء نفس الشيء مع المفكر المصري سلامة موسى زعيم التيار العلمي العلماني يرى بأن الفن الفن الشرقي قد أخر الشرق ويدعو إلى استخدام الفن كوسيلة للتطور مثل ما تطورت أوروبا باستخدام خلص وصلت الفكرة استخدام الفن شكرا 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 وصلت الفكرة شكرا صديقي هي فقط شباب في الزوم في التقنيات يجب أن تكون لدينا الأنترنت سريعة التدفق يعني ما عدا ذلك فلا نستطيع أن نتواصل نحن نغيرنا جامعة وأتينا إلى جامعة أخرى يعني نحن نحاضر هنا ليس بالجامعة المركزية وإنما في جامعة الإعلام الآلي والرياضيات حتى تكون هناك التنث قوية إذن الدكتور بن دحمان الحاج من جامعة المركز الجامعي الغليزان تحدث عن تيارات الفكر العربي الحديث وفلسفة الفن وأشار أن لا محمد عبدو ولا سلامة موسى قد حرم الفكر التصوير والتشخيص وقدم وأشار أن الفن الشرقي قد أخر أشتر شكرا صديقنا بندحمة الحاج لنا لقاءة أخرى إن شاء الله ولكن المرة القادمة مع أنترنات قوية بإذن الله رحوا مباشرتين إلى الدكتور بن ساحة بن عبد الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نشكر الدكتور إبراهيم أحمد على هذا التقديم كما نشكر كل القائمين على هذا المؤتمر مدخلتي هي حول الجوانب الجمالية للفن الإسلامي أولا نبدأ بعلاقة الجمال بالفن دكتور أحمد صوت واضح صوت واضح دكتور أحمد شكرا إذن علاقة الجمال بالفن يرتبط الجمال بالفن بعلاقة وطيدة فالفن هو من مجلاء المجلات التي يرتبط بها الجمال واقتصر بعض الفلاسفة على أن الفن هو الميدان الوحيد للجمال مثل هيجل الذي جعل علم الجمال يقتصر على الفن الجميل إلا أن آخرين ذكروا بأن الجمال لا يقتصر على الفن فقط بل يتعداه إلى مجالات أخرى نرى مثلا مثل الطبيعة والإنسان أما عن علاقة الجمال بالقيم الأخلاقية فالجمال يرتبط بالمثل العليا ارتباطا وثيقا حيث أن القيم الأخلاقية هي في حد ذاتها قيم جمالية تحبها النفس الطيبة وقد ذكر محمد قطب أن الفن هو الذي يرسم صورة الوجود من زاوية التصور الإسلامي لهذا الوجود بهذا الوجود وأن الفن وهو الفن الذي يهيئ اللقاء بين الجمال والحق فالجمال هو حقيقة في هذا الكون والحق هو ذروة الجمال وأما الجمال من منظور فلسفي فقد ربط بعض الفلاسف بين الجمال والأخلاق فربط آريستو وهيغل بين الجمال والأخلاق فجعل الأخلاق فرع من الجمال والخير يعتبر من القيم الجمالية ولهذا عندهم نظرية التطهير التي يقول بها آريستو وهيغل وهي تعتبر الفن مجالا لتطهير الأنفس والتسامي بالأرواح وأن الفضائل العليا إنما هي فضائل جمالية تنبعث من نفور الضمير الإنساني من القبح ومن الأخلاق السيئة أما الآن فنتكلم عن الجمال في المفهوم الإسلامي يعتبر الجمال أحد أبرز سيمات هذا الوجود الذي نعيشه ولا شك أن هناك حاسة في باطن النفس تتفطن للجمال وتحسه وتستجيب له فتدركه بداهة دون تفكير فتتحرك النفس لاستقبال الجمال في فرح وسرور فتتعانق روح الإنسان مع روح الكون كأنهما شقيقان متعارفان فتبارك الله أحسن الخالقين فيتلقى الإنسان الجمال الجمال بطبيعته وبديهته ولا دخل للذهن في ذلك وقد لفت القرآن الكريم النظر إلى الجمال عن طريق الحديث عن آثاره التي تؤثر على العين وعلى النفس كما جاء في قصة ذبح بقرة بني إسرائيل قال تعالى إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين فقد وقع السرور للنفس بعد رؤية جمال البقرة ولونها الأصفر الجذاب كما وصف الله تعالى لذة الأعين عند رؤيتها لجمال الجنة وما فيها قال تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين فجعل لذة الأعين من آثار رؤية الجمال كما حكى القرآن الكريم عن إعجاب النفس برؤية الحسن أو الحسن حيث قال تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن فكان من آثار رؤية الجمال والحسن إعجاب النفس بهذا الجمال وبهذا الحسن كما أن آثار رؤية الجمال عامة عامة لكل راء ولكل مبصر لها فالبقرة الصفراء تصر كل ناظر ناظرا للجمال الذي تمتع به هذه البقرة ولونها الجذاب فالسرور يتناول كل من رأى البقرة وجمالها وأما في وصف الجنة فجعل اللذة لكل عين رأت ذلك الجمال كما أن الجمال لا يقتصر على المحسوسات فحسب بل يتعداه إلى غير المحسوسات كجمال الأخلاق وجمال العلم وجمال السيرة ويتفاوت تأثير ذلك الجمال من إنسان لآخر فيتضاعف الحسن في عين مستحسنه فقد ذكر الغزالي أن الإنسان قد يكون هو في ذاته محبوبا عندك فتلتذ برؤيته ومشاهدة أخلاقه لاستحسانك له لأن كل جميل لذيذ وكل لذيذ محبوب والذة تتبع الاستحسان وذلك المستحسن إما أن يكون حسن الخلقة وإما أن يكون حسن الأخلاق وكمال العقل وحسن الأفعال وكل ذلك مستحسن عند الطبع السليم والعقل السليم فالصورة الظاهرة يدرك حسنها بالبصار الظاهر وأما الصورة الباطنة فلا يدرك جمالها إلا بالبصيرة الباطنة سنتكلم الآن عن علاقة الجمال بالقيم الأخلاقية الإسلامية إذا توج الحق والخير بالجمال حتما سيؤدي ذلك الحق إلى العدل وذلك الخير إلى الكمال فمثلا الأمر بالمعروف وهي قيمة أخلاق خلقية معروفة في الدين الإسلامي إذا كان هذا الأمر بالمعروف بأسلوب حسن يعني بطريقة جميلة وبأسلوب لي وبالحكمة فقد يحقق هذا الأمر الهدف منه فيكون أجمل وتقبله النفس وأما إذا اتبع صاحبه الغلظة والشدة فإن ذلك ينافي الجمال ويؤدي إلى نتيجة عكسية تماما مثلا نذهب إلى الصدقة وهي قيمة خلقية كذلك في الدين الإسلامي فالصدقة على الفقير هي من أنواع الخير ولكن إذا توجت بالجمال كانت أفضل عند الله لهذا نرى في التاريخ الإسلامي أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تعطر النقود قبل أن تعطيهم للفقير فالصدقة هي قيمة خير ولكن زادت عليها الجمال وعطرت تلك النقود وكانت تقول لأنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير فتكون الصدقة خيرا وجمالا في نفس الوقت وقد يكون للجمال كيان مستقل بعيدا عن الخيرية ليس كل جمال خير ولكن بعض الأحيان بعض الجمال ليس خيرا في المفهوم الإسلامي فقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك بوصف المشركة بالجمال ولكن لا خير فيها قال تعالى ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم الفن الإسلامي في القرآن الكريم يعرض القرآن الكريم تصورا شاملا لكون والحياة والإنسان فيلتقي الفن مع الدين التقاء كاملا لا تناقض فيه لا تناقض بين الفن والدين بل كل منهما يكمل الآخر فهما متكاملان في الحسن للإنسان فالفن الإسلامي لا يعارض الفطرة ولا يتناقض مع الواقع فعندما يتحدث القرآن الكريم عن جمال الكون مثلا فإنه يتحدى الناظرين إلى السماء أن يكرر النظرة في محاولة لرؤية أي نقص أو عدم انسجام أو أي خلال في التناسق أو أي شيء يعارض الجمال فقال تعالى خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير فالله سبحانه وتعالى يتحدى البشر والناظرين إلى السماء ويبين لهم قدرته في خلق السماوات ليس فيها أي تنافر ولا نقص ولا عيب ولا خلل ولا أي شقوق ولا أي خرقات فإنك لن ترى أي خلل مهما عاوت الرؤية ولكن سيعود إليك البصر منكسرا ذليلا لأنه لم يجد أي خلل في السماء فالدعوة إلى النظر وتكرار النظرة لتأكيد على هذه الحقيقة حقيقة الإتقان والجمال والاستحسان فآثار رؤية الجمال عامة فالبقرة فآثار رؤية الجمال عامة فقد عبر القرآن الكريم عن الإتقان في خلق السماوات والأرض ونفى عنها العيوب فهو في حد ذاته جمال لا يدانيه جمال كما أخبر القرآن الكريم عن عملية التزيين للسماوات فقال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين فدعا الأعين إلى التمتع بالنظر إلى المصابيح التي زينت السماء فزادتها جمالا فوق جمال كما أن جمال الطبيعة يعتبر من أروع ألوان الجمال التي تهش لها النفس وتستجيب لها في فرحة وانطلاق ولكن تبلد الحواس بعدما ألف الإنسان هذه المشاهد جعله يمر بالطبيعة وكأنه لا يرى شيئا من جمالها وتنسى جماله فيأتي القرآن الكريم فيوقظ النفس من سباتها لتستنشق الحياة فيأتي الفنان ويصور جمال الطبيعة في أروع صورة ليعيد للنفس جمال الإحساس ويقرب الطبيعة من الإنسان والقرآن الكريم كذلك يسعى إلى تحريك هذه الحواس المتبلدة لتنفعل بالحياة في أعماقها فيلتقي الفن مع الدين في أروع صورة فيحرك القرآن الكريم القلب البشري فيصف نظره إلى جمال الطبيعة فيقول تعالى إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا توفكون فيذكر الله تعالى الإنسان بآيات الله في الكون فالق الحب والنوى فالق الإصباح مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي والليل والنهار والشمس والقمر والبر والبحر والنخيل والأعناب والزيتون والرمان فيصور الله تعالى هذا الجمال الفتان بأسلوب رائع ويصوره الفنان كذلك بالريشة والألوان ثم ينتقل القرآن الكريم إلى تصوير مشاهد الطبيعة في الأرض فيقول تعالى وفي الأرض قطع متجاورات سهى دقيقة في القطع دقيقة وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل فهذه القطع المتجاورات من الأرض مختلفات في النبات والنوع الواحد من النبات يختلف في الأشكال وكل هذا جمال ما بعده جمال فالدين والفن يعيشان في تسامح فيما بينهما ويكمل كل منهما الآخر وأشكركم على حسن الاستماع وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 دكتور بساحة بن عبدالله من جامعة مستغالم على تقديمك للظاهر الجمالية في الفن الإسلامية وحدثتنا عن كيف أن الفن هو تطهير للأنفس وكيف أن القرآن الكريم قدم لنا الإعجاب بالنفس شكرا جزيلا مرة أخرى دكتورة حبيبة هل أنت هنا؟ تيرس حبيبة تيرس نعم تفضلي تيرس حبيبة أستاذ المحاضرة من كلية العلوم الاجتماعية شعبة الفلسفة جامعة تشلف ستحدثنا عن القيم الإنسانية والتربوية في أبعاد الخبرة الجمالية عند جون ديوي بسم الله الرحمن الرحيم بداية تنهل تسمعوني أستاذ؟ نعم عشرة لعشرة شكرا إذن بسم الله الرحمن الرحيم تحية عطرة لجميع المشاركين في هذا المرتقى في جلسته التي نقشت عن بعد إذن أقدم بداية شكري الجزيل للقائمين على هذا المرتقى الدولي وخاصة للأستاذ الدكتور أحمد إبراهيم الذي يعرف بتمييزه الجمال أيضا من خلال انتقائه عنوين المرتقى الدولية التي لطالما عرضت في جامعة التغانم وهذا أول مرتقى يعرض بطريقة تتحاضر عن بعد نظرة لهذه الظروف ولكن كذلك أنه مرتقى حمل طابعا جماليا لماذا؟ لأننا غيرنا طريقة العرض في الحقيقة عنوان هذا المتقى أعتبر موضوعه راهينيا جدا لسببين الأساسيين السبب الأول وهو ما نشهده مؤخرا في ظل خاصة في الرسومات الكاريكاتورية التي أطارت صحة تعبير فتنة وصراع بين المسيحين والمسلمين إلى غير ذلك وكانت سببها الرسومات وننتحدث عن الفن والرسم من أهم أشكال الفنون بمعنى أخذ منحنى آخر الذي يهدف إليه هذا المتقى وهو أن الفن رسالة للحوار والتساوى ثاني شيء وهو ما نلاحظه على طلبة الجامعة أنه عندما ندرس أنه نتحدث على النفس عندما ندرس مقياس فلفل فت الفن والجمال لا نلاحظ أبدا اجتمام الطلبة بهذا المقياس ولذلك كأنه مقياس ثانوي مقياس يعني اجتمل فقط بالمتعة واللذة وكأننا نضيع وقتنا من خلاله لذلك هذا المؤتمر الدولي يحاول أن يرجع قيمة الفن وأهمية الفن في المجتمع إذن وحاولت في مداخلتي ألا أتعدى عن مضمون الإشكالية وعن أهداف هذا المنتقى موضوع مداخلة كان حول القيم الإنسانية والتربوية في أبعاد الخبرة الجمالية عند جون ديوي عندما نقول جون ديوي فمباشرة نشير إلى الفلسفة البراجماتية باحتبارها تعبيرا عن البنية التركبية للشخصية والثقافة الأمريكية وجون ديوي اعتبر المؤسس الثالث على غرار شارل سندرس بيرس وعلى غرار ويليام جيمس المؤسس الثالي الذي أسى قواعد الفلسفة البراجماتية وعرفت براجماتيه بالأداتية وجون ديوي عرف بإصلاحاته الاجتماعية للمجتمع الديمقراطي الأمريكي حاول تعزيز القيم الديمقراطية والمثل العليا لهذا المجتمع ويعرف جون ديوي بفلسفته المتكاملة بمعنى أنه عندما يتحدث عن التربية فإنه يربطها بالفن عندما يتحدث عن الفن يربطه بالأخلاق عندما يتحدث عن الأخلاق يربطها بالسياسة وكل ذلك طبعا في إطار المبادئ العامة للفلسفة الفراغماتية باحتبارها فلسفة عملية فالهدف الأساسي من الفلسفة هو أنها تحل لنا مشاكل الواقع والآن نلاحظ أو نتسأل عن كيف ربط هذا الفن بالحياة الواقعية وتجاوز مقولة الفن من أجل الفن إذن بداية نشير إلى أن معظم آراء جون ديوي في الإستيقاء استغىها لنا في كتابي الكتاب الأول وهو الخبرة والطبيعة وبالضبط في الفصل التاسع من هذا الكتاب أما كتابه الثاني وهو الكتاب الفن خبرة في هذا الكتاب فصل وفسر نظريته في الفن الخبرة الجمالية وأبعادها إلى غير ذلك وهذا الكتاب عبارة عن مجموعة من المحاضرات ألقاها تيبعا سنة 1931 لتشكل هذه المحاضرات فتحا جديدا في عالم النظر إلى الفن وتحديدا في عالم رصب فيه العلاقة الحقيقية بين الفن والإنسان جون ديوي عرف بنبعاته الانتقادية عندما يقدم نظرية معينة قبل أن يقدمها فإنه يقوم بنقد ما يعارضها في الحصفات الحصف إذن بداية قام جون ديوي بنقد ما يعرف بمقولة الفن من أجل الفن أو ما تسمى النظرية الإنعزالية في الفن وعنده مبرراته وأسبابه سنتطرق إليها إذن هذه النظرية يرفض ديوي ما يسبب النظرية الإنعزالية في الفن التي تحتقد بوجود تصور للجميل بصفته تجليا معزولا تماما عن بقية المفاهيم الأساسية بمعنى أن هذه النظرية ترى أن الجميل إنما هو نتاج نشاط خاص يقوم به الأفراد أفراد متميزون عن البقية وأن التأثر الجمالي لا يمكنه أن يولد إلا من رحمي تأمل الأشياء الفنية الخالصة بمعنى أنه يجب الفصل بين الظاهر الجمالية وبقية الظواهر متعلقة بحياة الإنسان في هذه النظر الإنعزالية للفن لأن نظرهم أن ربط الفن في الحياة هو تدنيسا للفن بالطبيعة الخاصة المتجاوزة للواقع الذي نعيش فيه ولا ينبغي بالتالي الحبط من شأن الفن الذي يستعمله بقى الثاني يقول لك يستعمله الرعاع ولذلك يجب عزله للحفاظ على قدسيتي ولذلك هو يرفض رفضا تماما هذه النظرة النظرة غير بأن كل ما هو إنتاج إنساني فهو إنساني بمعنى أنه وسيل لتحقيق غرض ما وأنه من إنتاج الإنسان بمعنى الواقع ومبريرات رفضه للفن من أجل الفن يقول أنه كان يعد مظهرين لشيئين أساسيين أولا يقول بأن الفن كان مظهرا من مظاهر الاستعمار ومظهرا بالقومي كيف ذلك؟ يقول نجد أن انتشار ما يعرف بالمتاحف التي عبر عنها بمقبرة الفنون لأن الفنون توضع في المتاحف وكانت الدول الأوروبية تتنافس ما بينها لامتلاك هذه المتاحف وتقوم بعرض أعمالها الفنية في المعارض وفي المتاحف بعرض ما تم الاستلاء عليه من غنائم أثناء غزبهم لشعوب الأخرى يعني نلاحظ أن الفن كان حكرا على شعوب الاستعمار إن صحة تعبير ثاني شيء يقول أن الفن مظهر من مظاهر الرأسمالية إذن يقول أن الرأسمالية وتمكنها من المجتمعات الأوروبية ساعدة على عزل الفن ووجود المتاحف التي تشكل المكان الطبيعي للأعمال الفنية وأن هذه الأعمال قائمة بذاتها في استقلالها عن الحياة العامة بحيث أفرزت الرأسمالية في أمن الأثرياء وجدت بأنها بحاجة إلى امتلاك الأعمال الفنية النادرة والاحتفاظ بها وهذا يعني لدى الرأسمالي تفوق ثقافيا باقتنائه مثل هذه المنتجات الفنية الذي وزي تفوقه المالي بمعنى أن الغني فقط هو الذي أو الطبقة الثارية فقط هي التي لها الحق بأن تمتلك هذه المنتجات الفنية الأثرية بمعنى لأنها تقدر بأسمان غالية ولا يستطيع اغتناءها لآخر إذن هذه النظرة تشكل لدى جونديوي أن هذه النظرة للفن الإنعزالي نتج عنها شرخ في طبقات المجتمع طبقة الفقيرة والطبقة الغنية طبقة الأرستقراطية التي تتميز عن الطبقة الأخرى التي لا تستطيع انتلاك هذه السنون بذلك هو يرفض هذه النظرة الإنعزالية ويعطينا البديل إذن ما هو البديل عن نظرية الفن من أجل الفن؟ إذن البديل هو الفن من أجل الحياة الإنسانية المشتركة أو الخبرة الجمالية هي خبرة نافعة وجمالية في آن واحد نشرح ذلك إن نزعة ديوي الأداتية جعلته يصر على أن كل نتاج يجب أن يكون في روحه فنياً أي أن يستهدف خلق شيء ما مفيد ونافع بطريقة تقدم المتعفئان معاً وأن التمييز بين الفنون الجميلة والمفيدة ليس إلا مسألة توكيد فقط فكل إنتاج للإنتام من الأحسن أن يحقق لنا غرضاً نفعياً وإشباعاً استطيقياً لذلك يأمل ديوي يقول لك حتى في عصر الآلة وهو يتحدث عن المجتمع الصناعي بالطريقة كبيرة جداً وتطورات التي حصلت به يقول من الأحسن أن تكون المصانع أماكن جذابة ومفيدة للعمل فكل صانع هو فنان إلى حد ما يستمتع بعمله وينتج شيئاً يقدم متعة استطيقية فما يقدم خدمة نافعة التحدث مثلاً عن المعلم ويقدم خدمة نافعة للتلامير ولكن لا مانع أن يقدم محاضرته أو درسه بطريقة جمالية استطيقية يستمتع من خلالها طلبته ويقول إذا كانت نظرية الفن الإنعزالية تكرف للطبقية فإن ديوي يقول بأن أن كفة على أن تصبح الأعمال الفنية فقط من أجل إرضاء كبرياء جامعة تحف من الإغنياء بل يجب أن تكون في متناول الجميع وتثري فهم الناس في الحياة بأثرها ينبغي أن تكون الحياة جميلة إذ لا ينبغي أن نعيش في بيئات يخيم عليها البعث ولا نجد الجمال إلا في الحدائق العامة والمتاحب حيث يمكننا أن نهرب مؤقتاً من الحياة اليومية بمعنى أنه يقول أن الجمال يجب أن نجده في وسط حياتنا الاجتماعية وفي كل محيطنا ليس فقط موجود في منطقة معينة التي هي مثلاً الحديقة أو المتحف وإنما يقول أن نجعل حياتنا كلها جميلة إذ لا بد أن ننظم الحياة ويوحدها عن طريق الخيال ويجعلها متجبة وممتعة من المسلمات في فلسفة الفن عند ديوي هو اتصال الخبرة الجمالية بالحياة العامة من دون التصل بينهما لأن أساس الفن في نظره ينفع من تلك الحياة وأن فهمه مرهون بهذا الاتصال فإذا أردنا فهم الظاهرة الجمالية التي ترضي جميع الناس فيجب أن نبدأ بدراستها في شكل الخام أي كل شيء يثير اهتمام الإنسان وتستوقف بصره وسمعه من أحداث ومناظر إذن لذلك يقول أبيبا دكتورة تفضلي إذن ألخص ما أقوله إذن إن العنصر الفني في نظر جون ديوي ليس خاصا بالفنون الجميلة وحدها بل إنه يعتبر أن أي عمل يقوم به الإنسان يستحق أن يحمل سمة استطيقية وهو ما يبين أن الفن من وجهة نظر جون ديوي هو تجربة يومية وكيف الآن أن نخلق من المجتمع أفراد جماليين يحسون بالتذوق الجمالي يقول عن طريق التربية الجمالية عن طريق إدراج مادة التربية الجمالية في المدارس من خلالها نمي الذوق الجمالي للأفراد فيقول عن طريق الفن أنه بالفن يمكن أن يشكل لغة الحوار بين الشعوب وبين مختلف الأجناس والمجتمعات ويقضي على كل الثوارق والحواجه خاتمة فقط أستاذي الفضيل إن تكرمت إذن فوفق هذا المفهوم الإنساني للفن يكون الفنان استثناءا جميلا لكل أشكال القبح من حوله والفنان بحكم رسالته رجل طوري ليس بالمعنى السياسي أو الاجتماعي ولكن بالمعنى الجمالي فالفن الأصيل لا بد أن يحمل من معاني الجرأ والمخاطرة والتجديد ما قد تتعارض مع المعاني والأثاليب الفنية السائدة وأمام تصاعد التحديات التي تواجه الإنسان المعاثر أصبحنا بحاجة أكثر إلى الفن باعتبار الفنون تمثل لغة العصر التي يعبر من خلالها الإنسان عن أفكاره وأرائه وتقديم الوجه الحقيقي لحضارتي عن طريق فنه شريطة وهذا نؤكد عليه في النهاية شريطة أن يرتبط هذا الفن لمبادئ أخلاقية خدمة الإنسانية جمعاء وشكرا دامت جمالية هذا المتقى وبالتوفيق إن شاء الله شكرا أستاذ الفاضي أن أعيد لك الكلمة أخذنا من وقتك خمس دقائق إذن أبدو إطالة وقدموا الكلمة للدكتورة عواطف عاطين من جامعة الطارق فضلي دكتورة آخر متدخلة معنا في هذه الجلسة السباحية تسمعوني أستاذ عشر على عشر تسمعوني دكتور جيد إذن بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام عن أشرف المرسلين سيدة محمد علي أسكى وأطيبة تسليم تحية طيبة وجهة كل أساتدتنا الأفاضل المشاركين من الجزائر وخير الجزائر سعيدة بالمشاركة في هذا المؤتمر الدولي حول الفن رسالة للسلم وحوار الحضرات ويعني بدون إطالة سوف أشرح في تقديم نبدة مختصرة عن مداخلتي المطولة نوعا ما إذن إذا دور موضوع مداخلتي حول المقاربات السوسيولوجية المعاصرة لوظيفية الفن يطرح هذا الموضوع الانشغال السوسيولوجي المرتبط بوظيفة الفن في المجتمع على أبرز المقاربات السوسيولوجية المعاصرة اخترت نتحدث عن مقاربة بيار بورديو مقاربة نيكلاس لومان كارل مانكس وبيكر إذن بالنسبة للفن فهو ظاهرة اجتماعية ظهرت مع ظهور النسان منذ ما يزيد عن أربعين ألف سنة كمظهرة في صنوفه المختلفة التي ظهرت كأول يعني أول ما ظهرها كان في الرسم والنقوش والناحة التي عطر عليها منذ آلاف السنين داخل الكهوفي والجدران في جنوب إفريقيا وكذلك أوروبا وأستراليا طبعا الفن إذن قديم ارتبط بوجود الإنسان أو ظهور الإنسان عن هذه البسيطة فحسب علماء الأنتروبولوجيا أن يقبل من نروح إلى علماء الاجتماع نود أن نقدم بعض المقاربات المختلفة لفهم وتفسير الفن فحسب علماء الأنتروبولوجيا والتاريخ تعد الفنون أول مصادر المعرفة الإنسانية ما قبل ظهور الكتابة يعني قبل أن تظهر الكتابة ويؤرخها للحياة الاجتماعية فقد كانت الرسوم والنقوش التي عطر عليها في السقور والكهوف في تلك الفترة المتقادمة من الزمن كانت أول مصادر المعرفة الإنسانية التي اعتماد لها خاصة المؤرخون وكذلك علماء الأنتروبولوجيا فهم الأنماط البدائية الأولى للإنسان فيما اهتم علماء النفس بالفن من خلال إسهامات رواد مدرسة التحليل النفسي وعلى رأسهم سيغموند فرويد وكذلك كارليون وبين كلاهما ورغم اختلاف المقاربة مقاربة كل منهما أنه إضافة إلى الوظيفة التعبيرية للفن طبعا نحن نعرف أن الفن دوره يعني وظيفته الأساسية هي تعبيرية لأن الإنسان أو الجماعة تعبر من خلال الفنون على ما يختلج في حياة في أنفسهم يعبر الفنان طبعا أو إنسان البدائي يعني باش نقول مش الفنان بالمفهوم والحديد الإنسان البدائي استخدم الفن لأغراض تعبيرية خاصة سواء كانت تقصية سواء كانت مرتبطة بحالات نفسية يعني دائما يربط علماء النفس وظيفة الفن بالتعبير فإن كذلك الفن وظيفة بين علماء التحليل النفسي أن الفن كذلك وظيفة علاجية إلى جانب التعبيرية التي ارتبطت به حيث يمكن التعبير عن موضوعات المكبوتة والمخزنة داخل اللاشعور عن طريق الرسم كما أظهرت الدراسات السيكولوجية المتقدمة أهمية الفن العفو بالنسبة للفرد من خلال التأكيد على الوظيفة ذاتها هذا بالإضافة إلى الوظيفة الترويحية التي يختص بها التعمل مثلاً للموسيقى وبخاصة الهادئة منها على تهدئة أعصاب الفرد والتخفيف من حدة الضغوط سواء كانت هذه الضغوط عائلية أو مهنية أو غيرها والتي تنتابه طوال النهار أو فترة التي تؤثر على مزاجه طبعاً فلاسفة الجمال كذلك ورغم اختلاف مواقفهم ورؤاهم فإن وظيفة الفن حسبهم تكمن في قدرتها على التعبير عن الجمال طالما أنه يخاطب الإحساس أو ما نعبر عنه باللدة والمتعة والحواس تبع لأن الحواس تتأثر بالمتعة واللدة التي يبعثها الجمال أو الفن الجميل في النفوس إذ هو علاقة بين المادي والحسي فالجمال يمكن أن يستشعر من خلال أعمال فنية جميلة التي تسوي بالروح والفكر بعيداً عن النفعية والربح المادي إلا أنها على مدى التاريخ قد اقترنت كذلك بنظريات المعرفة والأخمار طبعاً روح مباشرة إلى المقاربة السوسيولوجية المقاربة السوسيولوجية في الحقيقة تختلف عن كل هذه المقاربات يعني فلسفية النفسية وكذلك الأنترقولوجية لماذا؟ لأن المقاربة السوسيولوجية تتجاوز العلاقة الثنائية بين الفنان والعمل الفني لأن الفنان هنا يربطه علماء الاجتماع ببيئته الاجتماعية التي تؤثر في إنتاج العمل الفني فالعمل الفني بهذا المنظور منظور السوسيولوجي ليس وليد جهود سوف تتجاوز العلاقة الثنائية سوف تتجاوز العلاق العمل الفنية لا يتم بشكل فردي وإنما يساهم المجتمع بظروفه التي تحيط بها البيئة الاجتماعية يساهم في إنتاج العمل الفني فهناك علاقة بين الفن والمجتمع وليس العلاقة تكون مقتصرة فقط بين العمل الفني والفنان ولكن قبل الخوض في المنظور السوسيولوجي في الفن فإنني أجد من الضروري جدا أن نقدم أولاً سوسيولوجيا الفن ماذا نقصد بسوسيولوجيا الفن أو علم اجتماع الفن؟ علم اجتماع الفن هو فرع حديث النشأة من فروع علم الاجتماع ظهر في أوائل السبعينات من القرن العشرين حيث اهتم عن عديد من رواد الظاهرة من رواد الفلاسفة الجمال والمؤرخين الذين كان لهم انشغال أو اهتمام بدراسة الظاهرة الفنية بدراسة هذه الموضوع اهتم لأنه لماذا تكلمت عنه في الفلاسفة هنا ومؤرخي التاريخ ومؤرخي الفن لأنه علم اجتماع الفن تأسس على إرهاصات هؤلاء ولم يتأسس على إرهاصات علماء الاجتماع طبعاً علماء الاجتماع هنا كان دورهم لاحقاً فيما بعد بعد أن بدأ الانشغال يتزايد والموضوعات تتزايد حول دراسة الظاهرة الفنية باعتبارها ظاهرة اجتماعية طالما أن الفن هو منتج اجتماعي بالأساس أو هو اجتماعي بامتياز كذلك إذن اهتم العديد من رواد دراسة الموضوعات الظاهرة الفنية من علماء الاجتماع اللاحقين بدراسة الفن بدءاً من التحليلات المحدودة للنطاق مكو ليفل مثل كيف ينتج ويمارس الفنانون إبداعاتهم الفنية وصولاً إلى التحليلات الكبرى واسعة النطاق مكو ليفل كالتفكير في مكانة الفن في البناء العام للمجتمعات الحديثة يعتبر علماء الاجتماع أن علاقة الفن بالمجتمع هي علاقة الجزء بالكل فالفن هو نشاط يقوم به الأفراد الذين هم جزء من المجتمع موجودون فيه ويتفاعلون مع جماعاتهم وبئاتهم الاجتماعية ويجسدون تفاعلاتهم واهتماماتهم من خلال الفن التي تعبروا عن احتياجاتهم وتقافة مجتمعاتهم لهذا اعتبر العفو علماء الاجتماع أن للفن وظائف اجتماعية والتصالية وبالتالي التفاعلية كونه وسيلة للتواصل والتصال الاجتماعي مع الآخرين أكثر من كونه وسيلة أو ربما أداة الترويح والتعبير عن ما يختلج النفس الإنسانية الفحز ومن ثم يعرف علم الاجتماع الفن في معجنة يعرف علم الاجتماع الفن على سوشيولوجي دولار كيف تعرف في معجنة مصالحات علوم الاجتماعية هي ذلك العلم الذي يهتم بتعريف وتصنيف وتبسير الأعمال الفنية والفنيين من حيث أطرهم على المجتمع ومن حيث أطر المجتمع عليهم تفاعل بين المجتمع والفنان والمجتمع يعني كينا علاقة تفاعلية تبادلية بين الطرفين طبعاً أنا راح أروح مباشرة إلى نشأة سوشيولوجيا الفن طبعاً نشأة سوشيولوجيا الفن راح ألخصها فقط نشأة سوشيولوجيا الفن ورغم طبيعة الموضوعات التي تدوسها خارج الحاق الأسوسيولوجي وذلك من خلال إرهاصات علماء الجمال ومؤرخي الفن ومحاولاتهم الجدة في إبراز العلاقة بين الفن والمجتمع متجاوزين بذلك الجماليات التقليدية التي تركز على تنائية فنانين وأعمال فنين في حين لم يولوا مؤسس علم اجتماع بشكل عام سوى حيز هامشي لموضوع الفن يعني علماء الاجتماع في البداية لم يكونوا مهتمين بالظاهرة الفنية ولكن على العكس من ذلك كان المؤرخون علماء الجمال هم أكثر الذين اهتموا بظاهرة الفن وارتباطها بالمجتمع وعليه وبتراكم المادة النظرية حول الموضوع حول العديد من علماء الاجتماع أو حول اهتمامهم إلى المسائل المرتبطة بالجوانب الفنية وبذلك اكتسب هذا الميدان العلمي تسميته من خلال الموضوعات التي يعالجها لا من حيث انتمائه المؤسسات إلى علم اجتماع العام يعني هو مؤسستيا علم اجتماع الفن لم يكن أصيل أو فرع أصيل من علم الاجتماع وإذا ما انتسب إليه مؤسستيا من خلال الإرهاصات التي قدمها علماء الجمال وكذلك مؤرخوا الفن الأوائل واهتمامهم طبعاً بدراسة العلاقة بين الفن والمجتمع وبالتالي تحرك بعد علماء الاجتماع المعاصرين لدراسة الفن باعتباره ظاهرة اجتماعية إذن أنا أعتقد أنه أو أنتكلموا عن المفهوم الصيصيوروجي الآن للفن طبعاً قدمت منذ قليل مفهومات مختلفة لمنظورات معرفية كالانترخولوجيا الفلسفة علم النفس ولكن هناك مفهوم خاص بعلم الاجتماع تم تصياغته على أيدي علماء الاجتماع المعاصرين خاصة والذين اهتموا بظاهرة الفن كظاهرة اجتماعية فنجد من الضروري أن نتكلم على الفن من خلال علماء الاجتماع في الحقيقة علماء الاجتماع أولاً يرون أن الفن هو ظاهرة اجتماعية بامتياز ينتجها أفراد لديهم زيادة عن الموهبات الاعتراف المؤسسات بهم بمعنى هناك مؤسسات فنية تحكم على الممارس للأعمال الفنية أو المنتج للأعمال الفنية بأنه فنان يكتسب الفنان شرعيته من المؤسسات الفنية التي تعترف بكونه فناناً فإذن الفنان لا يكفي أن يكون موهوب وإنما لازم تعترف به المؤسسات الفنية التي تنتمي إلى عالم الفن أو الحقل الفني هناك كذلك قصوصية للفن بالنسبة لأولماء الاجتماع أن الفن يختلف عن الصنعة طبعاً هناك صناعات تقليدية مثلاً صناعة الزرابي صناعة الخزف فهذه بالنسبة لعلمات اجتماع عبارة عن صناعات تقليدية وليس الفن لماذا؟ لأنها نفعية أولاً لأن الغرض من إنتاجها يكون ربحي مادي أما الفنون فهي أسمى من هذا الفنون على أن تكون قطع منفردة يعني تنتج لغرض الجمال لا تنتج للمنفعة لما نصنع مثلاً تحفى أتارية أو تحفى فنية معينة تمتال أو مباما منحوطة معينة يكون الغرض منها جمالي لذلك الغرض هنا يلعب دور كبير في التمييز بين الصنعة التقليدية وكذلك الفن فمثلاً دان مشكك في لوحة موناليزا ليوناردو دافينشي في أنها صنعة تقليدية مثلاً الصنعة التقليدية يقول علماء الاجتماع أنها ربما تكون نسخاً لسلع أخرى ربما تكون تنتج بكثرة أما المنتج الفني فلا ينتج بكثرة ويكون مكون الأساسي في المنتج الفني رفيع المادة تكون رفيعاً سيد دعواتف دقيقة سيد دعواتف دقيقة شكراً نواصل؟ ألخص ألخص نعم سوف أذهب مباشراً إلى المقاربات العفو لي أنني أطل طبعاً لدينا المقاربات هنا نروح إلى مقاربات مباشرة هورد بيكر تعد مقاربات هورد بيكر حول عالم الفن مرجعاً مهماً لعدد من علماء اجتماع الثقافة الأمريكيين الحديثيين المهتمين بالعلاقات الاجتماعية طبعاً باختصار هورد بيكر في الحقيقة وضمن كتابه عوانم الفن ألخص وورد الذي نشره عام 1982 أن الفن في نظر بيكر ما هو؟ الفن ما هو إلا مبتدعات بارزة لأفراد دول رؤى يتمظهر في أشكال الممارسات المرشدة من الأعمال من الأعراف الاجتماعية وعنيه فالأعمال الفنية هي منتوجات نشاط تعاوني بين شبكات من المتفاعلين إذن هنا الأعمال الفنية ليست منتجاً فردياً هذا ما أراد بيكر أن يعرفه أو يحدده بمعنى أنه فيه شبكة من التفاعلات بين أطراف كثيرة منها أمناء المتاحف مثلاً وأمناء معبر عنه بوسط الفن الأمناء على المتاحف المعارض قاعة العرض بشكل عام الجمهور المطالقة كل هؤلاء يصنعون الفن إضافة إلى الفنان وبالتالي هؤلاء شبكة من التفاعلات تساهم في إنتاج العمل الفن طبعاً أنا باش من نطولش الروح مباشرةً إلى مقاربة كذلك بياغ بورديو إن تحليل أعمال التقافية أو الفنية حسب بياغ بورديو تتخذ موضوعاً بإقامة العلاقات بين بنيتين متماثلتين يعني بورديو يركز على الأعمال الفنية كبنية مثل النوع الشكل الأسلوب الموضوع وكذلك بنية الحقل سواء كان أدب الفن العلم القانون كحقل للقوار بمعنى أنه طبعاً تعلمونا بالدقيقة فقط دقيقة أساني طبعاً المقاربة التي رح نخصها يعني رح نحاول نسرع مقاربة بياغ بورديو تدور حول نقطة ركزية أنه الحقل الفني كما يصالح هو على العكس يقول أنه كل مؤسسات الفن والعلاقات التي تنتجها هي تشكل عالم الفن يقول عالم الفن بالنسبة لي بياغ بورديو يتكلم عن الحقل الفني الحقل الفني يضم إذن فئتين بالنسبة إليه هذه الفئتين دائماً وفي كل الحقول هناك فئتين متصارعتين تتصارح من أجل مالا تتصارح من أجل امتلاك الرسميل المختلفة أو الرسميل التي تتحدد في الرأسمان الفني الرأسمان الفني أيضاً الشهادات الجوائز كل ما يمكن أن يكتسبه الفنان في مجاله الفني طبعاً الفئتين المتصارعتين هم الفئة الأولى فئة الأسماء المكرسة أو القدامة من الفنانين الذين يحاولون دائماً أن يهيمنوا في الحقل في الحقل الفني الفئة الثانية هي الفئة نقول الفنانين الجدد الذين لا يحضون بمكانة الفنانين المعروفين بالأسماء المكرسة القدامة يحاول الأسماء المكرسة دائماً أن يحتلوا الصدارة أن يكونوا مهيمنين في الحقل باستبعاد أو باستخدام استراتيجيات لاستبعاد الفئة الأخرى الفئة الجديدة طبعاً إذن هو هنا مجال للصراعات وفي ذات الوقت هو مجال التمايزات الاجتماعية لأنه في طبقات اجتماعية راقية كما تعلمون وطبقات اجتماعية دنيا الطبقات الاجتماعية الراقية هي الطبقات المهيمنة في المجتمع وبالتالي فهي تفرد دوقها على الطبقات الدنيا أعطينا خاتمة معليش خاتمة معليش الروح للخلاصة القول أنه المقاربة السوسيولوجية وإن كانت تعترف بالعلاقة بين الفنان والمجتمع إلا أنها تختلف فالبعض يرى أن الفن وظيفته هو التمييزات الاجتماعية كما هو الحال بالنسبة لبيار بوردو الفن هو تفاعلي كما هو حال المقاربة على دبيكور الفن هو التواصل والتصال دور الاتصال داخل البناء الاجتماعي كما هو الحال عدى نيكلاس لهمان وهو وظيفته التعبير عن الإديولوجيا والطبقات الكادحة بنسبة لكارل ماركس وهو تعبير عن الإديولوجيا الموجودة في المجتمع معدرة لأنني أطلت وأحيل الكلمة لكم وشكراً جزيلاً لرحابة صدركم وكرم أخلاقكم لأنني طولت وأخذت من وقت زملائي الأفاضل السلام عليكم شكراً لكل من تدخل هذه الصبيحة وأعطى مجموعة من الأفكار حول الفن رسالة للحوار والتسامح إذن بدون إطالة أعتقد أننا نمر إلى الجلسة السادسة لأن الوقت من المفروض أن الجلسة تبدأ على الساعة 11 مع الأستاذ عباس الشترف الذي سيدير الجلسة بعد ذلك تكون المناقشة لجميع المتدخلين الجلسة الصباحية والجلسة السادسة شكراً للمشاركين شكراً للمشاهدة أرحب بسدر الحضور لمواصلة فعالية هذا الملتقى الدولي الذي جاء في ظروف تعلمونها جميعاً وطبعاً هو تحدي بالنسبة للبروفيسور إبراهيم أحمد وهو قدر التحدي يشرفني أن أستضيف المتدخلين في هذه الجلسة كل من الدكتور بناصر الحاجة من جامعة تيارت بمداخلة الفن حاضناً للرفض ومفككاً للحضارة القمعية مدرسة فرانكفورت نموذجاً الدكتور مصطفى بوجدال جامعة مستغاني نتمنى أن نكون قلتها قراءة صحيحة الدكتور حملوي مهتور من جامعة سكيكدا الفن ودوره في تحقيق النهضة عند محمد عبدو الدكتور دلال سرلو من جامعة مستغاني R as a revolution and revolution as an art نتمنى أن نكون قرأته قراءة سليمة الدكتورة بالخير خديجة من جامعة تيارت مداخلة بعنوان السب مع الصوفي ودوره في تعزيز قيم التسامح والتعايج الدكتور بالحضر بولوفا من جامعة مستغاني في البعد السوسيولوجي لفن العمارة الإسلامي الدكتور جعفر يايوش جامعة مستغاني دور الأدب والأدباء في نشر قيم التسامح والتعايج السلمي الدكتورة حكيمة قصيد من المغرب الشقيق تطور الفكة الاقتصادية للفن لتالي بعد ذلك مناقشها للمداخلات نتمنى أن يكون الأستيذة حاضرين معنا نبدأ بالدكتورة بالناصر الحاجة هل هي إذن غير موجودة ننتقل إلى الدكتور مصطفى بوجلان دكتور مصطفى بوجلان هل تسمعوني يا دكتور أسمعك أسمعك السلام عليكم لقد طلعت من الأستاذ إبراهيم أن يضع الديابوغاما هل ممكن هي بصد التحذير أبدأ في حين إتمام الأمر هذا شكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشرف المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام في البداية أود أن أشكر كل الطاقم الذي صهر على تنظيم الملتقى الدول المعنون الفن رسالة للحوار والتسامح لقد عنوانت مداخلتي الفن المعاصر وتطوير المشاركة المدنية وهي في الحقيقة هي عبارة عن محاولة لتصلية الضوء على أهمية الفن المعاصر في تعزيز القيم التي يمكن أن نأخذ بها في تطوير المشاركة المدنية لدى الأفراد وقد اشتركوا في الدول المعاصر ولكن أشكروا كل نوع من المعاصر وقد أشكروا أيضا أشكركم موسيقى في هذا التصوير الرئيسي والأفضل تقوم المزيد على المستقبل في hookedستيص نفسي وأن القتيل'm والتفكت نظرًا لتحضل مukanفل الرئيسي التي يت試ه النظر لذلك تقدم في منافسي في التعقل الوضع لحث وظيفة بشكل كاملات، وما تتقلل بى المشروعات الأسئلة، منتجل مع التحتانيات، في تلك التعامل، ومن تتكولي شخص المحلات، حتى التعامل، وعلى شخص المحلات، ومعنى الآن، ومعنى الأحاول، ومعنى الأحاول، ومعنى الأحاول العديد مع المحلات، to Alexei Civic Engagement. موسيقى Alright, to cover my topic I have opted for the following outline which comprises an introduction, a body and a conclusion. As far as the first part is concerned, I'll be talking about certain understandings of art, and then I'll move on into a comparison between modern arts and contemporary art. The following section will shed light on the importance of contemporary art in developing civic engagement. And then I'll, let's say, focus on the significance of art for the civic engagement. Then I'll describe, let's say, artistic education. After that, I will go to the gist of my presentation and I will, let's say, draw a link between introspection and contemporary art, as well as, let's say, civic engagement. And then I'll draw the same, let's say, comparison. However, I'll shed light on visual arts and global awareness. And at the end, in the conclusion, I will be given certain insights that can promote civic engagement in, let's say, education. When it comes to the understandings of art, two main understandings have to be taken into consideration. Well, the first understanding is that art is a communicative phenomenon, helping persons to understand various aspects of the word, which would otherwise remain beyond their reach. It is a key and crucial human and social activity. So from right from reading this understanding, it becomes very clear that art is a communicative activity and it enables us to understand the word. But most importantly, it enables us to understand the word deeply. However, the second understanding focuses on the social aspect of art and it goes as follows. Art is social practices. Artists use their work to express their relationship to themselves, to others and to the world they live in. And here as well, we can see the focus on the social aspect of art because it enables the author to see the word and the readers who see the word across the authors. When it comes to modernist art or the modern arts. So the main, the most important, let's say, feature of modernist art is that it focuses on the one dimension of art. It refuses any social aspect of art and most of the presentations of modern art used to take place in museums and galleries. So, please. So, yeah. Yeah, right. So, yeah. All right. Yeah. So, while the modernist arts focus on the single meanings. Let's say contemporary art or the postmodern art focus on the, the end of single meanings and solitary truths, raising awareness that cultural groups and individuals in them hold different beliefs, practices, different size and makes different size of art. So basically the postmodern art or the contemporary art focus on the, let's say, the difference of size, traditions and what have you. So contemporary art focus on liberating itself from ideal ideological constraints. Artists believe themselves to be geniuses, creators, inventors, and they sought what we call the new and the original. Contemporary art, not yet. All right. Yeah. Contemporary art focus on the plurality of ideas, materials, and media. It's believed in heterogeneity and instead of focusing on the exhibition of art in, let's say, museums and galleries. It enables the artists to exhibit their works in public spaces such as shopping malls. All right. So when we talk about the rapport between contemporary art and civic engagement, we can focus on the goals of civic engagement first. Civic engagement, let's say, aims at different goals. The first or the most important ones are the following ones. So it enables or it aims to support responsibilities of the citizens. It supports the human rights and it, let's say, enables the appropriate understanding of patriotism. Contemporary art, it is important to focus on the fact that in the past it used to be autonomous as a single field. However, in contemporary era, let's say, art has become, let's say, interwind with wider political, cultural, and social context. And by this way, it offers diverse views, thus setting an example of tolerance, respect, and critical thinking. And most importantly, contemporary art prevents the restriction of civic education to development of casual knowledge of a societal and political life. All right. So what are the aims of artistic education? What should we, let's say, implement artistic education in our educational systems? Because there are many advantages of doing so. Well, among the advantages, I focus on the fact that it fosters citizen engagement that is collaborative and reciprocal. It stimulates a person into searching for what is suitable in a given situation. And most importantly, it enables people to critically reflect what is cultural traditions of Sudan. It shows people the limits of their own tradition and the variety of traditions in the world. And most importantly, it liberates the curriculum from the effects of the global knowledge economy. Dr. Yeah, what is introspection? All right, I repeat, so if you ask me how can we draw a line between developing civic, let's say, engagement and, let's say, contemporary art, I would say we can focus on introspection. What is introspection? Introspection is the ability to be conscious of one's own perceptions and feelings or more difficult mental processes and observe them from a distance means you to touch yourself from your feelings and your ideas. All right. The link between education or art education and civic education can be fomented and can be supported by the fact that contemporary art support these self reflection processes and self identification. mechanisms of these citizens. All right. Contemporary art following the same idea, which is that contemporary art, let's say, supports, let's say, civic engagement. It helps the person to reevaluate and to reflect on their relations, values, expectations and even confrontation with its prejudice. All right. So most importantly, contemporary art develops what we call an aesthetic sensitivity. And this allows what we call the social responsibility development by the citizens. All right. So all right. So to illustrate the point of how introspection, let's say, enables the person to develop what we call a civic engagement. I brought to you what we call illustration by using what we call arrival. And arrival is a theatrical performance conducted in New Zealand. So the arrival as a story or as theatrical performance is about a person or a man who lives homeland and family searching for for better work and better life. So the narrative pays homage to every migrant refugee and displaced person. The story of this theatrical performance voices the diversity and hope of migrants and also the strangest of first intercultural encounters. Though the man, when he, let's say, goes to another country, he comes across strange buildings, bizarre creatures, strange customs and and decipherable, let's say, languages. So he met migrants from different walks of life and systematically was shocked by the cultures and the different norms he was not accustomed to. But most importantly, this theatrical performance is not only about stress and displacement. On the contrary, it is about intercultural dialogue and hope. And here it implements the qualities of civic engagement via the contemporary art. All right. So the second aspect of the link between, let's say, contemporary art and civic engagement is done by means of raising global awareness. Global awareness means to be aware of what happens in the world around you. So the role in of art in the advancement of intercultural dialogue appears in visual art, particularly photography. So we can take photography as a means to develop civic engagement via visual arts. According to James Natchway is a scholar, he believes that photographers are witnesses and their pictures are testimony. on a I quote him, he says, our work is aimed at our readers best instinct, generosity, compassion, sense of right and wrong, a sense of identification with others on the human level across cultures beyond the borders of nationality. And perhaps, let's say, I cannot see the slides. All right. All right. Yeah. All right. So I quote him. I move on to quoting him. He says that I'm sorry. Can you go back? Please, can you go back? Can you can enter? So he believes that our work is aimed at our readers best instinct, generosity, compassion, a sense of right or wrong, a sense of identification with others on a human level across cultures beyond the borders of nationalities. It means geography allows a person to go beyond the nation, beyond the culture he lives in. And perhaps most importantly, the refusal to accept, except it challenges what is natural in the society. We question the powerful. We hold decision makers accountable. It criticizes politics. The chain we help forge links the people we encounter in the field of two millions, to the mind and sense of it means it connects people from different cultures. Can you move on, please? All right. There is an illustration here which showcases the importance of photography. It is taken from exhibition in Dubai in a gallery about international photography award. It was about documenting the living conditions of refugees and everyday struggles. Philip, who had attended this exhibition, commented on the importance of the, let's say, visual art or the photography which took place in the exhibition. He says, I quote, in the current context of the worsening situation of the asylum in Europe and worsening conditions for asylum seekers and the refugees. The exhibition is reminding us that 60 million people are uprooted around the world and many of the basic needs are not covered. It means this exhibition does not only talk about the photography but it reflects the situation or the status quo of all the refugees around the world, 60 million refugees. We hope that the exhibition will invite visitors to reflect on the situation of refugees. It means this photography is going to enable the visitors from different specialties and walks of life to reflect when they go home about the refugees around them they come across. And to create awareness, empathy and actions of solidarity. So we hope that this exhibition of art will enable the visitors to act around them in their societies. All right. Yeah, so I'll come up to the conclusion, which is a kind of certain guidelines that if we take into account, we can promote civic engagement via art. The first idea is that our education and citizenship education can and should cooperate in order to educate responsible citizen participation in responsible ways in life. Schools and universities need to increase civic education by implementing implementing sorry policies that promote art as a way to engage students with civic issues. And most importantly, arts basic or arts arts based civic engagement courses should teach skills for working with community members assist with problem solving. The last one is that creative and critical skills need to connect the arts to the community a person lives in. Well, thank you so much. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا دكتور مصطفى. مداخلة مهمة فقط لو تعطينا التلخيص بالعربية. شكرا جزيلا. لا يوجد مشكلة. أو باللغة الفرنسية. لا يوجد مشكلة. شكرا. المداخلة هي عبارة عن محاولة لربط العلاقة بين الفن المعاصر والمشاركة المدنية. أعني كيف يمكن أن ندرس الفن المعاصر في المدارس والجامعات ونستطمر الصفات التي تنبتق من الفن المعاصر ونطبقها على تنمية المشاركة المدنية بصفة عام. شكرا دكتور مصطفى. إذن نلتقل إلى دكتور حملاوي مهتور. هل هو معنا؟ دكتور حملاوي مهتور من جامعات سكيكدا. نعم أنا هنا هل تسمعوني أستاذ؟ أسمعك جيدا. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد. سيدي رئيس الجنسة الأساتذة الأفاضل الأستاذات الفضليات السلام عليكم. يسروني بداية أن أتقدم بجزيد الشكر إلى جامعة مستغالم ومحبر حوار الحضارات، التنوع الثقاثي وفلسفة السلم، وكل القائمين على إدارة أعمال هذا الملتقى، وعلى أسهم الأستاذ الدكتور إباهي الأحمد الذي تكرم علينا بالدعوة للمشاركة عن بعد في أشغال الملتقى الدولي الموصوم بالفن رسالة للحوار والتتامح، والشكر موصول أيضا لكل الأساتذ المشاركين في هذا الملتقى. شكرا دكتور. أما بشأن داخلتي التي تحمل عنوان الفن ودوره في تحقيق النهضة عند محمد عبدو، فهي تتمحور حول الفن الذي يحمل معنا التزيين والمهارة، وهو يشير إلى جملة الوسائل التي يستعملها الإنسان بإطارة الصعوب الجمال، كالتصوير والنحي والنقش والعمارة والشعر والموسيقى وغيرها، وهو يعتبر من أهم المواضيع وأدقها وأعمقها وأشملها وأوتقها صلة بحالة الإنسان النفسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وهو أيضا من المواضيع الشائكة والحساسة والمثيرة للجدل نظرا لارتباطه بالدين، وهذا الأخير هو بمثلة المكون الأول في بناء حضارات الأمم في نظر محمد عبدو، ولذلك فهو يرى بأن كل محاولة إصلاحية لا يكون الدين أساسها ومنطلقها سيكون مآلها الفشل، وإذا كان محمد عبدو قد يهتم بالفن إيمانا منه بأن الاشتغاث بالفنون هو جزء من التمدل، وبأن الفن غنصر هام لتحقيق النهضة والنهضة التي تحمل مع النهوض والقيام والتهيئة لتعلي شيء ما، جاءت في أوروبا كثورة على الدين استخدمة سلاح التنوير العقلي، معلنة القطيعة مع التنيسة وممارساتها، تلك التي أغرقت أوروبا في مستنقع الظلام لوقت طويل، وإذا كان محمد عبدو قد استهر كمصلح ديني ومجدد بالدرجة الأولى، فما هي نظرته إلى الفن؟ وما هو دور الفن في تحقيق النهضة عنده؟ وما هو موقف الإسلام كما فهمه محمد عبدو من الفن؟ وهذان هما السؤالان لذاني سأحرص على الإجابة عنهما من خلال مذاقرة هذه، فأقول، لقد اقتنع الكثير من المفكرين والمصلحين بضرورة الحديث في الفن، نظرا لدوره البارس والمحور في النهضة الأوروبية، هذه الأخيرة التي يرى بعض الفلسفة والمؤلخين أن الإنسانية لم تعرف وأخطر منها، تفضل الدكتور حدثاً أهم وأخطر منها، ذلك أن أفكار هذه الأخيرة قد أدت إلى نتائج اجتماعية وثقافية وعلمية وثقافية مهمة، أسهدت بشكل فعال في تطوير المجتمع الأوروبي أولاً والحضار الإنسانية ثانياً، وإذا نتحدث عن النهضة في العام التاسع عشر، والفكر العربي بمختلفة اتجاهاته وثياراته يعيش مشكلة النهضة، أو هو بالأحرى يبحث عن مشروع للنهضة، وتجد الإشارة هنا إلى أن كلمة نهضة لمن المصطلحات الجديدة في اللغة العربية، وهي تحمل مضمون الكلمة الفرنسية رونيسانس، التي تعني لغوياً للهات الجديدة، وهو المصطلح الذي لم يظهر في اللغة الفرنسية إلا ما بداية القرن التاسع عشر، وإذا كانت النهضة الأوروبية ارتبطت بنموذج واقعي معروف تماماً مارثة، فإنها في الذكر العربي، الحديث والمعاشر لا تشير إلى واقع قد تحقق، بل إلى مشروع للمستقبل، يطرح على صعيد الذهن والوجدان كبديل على الحاضر، ومن هنا كان التفكير في النهضة بحثاً عن مشروع وتفكيراً في نموذج، وفي هذا السياق آمن محمد عبدو باستحالة الاستغنال، فماءته بدور الفن في حفظ العلم وبناء الحضار، فنهضة الشعوب لنظر محمد عبدو ترتبط بالعلم، ولم تظهر الحضارات في التاريخ البشري إلا عندما أصبح الإنسان قادراً على اكتساب العلوم والمعارف والاستفادة منها في نفع نفسه وغيره، ولم تتطور الحضارات إلا بتطور العلوم، ولم تتدهر إلا بتوقفها أو تراجعها، فالعلم ضر حضاري، والفن للمنظور محمد عبدو طبعاً، هو وسيلة من وسائل العلم، وله دوره البارج في حفظ الآثار، وحفظ الآثار هو حفظ للعلم، وحفظ لمآثر المجتمع الإنساني من الضاياة، والفن من منظور محمد عبدو، يدفع الإنسان إلى الإبداع، وهو وسيلة لتعليق تجربة الإنسان الحضارية في مختلف مجالاتها، ويكمن دور الفن في ترقية المشاعر، وتهديد الأرواح، والتسامي بالحس، وإعطاء معنى للحياة، فالفن ضرورة للحياة الروحية ولتاج لها، وإذا سمى الإنسان بروحه، أمكنه أن يحب نفسه، وإذا ما أحب نفسه، كان محباً لغيره، حارصاً على تحقيق مصالحهم، وبذلك تتحقق فائدة المجتمع، ونهضته، وإذا كان الفن على هذه الدرجة من الأهمية، فهل هناك ما يبرر مشروعية الاشتغال به من اللاحية الشرعية، كما يقول محمد عبدو، فما هو موقف الإسلام من الفن، كما فهمه محمد عبدو، الحقيقة أنه على الرغم، من الدور الهام والمحول، الذي لعبه الفن في المجتمع، فإن بابه رصماً كان، أو نحتاً، من علماء الدين عن طرقه وفتحه، بحجة أن الفن يجس من عمل الشيطان، وبأنه حرام، وأن على المسلم اجتنابه، على أن هذا التحرير طبعاً، لم ينع المسلمين في الأنبلوس، من أن يبدعوا، ويبرعوا في فن النحط، وينجزوا وحدات فنية رائعة، كترة التي تظهر في ثماتين السباء في القصر الحمراء، بغرنط، وقد جاء محمد عبدو، بموقف جديد، يخالف الموقف الرافض الفن، فهو ينظر إليه نظرة براجماطية محظة، يراعي فيها الفائدة التي يحققها الفن للمجتمع، والله، قلت ويقدم لأن محمد عبدو، من خلال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يقول فيه، إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون، والذي ما زال مروي في معناه حاجزاً بين علماء الإسلام، وبين إجازة النحط والرسم والتصوير إسلامياً، وتتمين دور الفن، ومباركته والاعتراف بفضله، في تطوير الحياة الاجتماعية للمسلمين وترقيتها، يقدم لنا هذا الحديث، يقدم لنا صورة من صور الإجتهاد والتجديد في ميزان الفن، فهو يرى أن الحديث قد جاء في أيام الوطنية، وأن الصور قد كانت تتخذ في ذلك الأهل بسببين، الأول اللهو، والثاني التبرق بمثال من ترسم صورته من الصالحين، والأول مما يبغضه الدين، والثاني لما جاء الإسلام لنحوه، والمصور في الحالتين شاغل عن الله، أو مماهد للإشراك به، فإذا زاد هذان العارضان، وقصدت الفائدة، كانت تصوير الأشخاص بمثابة تصوير النبات والشجر في المصنوعات، وقد صنع ذلك في حواش المصاحف، وأوائل السور، ولم يمنعه أحد من العلماء، والشريعة الإسلامية، في نظر محمد عبدو، لا يمكن أن تحرم الفن، لأنه وسيل من أفضل وسائل العلم، طالما أنه لا خطر فيها على الدين، والدين والعلم فيها محمد عبدو، هما صديقان حميمان، لا مجلل القول بتعارضهما، أو تفضيمهما، وأن لكل منهما، وظيفته التي يؤديها، دون أن تتعارض مع الأخر، وهما حاجتان، ضروريتان من حاجة البشر، ولا يمكن لإحداهما، أن تقسي الأخرى، أو تلغيها، أو تغني عنها، ولذلك فقد كان محمد عبدو، حرصاً على أن يكون أنصار التجديد، الدين الذي يتبنىه ويدعو إليه، من دعاة وأنصار العلم والمدنية، ومن دعاة التمسك بالأصل أيضاً، وهذا حرصاً منه على تجديد روح الأمة الإسلامية، برؤية عقلانية، مستنيرة، هادفة، وطموحة، تحرص على إظهار الإسلام، في صورة الدين الكوني، والشمولي، والعصري، الذي يستوعب قضايا الكون، وحقائقه بأسرها، وبذلك يتم ربط الإنسان المسلم بالحضارة الحديثة، ليواكب تطوراتها، ويستفيد من منجزاتها، وعلومها، مع محافظته على عقيدتها، إن نظرة المسلمين إلى الإسلام، في نظر محمد عبدو، يجب أن تتجدد، لأن الإسلام لم، ولن يكون دين جمود، فالإسلام هو دين التجديد، ودين الحضارة، والانفتاح، وتحريم الفن، في نظر محمد عبدو، يعني تقديم صورة متخلفة، وسيئة عن الإسلام، وهي بعيدة عنه لأن الدين الإسلامي، يحرم ما يحرم في ذاته، مثل الكذب، السرقة، والقتل، وغيرها، أما الضرورات التاريخية، التي استدعت الإبتعاد، عن بعض الفنون، حماية الإسلامية، فقد انتهت، وبالتالي، جال سبب التحريم، إن التحريم المسلمين، للفن، في نظر محمد عبدو، ينفوت عليهم فورة، لذهاب خشية عبادة شخصها، واحد بالتاريخ البشري، فهي مجال هام، وحيوي من مجالات الذاكرة، الفكرية، والتاريخ للأمة، والذي يمكننا قوله، هو أنه رسالة فرضوية، واجتماعية، وثقافية، وحاجة جمالية، وقد كان ومازال أقدر شيء للتعبير، عن وجود الإنسان، وحضارته، فالفن رسالة للحاضر، والمستقبل، كما كنا عليه، عما كنا عليه، عفواً، من تطور ورقي، أو من تخلف وجمود فكري، والفن الذي يعنيه محمد عبدو، ويدافع عن مشروعية الاشتغال عنه، أو الاشتغال به، هو الفن الذي يلبس لباس الأخلاق، ليحضر على القيم الإيجابية في مجتمع، ويحمل، هو يعمل على إشاءة الألفة والمحبة بين أفراده، ويعمل على الارتقاء بفكر الإنسان وذوقه، ويحلل النفوس، ويؤدل السلوكيات، ويساهم في إطلاق طاقة الإنسان، بعيداً عن الجمود، والتعصب، ولذلك، فإن التفريط في الفن، والتخلي عنه، يعني في نظر محمد عبدو، إهبالاً لأحد عوامل النهضة، وأعمدتها، وشكراً لكم، وأحلو الكلمة إليكم، سيد. شكراً دكتور حملاوي، على هذه المدخلة المهمة جداً، وفعلاً، مشروع النهضة، لابد أن يكون مشروعاً حضرياً شاملاً، معنى كثير من مفكرين يعتقدون أن نهضة المجتمع الإسلامي، تكون بتطوير الجانب العلمي فقط، والتكنولوجيا، في حين أن نهضة المجتمع لابد أن تراعي الجوانب المتكاملة للمجتمع، من علوم، وفنون، وأخلاق إلى غير ذلك، وهذا يذكرني طبعاً، وهذا طبعاً، وهذا طبعاً يذكرني بالطرح الذي قدمه ملك بن نبي، باعتبار أن الجمال أو الفن هو مبدأ من مكونات ثقافة، إذن نشكرك بكتور حملاوي على هذا التقديم لإشكالية محمد عبدو حول النهضة، ودور الفن في تحقيق هذه النهضة، وطبعاً هنا تأتي مدخلة كذلك مصطفى أبو جلال، التي ممكن تعطي إضافة إلى هذا التصور في تيماد الفن، كأحد أدوات النهضة والتنمية عموماً، شكراً دكتور حملاوي، إذن ننتقل الآن إلى الأستاذة أو الدكتورة دلال سرنو من جامعة مستغانو، هل هي معنا؟ أستاذة؟ لا يوجد حضرة معنا، دلال سرنو في انتظار ربط الاتصال معها، نحاول نشوف الدكتورة بالخير خديجة من جامعة تيارك معنا، الدكتورة بالخير، إذن أنا مطر للانتقال إلى زميلي وأخي الدكتور بحضر بولوفا، مدام أني أراه متواجد معنا المباشر، لتقديم مدخلته بعنوان البعد السوسيولوجي لفن العمارة الإسلامي، دكتور بحضري، اتفضل الأخي العزيز، هل الصورة واضحة والصوت جيد؟ صورة نوعا ما، ولكن الصوت مقبول جيد، نعم، ممتاز، إذن تحية طيبة سيد الرئيس للساء، دكتورا، وتحية الموصولة إلى صاحب فكرة المحفل العلمي، تورفيسر أحمد إبراهيم، وكذل قائل على أغال هذا الملتقى، وكل من يشاركنا هذا المحفل العلمي، وأن بصفته مداخلا، أو من دفعه شغفه العلمي إلى تتبوياتيات هذا اللقاء، إذن في خضم معالجة أحد محاور هذا المؤتمر، الذي تظور فعالياته، الفن كريسة للحوار والتسامح، هو من الأهمية بمكان، ألا وهو موضوع البعد السوسيولوجي لفن العمار الإسلامي، إذن، وعلي، إذا ما حاولنا القيام بمقاربة تستجمع في ثناياقات التي نستخلصها من مستويات البعد السوسيولوجي للعمار الإسلامي، أو موضوع قابل للبحث في أضابيره التاريخية، وفي المرتبة التالية، في مستواها الثقافي والجمالي، يعبر عن الحضور الإسلامي، أفينها أيهات مقاربة شبكة علائقية، يتقاطع فيها موضوع السوسيولوجيا مع الفن وجماليته، حقيقة إن العمار الإسلامي لا اتحاد إلى البناء والتشييد، إلا وكانت فن الراقين بمعنى الكريمة، ذلك لأن هذه العمارة حاوت في ثنايا شرطية ركناً يولي مكانة لحسن الجوار واحترام الغير، بما يبع على الضمان استقراره، كل ذلك في كنافي جو يحظوه الرضا والمحبة والتسامح، ولا أدل على ذلك مما يتم سبره في خضم النبش الإيركولوجي بردهات الحضارة الإسلامية، طبعاً، ولا إن تمخض عن هذه الرؤية سؤال جوهري، فإنه لن يخد عن ضرورات المسألة التي تستدرجنا لتعليق جدور العناصر السوسيولوجية، والكشف على العناصر الموجودة بين الدين والفن كإطارين متلازمين، أجل ثمت أجابات كثيرة، ستقودون حتماً للاعتراف بأن العمارة الإسلامية يمنح أهمية لقيم المادية والروحية على السواء، كيف لا، وأن هذه القيم تستأنس أدابيتها من مرجعية الدينية، تجعلنا نفيد إلى التنزيلات التي استشرفت فيها الرؤية الإسلامية، موضوع الإنسان وموضوع المعمار على حد سواء، إذن كثيرة هي الدراسة والبحث التي تناولت موضوع الفن العمار الإسلامي، وكثيراً ما كانت حول السياقات التاريخية والجمادية لهذا الفن، ولكن على خلاف العادة سأحاول من خلال هذه الورقة تقديم قراءة سوسولوجية تستجمع في ثنايا مقاطعة بعدين أساسيين، وهما البعد الفني والبعد الوظيفي للعمار الإسلامية، لبأس بأن نطرح سؤالاً، كان لابد من طرحه، ما هو فن العمار الإسلامية؟ طبعاً للكشف عن حاجة الإنسان إلى العمار، وأن ذلك العمار لم يكن لأساس غرضي تلبية الحاجة إلى المأوى السكن، ومعاش اتصاد، وما يعود عليه بالنفع، فحسب إنما ارتبط بشكله ونمطه وخصوصياته التي أدى فيها صناع الثقافة الملهمون، وبراموهوبون القادرون على التفنن والإبداع، مدى تقيدهم في حاجة الاجتماعية إلى درجة أصبحت فيها في التشكيلات الجمالية، جزءاً لا يتجزأ من شخصية البناء، وتلين يحفظوه البناءون عن ظهر قلب. كذلك، فإنما العمار الإسلامي وفي شتى الممارسات الحرافية وبئاتها المختلفة، يأخذ بع الاعتبار حمولة القيم المعيارية والإنسانية والجمالية مجتمعة، بما يحقق هوية الانتماء، وروح التضامن والتسامح، والإتلاف، وهما جراً مما تتضمنه تشكيلة المنظومة الأخلاقية. وليه يطلق مفهوم العمارة في الإسلام، من معلومة مجتمع عن دولات الصنع، البناء، التشييد، والعقار في كل أحدهم، وهي دولات تتحقق على إترها مقاصد العمران، جزءاً عن منظومة الحاجات الإنسانية والاجتماعية، ومعنى ذلك أن نظم العمارة في الإسلام مقيدة بشيء وابت ومتغيرات التشريع الإسلامي المسايرة للنظم الاجتماعية، ومتغيراتها عبر الزمان والمكان. ثم إن المقاربة بين النصوص الشرعية من كتاب وسنة، ما ورد في قطعة علا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله عليه الصلاة والسلام، المؤمن للمؤمني كالبنيان يشد بعضه بعضاً، وشبك من عصبه، وإنشار إلى الالتحام، وقوله عليه الصلاة والسلام، من بنى بناء فليدعمه على حائط تجاري، هي نصوص محملة بذوق تتوضح في اجتماعية المئمار في الإسلام، حيث ينجري فيه أيضاً سلوك لاقي للاجتماع وألفاته، وحسنه، والتراحم وأدبه، ولا شك أن اجتماعية البناء في التشريع الإسلامي يمنحون نموذجاً سوسولوجياً، نستشف مخريفة الاجتماعية التي يرمها الإسلام والقائمة على مبدأ استياج المادي والمعنوي المحكم للتشريع الإسلامي، بحيث لا ولا ضرار، فلا يحق للجار أن يفتح كوة أو يغلص شجرة بمحاذة عرصة جهره إلا بإذنه، وذلك تجنباً للحقيق الضرر به، والقراءة التي يمكن أن ألعب بها حول سوسولوجيا فن العمار الإسلامي، لو حاولنا أن نتكلم أو نتقدم بتعريف مباطر من وجهة نظر السوسولوجيا لألف متناغماً مع الرواسب التاريخية التي سبق الظهور الإسلام بعد هذه الفترة، ولكننا إذا اعتبرنا أمر التأسيس للمالك للاقه من مسلمة التأصيل الإسلامي، كما نصب على أن هذا التأسيس يستأنس إلى أساسين اثنين، وهما الأساس الروحاني ثم الأساس الجماعي، فمن مقصود بالأساس الروحاني؟ معنى ذلك أن العمارة الإسلامي إنما تتثبت أساسه على حمولة دلالات النصوص الشرعية كتاباً وسنعاً بحيث نقف على نصوص شرعية من آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة، ما يدعو إلى الأخذ بأخلاقيات البناء والتشهيد، الأمر بأدب وأخلاق البناء التي تدخل في خصوصية بناء ذاته، قبله الداخلية كالقبلة مثلاً كما قال أو كما في قوله تعالى وأحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتكم قبلة ثم بمرتب أخلاقيات الجوار بدعوة الحفاظ على الرابط الاجتماعي وتقتل حقوق الجيران كالمنع والكف عما يؤذيهم أو دخان أو غيرهما مما يؤثر على السكن والعمق أيضاً أو بناء نافذات قبل نافذات جاره يجعل منها منفذاً لسابته مع أهله أو غرس في أصول الجدران سواء كانت مشتركة أو غير مشتركة مما يسبب في حجب الضوء عنه طبعاً وما ينجر عنها من المعالات ثم ننتقل إلى الأساس الثاني وهو الأساس الاجتماعي فإذا كان الوعي المجتمعي في مرحلة من مراحل تاريخ الأمة العربية قد تميز أقبية لحمى القابلية المنغلقة فإن دين الإسلام قد أوجد نوعاً جديداً من هذا الوعي هذه الأساس الجديدة تمثلت في بناء لحظة إن شئنا القول لحظة إبوخية أطفت المجتمع الإسلامي بناءً معرفياً وإبستيمولوجياً مبنياً على روح المدينة المفتحة على الغير والتي تأخذ بمقتضاها ضرورات مباعات لضمان استقرارها المادي والمعنوي إلى ذلك إن قراءة السوسولوجية لموضوع فن العمارة الإسلامية يدفعنا للحديث عن البنيات التي تجعل منه فنًا متميزًا عبارة أشكال العمارة في خضم الديانات الأخرى ولب القول أن فن العمارة الإسلامية لم يكن فنًا عبثي أو اعتباطيًا وإنما كان فنًا وصناعة تتنفسان أدل على ذلك من أن الأمة الإسلامية عرفت فن الزخرفة وعلم الهندسة كما في كتاب الاقتصار النسي وكتاب الأصول وكتاب في السطوح الأقدار المتناسبة المجسمة طبعاً إضافة بالرجوع إلى المراحل التاريخي المختلفة ما برع فيه البيزنطونية في صناعة القبة الإسلامية أيضًا الحضارة العثمانية وهي تظهر لنا ما ظلع فيه صناع كثر في تشكيل عناصر معمارية وظيفية وجمالية للبيوت والمساج والأرويقة مختلفة الأشكال من معلصين ومثلًا ومثلاً نأخذ العقد كنموذج حيث يتسع المقام لذكره بوضعه أحد العناصر المعمارية المهمة متحضرات مفتاح العقد التاج العقد خسر العقد خسر العقد عفواً التنفيخ التدويج التجريد الصنجة وطبعاً وغيرها طبعاً إن قلنا أن فن العمارة الإسلامية هو فن مشاعي فإننا نروم إلى إيصال رسالة عقائدية بثناياها رسائل تضمينية وأخرى تقريرية تتوزع على البنيوي والثقافي والأخلاقي والسلوك والمهاني أي أن النصوص العتيقة التي تراث العربي سواء عن طريق أولئك الذين عينوا مختلفة في الإنجازات أمثل بن خلدون والتوحيدي أو أولئك الذين مثلوا صنعاً يدويين فالكل كان محترفاً للمهنة وأخلاقيتها بما تحمله الكلمة من ضوابط ودلالات ولو أننا أبعدنا النظر إلى وظيفية فضاء السكن مثلاً لو وجدناها تتطلب في إحداث إحدى الضرورات ما يميزها على نفاء سكاني وعندئذ فإن طبيعة هذا الفضاء ليست كمثلها وهي تتجسد في وظيفة الحاجة بفضاء العباء وليست كمثلها وهي تتجسد في فضاء التعليم وأهل مجرد من التباينات الجمالية والفنية التي يقتضيها أي فضاء فالسماث الوظيفية لجمالية الفضاء ثم مفصلها تراكب السياقات التي توحي إلى طبيعة النموذج ومن العناصر التي تحيلونها طبعاً ومن العناصر التي يمكن أن تلنا إلى قراءة ستسلوجية في خضم المعمار الإسلامي أيضاً هو قيم التناقل، الأنساق البصرية لمداخل المدن الإسلامية الزخرف الإسلامية، مثلاً السجاد الإسلامي، النقوش، الرسول، المساجد، المدارس، القصور، المساكن، الأضرحة، المقابر، الحمامات وأشكال الفنون الجريدية بشكل عام مما دعاً حاجة الفرد والجامعة ومنه فإن الفن الإسلامي محمل لنزعة القيم المعبرة عن الهوية الدينية والاجتماعية بل ويمنحون وصورة أقرب إلى واقع العصر ومخاضاته الفنية التي تجتمع فيه المدخلات الوظيفية والجمالية للنسيس الاجتماعي والنسق الثقافي السائد فالحص على النظام والاستفاف والتراص والتراقب والتقارب والتساوي والإحكام والاتفاق يحيلنا إلى مقولات في اجتماعية البناء في المعمار الإسلامي فإنها بالموقات لا تنفك أن تكون تعبيراً عن القيم السوسيولوجية التي حريص الإسلام على زرعها في القلوب والنفوس الاجتماع، الجوار، الصلاة، التواد، والتراحم، والرفق، والألفاء، والإحسان، والفضل، ووحدة الصف وما إلى ذلك أما الجمالية في المعمار الإسلامي فإنها حضيرة أيضاً في الخصوص التي يتميز بها تتميزها المساكن كأحد الثوابط فلا نجد مثلاً أو قد سجلت تاريخ الإسلامي مساكنة طيبة تزينت بنافورة أو شجرة أو نبات يتزين في ناء الفضاء كما أننا نجد غالبية غرف هذه المساكن تطل على هذا الفناء يتعطل النار تبعث في نفسه الحبور والهدوء ومنتزح للتحوية لإمداد الغرف بالضياء ومنتجح آمن للأسراء والأطفال وإذا كان لابد من قول نختتم به فإنني أقول أنه لابد من التسلح بمعطايات كافية تكون كفيلة بمنح صورة عن بنيوية مختلف الوضعيات لاجتماعي من المجتمع العربي والإسلامي وما يصاحبه من زخم كتاقته الثقافية بما في ذلك الفنية والجمالية نظراً لحجم الكتابات التي تصادفون في غمرة المتاجر الأنتولوجية التي أعاد إلى سبغ بعض الحقائق بما يناسبها من ملوينات تياماً من قبل طعن النقاط الغرفيين المفعم بالنوايا قد تكون مبيتة والمحمدة بخصام ديني أو سياسي وضغاء لا يوريحها قياس وتقويم الفن الإسلامي بشكل عقلاني وموضوعي أشكركم على الاستماع والمتابعة والكلمة إليك سيد الرئيس مرة أخرى شكراً دكتور فاضل من حضري بالوفا على هذه المداخنة الممتعة جداً والتي جاءت في سياق المداخنة التي سبقتها من حيث أنها تقدم لنا جزئية من جزئية المشروع الحضاري وعلاقتها بالجمال والفن وطبعاً لنقسم قيمة مداخلة بوجلال وتوجها الرئيسي فعلاً يعني سمحوا لي ممكن أن قنيت كثيراً من ملك بن نبي لهذا ربما عاد نفتح من جديد مسألة ملك بن نبي فعلاً أنه الجمال كما يقول ملك بن نبي هو وجه الوطن في الخارج حينما يأتي أي زائر فما يقابله من جمال أو غير ذلك ينطبع في تصوره أو في رؤيته المسبقة لهذا المجتمع في محاضرة ومدخلة الأسد بالحضري اليوم تعلم شيء جديد وهو أنه حينما نريد أن نبني جداراً أو حائطاً فليكون مترساً يعني هذه التعليم أو الضوابط الإسلامية في العمارة لشك أنها تحافظ على الجانب الوحدة وإنصح التعبير للعمارة وإلى جانب البعد الاجتماعي وبعد العلاقات الإنسانية والاجتماعية يدخل هذا المجتمع لكن بكتور بالحضري أعتقد أننا ضيعنا هذه التعليم وهذه الضوابط وليس هذا فقط بل ضيعنا حتى الضوابط المدنية يعني بحكم القانون أو الضوابط القانونية ما نسيكين مع بعض الجوارين فمبنه يجيب له ضوابط وتصورات في العمارة الإسلامية ومشبه ذلك الحقيقة الاهتمام بالمبنى له دور كبير لأنه يقول الملك بالنبي إن للمنظر القبيح أثر سلبي على النفس وبالتالي نحن الآن في مجتمعنا ممكن لدينا نوع من التدخل أو الاختلاق ما هو شيء اختلاف ما نعرف أنه لا بناء إسلامية تركية لسلاهوية إلى غير ذلك مع أنه وحدة المعمار حينما نزور البلدان والمدن الكبرى الحضارية نجد أنه الدولة هي التي ترعى التوسع العمراني من أجل المحافظة على البعد وهوية هذا المجتمع إذن ساعت بهذه المداخلة شكراً دكتور بحضري ونمضي إلى محاضرة الأخرى جعفر يايوش هل معنا؟ يعني اليوم ره غيب غيبات كثيرة جعفر يايوش جعفر يايوش تعرف لي واحدة صحية الآن ربي شافيه إن شاء الله نحب للطبيب وإن شاء الله يرجع لنا بالسلام إن شاء الله ربي شافيه إن شاء الله صحيح بلغلوا سلامنا يب الدكتورة حكي ما قصيد من المملكة المغربية حاضرة 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 معكم كيف أهلنا في المغرب في المغرب كيف حال الأهل؟ بلدني الله كل شي بخير يعني إحنا دائماً نسعد ببلاقتنا لإخواننا المغربة أو بزيارتنا لهم لأنه مازال محافظين على البعد الجمالي سواء في المنزلي أو العمراني يعني من نعتز بهذا ونعتز بإخواننا نحن كذلك نعتز نعتز بجزائر بصداقة التي تجمعنا الله يبارك فيك إذن نستمع إلى مداخلتك بعنوان تطور الفكر الاقتصادي للفن للفن فضل يا دكتور كانت مداخلتي أمس هي مقدمة للموضوع تحدث عن الخلاصة ما تقدمت به أمس هو أن ظهور نعم معزيلة دكتورة لا ليس الصوت فقط قلت أمس قدمت مداخلة نعم يعني هل وقع خلل حتى لم تكملي لا أكملت فقط يعني نفس المداخلة بل جزء تاني فقط شكرا كانت طاولة شيئا ما إذن ظهور فكر اقتصادي مخصوص للفن جاء بأن تجزر الإشارة بأن ظهور فكر اقتصادي للفن جاء متأخرا رغم أن العلاقة بين الفن والمال وجدت منذ اللحظة التي اكتس فيها الإبداع إبداع واستهلاك الفن طابعهم الفردي وإلا أن طبيعة هذا الارتباط بين الفن والمال أو الجانب الميركاتيلي للفن تغيرت بشكل جدري في العصر الحديث عما كانت عليه قبل النهضة كما تقدم في مداخلة أمس حيث ظهرت أشكال جديدة ومخصرفة من تجارة الفن وقد أدى هذا الانتقال إلى الرأسمالية كطريقة محددة للإنتاج الفني إلى احتدام نقاش حول الفن في علاقته بالمال مما طرح تساؤلات كانت محورية في النظرية الغربية طوال القرن العشرين وهذا بالضبط محارة الشعور بالحاجة إلى مشروع تحليل اقتصادي حقيقي للفن وعلاقته برأس المال الشيء الذي أدى بدوره إلى الحاجة إلى فكر اقتصادي خاص بالثقافة والفنون وهو مصطلح عليه اقتصاديات الثقافة والفنون ويرجع ظهور هذا المجال إلى عهد قريب جدا يعني ستينيات القرن الماضي وقد كان للكندي جون كينيت غالبريتز وهو من رجال الاقتصاد الأوائل الذين استشعروا أهمية الفن والثقافة في الشرط التاريخي المعاصر كآدات وأفق للتنمية الاقتصادية وقد تكهن رجل الاقتصاد الأمريكي هذا بأن التقافة والفنون ستأخذان مكانهما في الاقتصاد المعاصر وقد قدم وجهة نظر حول طبيعة منتجات التقافية والفنية كمنتجات استهلاكية تختلف عن المجتجات الاستهلاكية الأخرى غير أن الدراسة الأمريكيين بومول وبوين سنة 1966 حول معضلة ترتفع تكلفة الفنون وأهمية الدعم المادي لها من قبل المؤسسات العمومية تعتبر نقطة لانطلاق الحقيقي للفكر الاقتصادي للثقافة والفنون حتى ذلك الوقت كان رجال الاقتصاد يعتبرون الفن نشاطا مكلفا وعديما الجدوى من النحية الاقتصادية هذا هو فقط التسلي والترفيه بالنسبة للمجتمع وسيظل هذا الفكر هو المسيطر على مدى قرون بين الاقتصاديين الكلاسيكيين الذين كانوا يعتبرون بأن السوق الفن هو السوق مثل باقي الأسواق من حيث العرض والطلب ومحددات السعر نجد من رجال الاقتصاد الذين أدلوا دلوهم في مجال الفن آدم سميت وديفيد ريكاردو وهم رجل الاقتصاد أمريكيين تفق على أن الفن لا يعد أن يكون نشاطا ترفيهيا ولا يمكن أن يسهم في تروة الأمة لأن التقافة في جوهرها بالنسبة لهذين الاقتصاديين التقافة في جوهرها عمل غير منتج كما أن إنتاج العمل الفني مكلف ويتطلب الوقت والجود بالمقابل اعترف سميت بأن الفنون من موسيقى ورسم وغناء وعروض درامية هي أفضل وسيلة في الدولة للترفيه عن الناس وتبديد اليأس والتدمر الذي يمكن أن يصيبهم في معترك الحياة ولذلك فقد حتى رجال الدولة على تشجيع الفن من ذلك المنطقة في طبيع الحال كما دعا إلى دراسة دقيقة للاستهلاك الفن والقلة من رجال الاقتصاد الذين اهتموا بالنشاط الفني إنما فعلوا ذلك ليس من الجانب الاقتصادي ولكن بدافع ميولهم الشخصي وشغفهم بالفن وقد طرحوا بعض الأفكار حول خصوصية استهلاك المنتجات الفنية وفي سنة 1891 سهم مارشال وهو رجل اقتصاد بريطاني من خلال كتابه مبادئ الاقتصاد في إعطاء صورة أكثر إيجابية للمنتج الفني وقدمه كمنتج يتميز بالنذرة والفرادة ولا يخضع للمنافسة وبالتالي يصعب تحديد سعر توازن لهذا النوع من المنتجات في وقت لاحق طرح مارشال قانون يخص المنتجات الفنية ويناقض المبدأ تناقض المنفع الحدية وهو مبدأ معمول به نعم إذن طرح مارشال قانون يخص المنتجات الفنية ويتناقض مع مبدأ تناقض المنفع الحدية والمعمول به بالنسبة للمنتجات الأخرى هذا القانون يطرح فكرة أنه كلما استهلكنا الفن كلما زاد ارتباطنا به وزادت رغبتنا في استهلاك المزيد منه على عكس المنتجات الاستهلاكية الأخرى بالنسبة للمفهوم المنفع الحدية هي منفعة الوحدة الأخيرة أو الوحدة التي تشبع أقل الحاجات بحيث يمتنع الشخص عند الوصول إليها عن طلب وحدات إضافية جديدة من ذلك الشيء سواء كان صلعة أو خدمة إما لأن المنفعة منه انعدمت أو لأنه يفضل أن يشبع حاجات جديدة وبذلك بهذا المبدأ فقد فتح طريقة الطريق لدراسة وتحليل استهلاك المنتجات الفنية باعتبارها تمثل استثناء لقانون تناقض المنفع الحدية الذي يحكم استهلاك السلع الأخرى كما وضح خصوصية العضوى الطلب على السلع التقافية بصفة عامة والتي ستشكل دعامة مهمة في برنامج البحث في اقتصاد الفن والتقافة هذه الأفكار المتناطرة شكلت المعالم الأولى لظهور فكر اقتصادي حول الفن إذ سرعان ما أدى رجال اقتصاد اتمامهم بهذا المجال واصطاروا أكثر إيمانا بأهمية مكانته في الاقتصاد الصينائي ولذلك فقد سعى اقتصاد القرن العشرين إلى التعبير عن قوامي العامة للاقتصاد الثقافي كما في العلوم الدقيقة وفي منتصف القرن العشرين كان لرجل الاقتصاد بريطاني جون ماينيرد كينز دور حاسم وهو رجل اقتصاد مهم في أمريكي دور حاسم كان له دور حاسم حيث أثبت من خلال دراسة قامت بها بأن الفن مجال خاص يتطلب معاملة خاصة من الدولة وقد كان كينز من كبار الجماعي الجماعي التحف الفنية بطبيعة حال وتوصل إلى إقناع الدولة البريطانية بإنشاء مؤسسة لدعم الفن المؤسسية وتم إنشاء المجلس التقافي البريطاني سنة ١٩٤٦ وهي منظمة تقوم بدعم الأنشطة الفنية الثقافية وهذا كان له فضل كبير في تحرير الفكر الاقتصادي للفن انطلاقا من النصف الثاني من القرن العشرين رغم أن الرجل الاقتصاد هذا لم يكرس أي عمل بحثي مباشر لهذا الموضوع وخلال الستينيات القرن الماضي القرن العشرين بعدما كان مجال الاقتصادية التقافة مفترق طرق لعدة مجالات أخرى أصبح مجالا مستقلا بفضل عمل بومول وبوين حول اقتصادية فنون الأداء والتي كان لها دور كبير في توجيه سياسة تقافية للبودان صناعية بالإضافة إلى أعمال غاري بيكر وهو رجل الاقتصاد الأمريكي الذي أطار مفهوم استهلاق الأعمال الفنية في إطار مفهومه عن الإدمان العقلاني ونظريتي حول السلع التي تسبب الإدمان بفضل هؤلاء تطور مجال الاقتصاد التقافة على المستوى المؤسسي كما ظهرت مجالا متخصص في الاقتصاد سنة 1977 وتم الاعتراف بالمجال من قبل الرجال الاقتصاد سنة 1994 وبمناسبة تنشر دراسة استقصائية لرجل الاقتصاد الأسترالي ديفيد تروسبي حول اقتصاد السوق الفن وهذه الدراسة أكدت أن مجال التقافة والفنون يمكن أن يساهم بشكل كبير في توليد المداخل وتوفير فرص الشغل وقدم التوضيحات تشجع على إعادة النظر في السياسة التقافية وتوجيه الاقتصاد السياسي نحو مجالات وأنشطة غير تجارية بالخصوص مجال التقافة والفنون وبذلك فقد انتزع مجال اقتصادية التقافة اعترافاً أكاديمياً كاملاً من خلال نشر مجلدين حول التقافة والفنون وذلك بين عامي 2006 و2014 يعني هو مجال جد جد حديث من قبل دار النشر بأمستردام هولند نورت وذلك في مجموعة هاندبوكين إيكونوميك وقد كان لذلك تأثير كبير على اقتصاد العديد من الدول التي شهدت تغييراً جدرياً في أسلوب استثمارها وقد مكن ظهور فكر اقتصادي مخصوص للتقافة والفنون من فهم سياسة إنعاش قطع التقافة والفنون والمغامرة في الرهان على الاستثمار في هذا القطع خاصة بعد استنزاف القوى الاقتصادية الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية وما نتج عنها في البداية من صراع بين أوروبا وأمريكا للهيمنة على سوق الفن وقد خصى الاقتصاد التقافي الفن التشكيلي بعناية خاصة باعتباره أولى المجالات التقافية التي شكلت علاقة وطيضة مع الاقتصاد وأوجدت بذلك الحاجة إلى تخصيص فكر اقتصادي مخصوص للتقافة بشكل عام وبالتالي فقد اهتم رجال الاقتصاد بدراسة خصائص العمل الفني التشكيلي وحاولوا تطبيق النظريات والقوانين اقتصادية المعمول بها بالنسبة للمنتجات الاستهلاكية وتوصلوا إلى أن العمل الفني يمتلك خصوصيات تجعل منه قيمة اقتصادية خرافية الأبعاد من خصوصية العمل الفني كقيمة اقتصادية والتي أكد عليها رجال اقتصاد أن قيمة العمل الفني في جوهرها غير ملموسة تتأسس على عوامل غير مادية كالإحساس والإدراك والشعور يسعب تحديدها كما أنها تمثل جوهر التراث التقافي للبلد وجزء لا يتجزأ من حضارته وقد تنف رجال اقتصاد الأعمال الفنية كذلك اللوحة التشكيلية والمنحوثة بشكل خاص في خانة المنتجات غير قابلة للإعادة للإنتاج وبالتالي فهي تخضع لعمل الندرة التي تعتبر أساس القيمة الاقتصادية مما يفسح المجال أمام الاحتكار في غياب المنافسة حيث أن الأعمال الفنية بميزتها تلك أي الندرة تنفلت عن يتاق المنافسة وتجعل تقلب الأسعار أمرا محتملا مما يفسر صبغة المضاربة التي تطقى في غالب الأحيان على سوق لوحة الفن التشكيلي حيث أن العديد من الفاعلين في سوق الفن يستغلون خاصية الندرة وعدم قابلية إعادة للإنتاج عدم القابلية لإعادة الإنتاج للمضاربة بالعمل الفني ورف الأسعار بطريقة مبالغة فيها إلى جانب عالم الندرة تعد قيمة الأعمال الفنية استثناء واضح لقانون العمل القيمة قانون العمل القيمة هو مفهوم مركزي في نقد كارل ماركس يتم تحديد قيمة المنتج بحسب متوسط كيمية العمل البشري كما كان الحال في عصر ما قبل النهضة حيث كانت الكلفة الحقيقية لإنتاج اللوحة وقيمة المواد المستخدمة فيها عاملا حاسما في تحديد سعرها أما اليوم فتتحدث قيمة العمل الفني بسمعة الفنان وموهبته وبقدر ما تترسخ هوية الفنان بقدر ما تتجاوز قيمة عمله الفني تكلفة إنتاجه في سياق عدم اليقين بالنسبة للفن المعاصر يعني يمثل إشكالية كبيرة في سياق عدم اليقين الذي يسود القيم الفنية المعاصرة فإن عملية بناء الجودة الفنية المعاصرة تتداول بين أيدي عدد قليل من الفاعلين الأساسيين حيث أن هناك أقلية صغيرة فقط تمتلك القوة الحقيقية لإدفاء الشرعية على الفن وهذا هو الحال خاصة بالنسبة لعدد قليل من المتاحف وأروقة العبد الرائدة أيضا من خصائص المنتجات الفنية كذلك أنها تشكل استثناء واضحا للقانون الأساسي في الاقتصاد وهو كما سبق أم قلت مبدأ تناقض المنفع الحادية فبينما نجد أن الطلب على السلع التجارية الاستهلاكية يتساوى مع حجم المنفع الناتجة الاستهلاكي والتي تقل بزيادة عدد الوحدات المستهلكة فإن المتعة الناتجة عن استهلاك المنتج الفني ترتفع باستهلاك وحدات إضافية مثلا كلما استمعنا إلى الموسيقى أو قرأنا كتاب أو ذهبنا إلى متحف كلما زادت رغبتنا في استهلاك المزيد غير أن عملية تدوقاته يجب أن تتار وهنا يكون دور تربية الفنية التي تعطي للمتلقي الجرعة الأولى من الفن وهذه الجرعة المجانية هي التي ستجعل المتلقي يبادر إلى الاستدادة منه كنتيجة لمناقذة مبدأ تناقص المنفع الحادية فإن استهلاك المنتجات الفنية يحل إلى فكرة إدمان الإجراء التي طرحها غاري بيكر هذا الإدمان هو الذي يدفع الجماعين الهوات إلى اقتناء الأعمال الفنية ويفسر أحيانا الأتمنة الخيالية التي يدفعها البعض للحصول على لوحة أو منحوطة بأعينها بكل تأكيد يرتبط هذا الشغف أيضا بالخصائص الجمالية للأعمال الفني التي تحقق إشباعا داخليا لدى المتلقي أغنيه في كثير من الأحيان عن الربح المادي وبالتالي فإن الأسعار التي تباع بها هذه السلع تعتمد على شغف المستثمرين وتروتهم وتجعلوا منها أحيانا قيمة خرافية الأبعاد من خصائص العمل الفني كذلك في نقطة أخيرة هي أن العوامل الخارجية التي يحققها مادية كانت أو خارجية أو معنوية تكون دائما إيجابية نتحدث هنا ما يسمى بالفرنسية لأن إنتاج اللوحة الفنية مثلا بالإضافة إلى أنه مصدر عيش بالنسبة للعديد من الفنانين فإن له آثار اقتصادية إيجابية على الأشخاص الذين لهم صلة بالجوانب التقنية المساعدة على تنفيذ العملية الإبداية مثلا قصانع الإطارات وبائع المواد الأولية وجميع الواسطين في استرويج العمل الفني وغيرهم بالنسبة للعوامل المعنوية الخارجية وهي الأهم التي يمكن أن يحققها العمل الفني للفرض كما للمجتمع فهي الشعور بالفخر والاعتزاز بالعمل الفني الذي يصبح جزءا من الترى التقافي ورمزا من رموز الحضارة التي ينتمي إليها وما أكثر الأدل على ذلك فكما لا يخفى علينا جميعا اعتزاز فرنسا بدا غينشي وبالموناليزا واعتزاز اسبانيا ببيكاسو وإيطاليا بمايكل أنجلو وإلى ما غير ذلك انتهت محاضرتي مداخلتي شكرا على تتابعكم شكرا دكتورة على هذه المداخلة القيمة والتي أخرجت من نوعا ما عن طور المعتاد للفن أن الفن في العادة ننظر إليه على أنه يرتبط بالمشاعر والخبرة الوجدانية وأن الفنان لا بد أن يكون منعزلا إلى غير ذلك وهذا طبعا مثل ما يقول غادامير عزلة الفنان غذتها بعض الأفكار وجعلت ننظر إلى الفنان أنه ذلك الشخص المختلف عن الآخرين ولا بد أن يعيش في عزلة ولا يكون عضويا في المجتمع إلى غير ذلك هذا طبعا نسقطه على الفن كنشاطا اجتماعيا بمعنى نحن في مجتمعنا نقوله الفن ما يوكلش عيش الفني يوكل أكثر من عيش يوكل خواسته ولكن حينما يدخل اقتصاد ضمن سياق تبادلي تداولي نفعي هنا مسألة بمعنى أن الفن صحيح كبار الفنانين حينما يفكرون في إنتاج عمل ما ممكن ما يفكرش في الربح التجاري الربح التجاري يجي بعد ممكن وفاته أنه تبع لوحاته أو تبع أعماله أو تكتشف آثاره إلى غير ذلك هذا يأتي لاحقا بعد أن يكون قد فارق الحياة معناها واعترف الناس بقيمته ليس اليوم ليس اليوم نعم في ظل في المعارض إذن لهذا حينما أعتقد أنه حينما يقدم العمل الفني إبداعه الفنان يقدم عمله الإبداعي حينما يدخل إلى سياق تداولي هنا انتهت مهمة الفنان معناها يبقى يخضع إلى شروط الصناعة شروط التجارة السوق نعم السوق إذن أنا مرة قرأت رواية ناجم محفوظ السمان والخريف قرأتها مرتين وحينما شاهدتها كعمل سينمائي قيته يختلف وحينما شاهدتها كمسلسل تلفزيوني درامي يختلف إذن معناها العمل الفني حينما يدخل إلى مجال الاقتصاد أو السوق يخضع إلى معايير النفعية ومعايير تبادلية وما شبه بليه الحقيقة سعت بهذه المداخلة وسمحوا لي قدرت معيش به المداخلات لأنها كانت دخلات ممتعة سيدة معايير شهر سمعيكم سمحنا دقيقة سمحنا طبعا في ختم هذه الجلسات إذا أمكن إذا أمكن معناها ممكن نفتح في خمس دقائق أو أو حتى عشر دقائق إذا كان هناك تبادل للنقاش من المتدخلين أو من المنتمين إلى هذا البث المباشر معايش قضى الأخي العزيز السلام عليكم السلام عليكم سافي بن عدسو طالب الدكتورة سانكيا ماني سيدة بالعدس في أي اختصاص أنا في الفلسفة ولكن الموضوع التاعي في الاقتصاد أتفضل بغي نطلب واحد طالب صغير معادي الأخت الأخت ضيفة حكيمة كريدة يعني كيفاش نتواصل معها نعم نعم محبابيك الأخت شكرا المدخل بتاعك كانت شيقة وموضوع جديد شكرا وأحلتنا إلى واحد الحقول اللي كانت غامضة في ميدان في ميدان كيف نستطمره في الفن كبديل نعم عن الجانب المادي اللي نشوفه في الاقتصاد يعني نظرة جديدة وآفاق جديدة في في الضومان عن الاقتصاد أنا حبيت مداخرة تاعك كيفاش نحصل عليها يعني سوف أستفيد منها وسوف أدرجها بالمذكرة تاعيك كخلاصة لو سمحت تدرجها كإحالة طبعا نعم إحالة ممكن تجدها في الموقع الجامعة أو ممكن الدكتور إبراهيم ينزلها في كتاب جماعي لأشهال هذا المنطقة أو ممكن تشوف مع الأستاذة طبعا نعم نعم ممكن تواصل معي إن شاء الله ممكن تواصل معي مباشرة شكرا نعم غير الإيميل ولا حاجة نتصل نعم وين نرسله لك نرسله لك أستاذ شنو الإيسم ديالك من حبك صافي بن عدتو جامعة سيدة بالعباس إن شاء الله شكرا 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 لك نحن هنا للتبادل شكرا دكتور إذن إذا هل معنا بوجلال مصطفى هل معنا دكتور بحضري نعم أستاذ دكتور بوجل إذا أمكن معنا هم ممكن إضافة أو تعليق على مدخلات زملاء تتعرف مع العموم كانت مدخلات في التقيم وكل مدخلات التي قدمتها كانت مع الفكرة العامة للملتقى للملتقى فعلا يعني مدخلات كانت شيقة وقيمة شكرا أستاذ بوجلال لعب أستاذ بحضري إذا أمكن تعليقا أو إضافة أو ما شبه ذلك طبعا الموضوع لا سيما الموضوع الذي تطبيقه يحتاج إلى تثبت وعقل هادئ لمناقشة بعض الأفكار إعادة محورة النظرة التي أو الدولية التي أحيانا تتاجر بها التوجهات الأنتولوجية لسيما الغربية في محاولة حصار النموذج العربي الإسلامي ولا أدل على مما نراه على الساحب اليوم من تدمير وتخريب للمعالم والأثار للمعالم الإسلامية وكأنها محاولة لمسح وطمس شخصية الهوية الإسلامية إذن وعليه قلت أن يجب أن نقف وقفة إمعان لإعادة إحياء تراثنا العربي طبعا ما تدميره فقد تم تدميره ولكن ما يجب أن نتوقع إليه ونتشبذ به هو محاولة إعمار المجتمع طبعا كل دولة بمساهمتها وهذا إن كنا أمة واحدة طبعا الآن الدول كل يغني على ليلة وبالتالي فتجد الدولة الواحدة تصارع مثواها ولا يكون الأمر كذلك فالدول ينبغي أن تكون مشمعة وأن تحرص حصا شديدا مما يمكن أن يتوقع ومما يمكن أن يحصل مستقبلا في خضم أو في غمار ما تقوم به الآلة الغربية شكرا أكررنا الدكتور بالحضري على هذه الإضافة معك الكلمة للدكتور حملوي هل هو معنا؟ معنا أستاذ وضع الدكتور الحقيقة أننا الحقيقة أننا وعبر هذا الزخم الهائل من المداخلات من هذه الأفكار التي استطاعت أن تستوعب أبعاد أبعاد الفاني أبعاد جفتية أبعاد التناعية طبعا أبعاد اقتصادية مع الأستاذة قبل قديم وهذا طبعا يدخل في إطار الإلمان بموضوع الفن الذي نتأسف طبعا أننا لم نستطع أن نكون حاضرين طبعا ولم نستطع زيارة مدينة مستغانا طبعا هذه أتكلم عندي خطير أن أزورتها مرة واحدة تمنيت أن أزورها ما زالي وقت إن شاء الله متأكد أننا فقط أن يجل هذا الوباء لنتمكنها من زيارتها بحرق الله أشكركم مرة ثانية أستاذ وتمنياتي بالتوفيق للجنة شكرا الدكتور حملاوي ما تروحش حتى نودعوك الدكتورة حكيمة دكتورة حكيمة هل تسمعين الصوت الدكتورة حكيمة ما نش نسمع فيك وكان عندي مشكلة في الصوت كثمانية أتفضلي مجيد يعني ما سمعتش مزيان مع الأسف قلت قلت معناها ممكن تعليق أو إضافة قبل أن ينهي هذه الجزة يعني هي كان إضافة حول المناقشات أو حول أي إضافة المهم حتى يعني أنا نشكر نشكركم جزيلا الشكر على هذا الملتقى لي كان فعلا فعلا غني جدا واستفدنا منه كثيرا وكان أشكر جميع المتدخلين ويعني أؤكد على أهمية المداخلات جميعها يعني كانت مداخلات قيمة ونتمنى يعني لقاءة أخرى بإذن الله إن شاء الله شكرا لكم جميعا شكرا دكتور أنا استفدت كثيرا من هذه المدخلات ويعز علي فرقكم المهم في الختام طبعا سعت بتواجدي معكم بهذه الجسلة التي لا أكون مبرمج فيها ولكن أشكر الحظ السعيد يعني أحيانا الحظ يقدم لنا منافع لم نكن ننتظرها إذن أشكر المتداخلين وأبدأ من حكيم مقصيد ضيفتنا العزيزة من المغرب شكرا ضيفتني ثم من الدكتور حملوي مهتور من جامعة سيكدا الشرق الغالي علينا مرورا بالحضر بلوفا من جامعة مستغانم مرورا أيضا شكرا صديقي معي مرورا بمصطفى بوجلال من جامعة مستغانم طبعا هذا أداب الضياف أعتقد ما تزعب منه لو كنتم مكاني يأخذتم بهذا الترتيب إذن أشكركم جميعا ولا أنسى ضيفنا الطالب الدكتورة نعم أرحب به وأتمنى له التوفيق أتمنى له التواصل مع جميل جدا أنتم من التعمم والدكتور إبراهيم أعتقد أول من قام بهذا جامعة مستغانم مارك الله فيه وهو رفع التحدي وعهدناه وعرفناه يعني إنسان مطابر ودائما يعني يصنع التوفيق وربي إن شاء الله يزيد يبارك له في هذه الخطوات وفي هذا التوفيق إذن ساعت بهذه الجلسات سلام عليكم أستاذ أستاذ فضري سلام عليكم أستاذ ناديا قد جل ناديا طالبة سنفاتيحة من جامعة من جزائر صح ما تطوليش حتى ناديا الجميع عنهم التزامات لا لا أستاذ فقط استفسار بسيط استفسار استسمحوا كان الاستفسار فقط بحكم يعني البرنامج المسطر فقط الممكن أن نتدخل بالورقات البحثية سيكون تكون عبارة عن المناقشات فقط كما عهدنا ذلك في المؤتمرات أو ستتحلن الفرصة فقط في المناقشة أنت مبرمج في الورشات أو في الجلسات في الورشات استاذ في الورشات دكتور براحيم في الورشات لا فقط الجلسات العنانية التي تشارك ورقيا يعني ذلك جاوبك البرنامج إبراهيم إذن الدكتور حاكم حاكم مقاصيد شكرا ومع السلامة مع السلامة الدكتور حملوي مع السلامة في فرصة قريبة إن شاء الله الدكتور بالحضر مع السلامة الدكتور بوجلال مع السلامة طبعا اللي يبقى في النقل المباشر فله ذلك إذن شكرا لكم جميعا وأحل كلمة إلى البروفيسور أبراهيم شكرا شكرا صديقي عباس الشرف أستاذ معنا بكلية العلوم الاجتماعية وأستاذ فلسفة الفن سعيد أنا باستضافتكم معنا في هذا المؤتمر وتلعيسكم لهذه الجلسة الشيقة إذن كما قلت إذن سوف هل تسمعونني جيدا جيدا شكرا إذن كما قلت سوف نقوم بنشر ملخصات طلبة الدكتورة على موقع الجامعة وهو الآن موجود على الموقع كما بعثت لكم الرابط على الإيميل وسوف نقوم بطبع الكتاب المؤتمر بنسبة للمداخلات المتميزة المداخلات المتميزة التي وفقت عليها اللجنة العلمية للمؤتمر وطبعا هذه مسلاحية اللجنة العلمية وفي سرية تامة سوف يطبع الكتاب وبعض المداخلات ستكون على شكل مقالات في مجلة الحوار الثقافي التي نعمل على تصنيفها في سكوبيس بترتيب أ ألف إن شاء الله ممكن نهاية شهر جنفي يكون لدينا ترتيب المجلة فدعاكم لنا إن شاء الله حتى يتم تصنيفها بهذا الشكل إذن كما لاحظتم كانت جلسة ثارية نوعا ما بمداخلات من فرانكفورت إلى الالتزام إلى محمد عبدو إلى قيمة التسامح البعد السيسيولوجي الأدب ووصولا بالفكر الاقتصادي للفن وما أحوجنا لو صنحت الكلمات دكتور عباس أنني أتحدث عن إمكانية فتح الماستر المهني للزملاء الأساتذة الذين معنا في قسم الفنون والاتجاه بالقسم إلى المهنية أكثر منه إلى الماستر النظري أنا في حق لأمر لست ضد ولكن مع الماستر المهني لأنه مهم جدا الآن أوروبا الآن كندا متفوقة في المسطر المهني بشكل رهيب 90% من الطلبات في هذا المجال يشتغلون على المهنية يعني المسطر المهني أكثر من الذهاب إلى المسطر الأكاديمي وهي دعوة وأعتقد أنه ممكن تكون دكتورة نادية إذا كنت معنا في توصيات الأعمال كما سبق وأن قلت نعم ندي أنا أسمعك كما سبق وأن قلت كنا نود أن تكون الورشات لطلبة الدكتورات تكوين الحضوري الجسدي بمعنى أن مختصين معهم يكوننهم على المباشر جالة العادة في مؤسمرتنا الأربعة التي مرت قمنا بهذا الشكل أي أن الطالب يأتي لتقديم ملخص حول العمل الذي يشتغل عليه لأن من الفروض أن رسالة الدكتورة الأعمال المقدمة في المؤتمرات تكون تتابع أو نفس المنحنة أو التوجه مع رسالة الدكتورة من الفروض هذا هو وعندما يحضر الأساتذة للأجانب نقوم بمثل هذه الورشات في طبيعتي أنني أعمل هكذا أما وكورونا منعت ذلك كنت قد أخرت المؤتمر لكن الوزارة الوسية رفضت قطعا الحضور الجسدي وأنتم تعرفون أننا أخرنا كذلك الدخول الجامعي كان يفرض 15 نوفمبر وتأخر لـ 15 ديسمبر طبعا نقول الله يستنى من الجائحة ويرفع لنا هذا الوباء إذن بدون إطالة تشير الساعة إلى ساعة الواحدة زوالا وأعتقد أن جلسة الدكتورة جوجال نادية على وشك البدء دكتورة نادية هنتي معنا دكتورة نادية جوجال نعم نعم أسمعوني أستاذ إبراهيم نعم أسمعك جيدا إذن لديك في المداخلات الدكتور خن جمال من المركز الجامعي بغلزان الدكتورة ناسيبة مساعدية من جامعة خنشلع الدكتور مغربيزين العابدين من جامعة إيب العباس الدكتور عبد النور بوصابة من جامعة زوالزو والدكتورة بن عابد مختارية من جامعة مستغانم والدكتور عزوز هني حيزية والدكتور عزوز هني حيزية من جامعة عيزة فلدي دكتورة صوت مسموع؟ نعم صوت مسموع على مرضى نعم هل تسمعوني أستاذ؟ كي مشكلة إذا نمر المتدخل الذي يلي كي لا نضيع الضغط دكتورة نسيبة مساعدية موجودة؟ دكتورة نسيبة مساعدية نسيبة مساعدية موجودة زين العابدين معنا ولكن صوتك ضعيف نعم أستاذ أنا معكم الصوت الآن جابتكلم صدل هل صوتي مسموع؟ هل زين العابدين؟ صوتي مسموع؟ نعم الآن هو مسموع صدل بداية السلام عليكم ورحمة الله أستاذ هل تسمعين صوتي؟ عشرة على عشرة تفضل زين العابدين جيد جيد بداية السلام عليكم ورحمة الله تحية خالصة الأستاذ المشرفة على هذه الجلسة الموقرة وهي جلسة رقمية وتحية أخرى للمشرفين المنظمين لهذا الملتقى الدولي عبر تقنية الزوم ولحسن اختيار من هذا الموضوع هو موضوع السعة موضوع الراهن الموضوع الذي أود الحديث عنه صوتي مسموع أستاذ على معظم واصف الموضوع الذي أود الحديث عنه نحاول قد مستطاع أن أعطي ملخصا مجازا لأن الورقة البحثية لا أستطيع أن أعطي لها حقها في الحديث عن ما يمكن حديث عنه في هذه العناصر فقط المفاهيم المركزية التي سأتحدث عنها ستكون بين الفن والبيئة ومقاربة إيتيقية معنا هذه المفاهيم سأشتغل عليها لهذا كانت مدخلة الفن والبيئة مقاربة إيتيقية العناصر التي سأشتغل عليها أولا ما يسمى بطوباوية التقنية على البيئة كمرتكز أعتمد عليه النقطة الثانية فكرة التناغم الطبيعة كمقولة فنية أما النقطة الثالثة هي من أخلاقيات البيئة إلى جماليات البيئة أعتقد هذه العناصر الثلاث الأساسية التي تؤسس لمضمون مداخلتي المسومة بالفن والبيئة مقاربة إيتيقية تعلمون جيدا أن المجتمع الألفية الثالثة يتميز عن باقي المجتمعات القرون السابقة بميزة جوهرية ألا وهي تسارع وتيرة التغييرات المناخية التي يشهدها الكوكب هذه التغييرات جرت معها بعض مخاطر تدفع فطورتها الدول الصناعية ولم تنجوا منها حتى الشعوب الضعيفة مخاطر بيئية استنزفت أموال طائلة صرفت وتصرف هنا وهناك لمحاولة إعداد استراتيجية تكفل بإعادة شروط وجود آدم في الجنة وهي مقولة اقتبستها من المفكر المعروف عندنا الدومينيغ بورغ في إحدى مقالاته الموسوم بلغوتو دولاناتيو تراجع الطبيعة وعلى أقل تخفف من درجة الإخفاقات الكونية هذا الوضع القاتم الذي خلفته منظومة الحداثة وما بعدها كالعولمة والثورة الرقمية فهي في الحقيقة مصطلحات بالونية روجت لها أبواق سابة التكنولوجية والأداتية تحت ذريع التحقيق أعلى عدد ممكن من النمو الاقتصادي والرخاء الاجتماعي إنها يوتوبيا التكنولوجية حلم من بين الأحلام التكنولوجية ولكن لم يحقق التي استطاعت بانتياز أن تضمر حلم الإنسان في العيش في أحضان الطبيعة وفي الوقت التي كانت تحلم في مدينة مثالية في المستقبل وحديثنا عن البيئة وسؤال البيئة نقول قد أفرز هذا السؤال أفرزته طوباوية التكنية على ما صار الطبيعة وهنا نطرح مجموعة من الأسئلات من بينها كيف لنا أن نعيد تأسيس العلاقة بين الإنسان والطبيعة في شيء من التناغم والإنسجام الطبيعيين كيف لنا أن نعيد طبيعة الطبيعة بمعنى أن نعيد للطبيعة طبيعتها من جراء ما أحدثته الثورة العلمية والتكنولوجية من انتهاكات لا أخلاقية للبيئة يبدو لي أن فكرة مهمة جداً هي فكرة التناغم الطبيعي هي فكرة لو عدنا إلى تأسيسها فلسفياً نجدها لها تأسيس فلسفي إغريقي بامتياز والذي تحدث عنه الرواقيون عن فكرة التناغم الطبيعة ونعد التناغم الطبيعة هي فكرة كاتيجوري أختستيك مقولة فنية اكتصرتها حطمتها من؟ حطمتها أو حطمها العلم أو التكنولوجية إذن عودة إلى فكرة التناغم الطبيعي كفكرة كمقولة في النية؟ هي مقولة لا تعني كما يفهمها البعض وللأسف العودة إلى الحياة الطبيعية الحيوانية التي لا تعرف قيمة ولا ضابطاً وإنما تعني الإحتكام إلى نواميس الطبيعة الثابتة والمتلائمة مع من؟ مع عقل الإنسان هذا العقل الجزئي المنشق من العقل الكوني له غاية واحدة هي العيش في تلاؤم مع الجميع إن الإنسان حين يأتمل بواجبات العقل لا يكون موافقاً لنفسه فقط بل يكون موافقاً لمجموع الأشياء الواردة أو الموجودة في الكون وهذا ما تعبر عنه خواطر لبونسي دي مارك روليوس حين قال كل شيء يلائمني إذا لا أمك أيها العالم ويواصل وما جاء في الوقت الملائم بنسبة إليك فليس متقدماً ولا متأخراً بنسبة إليه وكل ما جاءتني به فصولك أيها الطبيعة فهو ثمرة عندي وكل شيء يأتي منك وكل شيء فيك وكل شيء يعود إليك احترام كبير نلمسه في الطبيعة وهو يناغم هذا مارك أوروليوس أحد الرواقيين المتأخرين يناغم الطبيعة فهي بمثابة الأم الأكبر للإنسان يحكم عليها كما يحكم نحن الأبناء أن نحترم أمهاتنا ومرجعية هذه التشبيه مستمدة من أسطورة هي أسطورة قديمة تدعى بأسطورة غايا الإغريقية التي ترى أن الطبيعة تمثل الأم سلام مغ البشر لها قداستها ما للأم التي نعرفها نحن قداستها أيضاً وإذا كانت الأم قد ولدت أطفالاً وأبناءاً فالأمر بعينه للطبيعة فهي كالكائن الخي البشر أجنة في رحيمها وتفرض علينا نواميس علينا نحن اتباعها وأي خلل على مستوى النواميس مع القضاء على الأم أي القضاء على الكون أو البيئة وهنا يمكن لي أن أستأمس بمقولة أخرى لأحد الثلاثفة عندما يقول إنه من الصعوبة بمكان تحقيق حياة سعيدة بمجرد فقدان الطريق فنبتعد عن الهدف أكثر من سعينا الحقيق لبلوغه وكان المراد من فقدان الطريق لدى هذا الفيلسوف هو الابتعاد عن القانون الطبيعي الكلي الذي ينظم الكون بما فيه الإنسان كجزء منه والعمل خارج هذا الإطار إطار الكون خاجمة قضية للحكمة والفضيلة فالطبيعة بهذا التعبير ميتولوجي الإغريقي تمثل سلطة إلهية لا حياة خارجها الكائنات الحية بما في ذلك الإنسان وبالتحديد وبالتحديد متوقفة على الشروط الطبيعية المتزنة ومرض ذلك أن الإنسان ميزانا ذاتيا وأمام هذه الوحدة الكونية التي نلتمسها في هذا الكلام وأمام هذا السين من العطايا والمنح التي تقدمها لنا الطبيعة وللأسف قابلها الإنسان بفضضة وغضة مشهيرا ترسانته العلمية والتكنولوجية في وجه من سخر لخدمته معتقدا إحكام القبضة على الطبيعة والسيطرة عليها سيوفر له شروط العيش الرغب وكان هذا التصور القاتم قد أحدثته بعض المفاهيم الحديثة التي على إثرها قامت تنبؤات بتغيير خلق الإنسان نموذجا التحكم في وراثته بإطارة أعماري وتعليق الموت ما يسمى بالتنازية والاستنساخ الأفراد والمزاوجة بين النفس الواحدة أو النوع الواحد وغيرها من الفاجعات التي مست البيئة الطبيعية حتى يرفهم السادة المستمعون عندما أتكلم عن الطبيعة أجمع الطبيعة الطبيعية المعروفة عندنا بالبيئة وكل ما نحويه وأخص كذلك الإنسان طبيعة الإنسانية وهذا التحول كما أسرفنا ذكره مرضه إلى فكرتين وللأسف فكرة فيها التي أخلطت وأربكت كل هذه المشاكل وأوجدتنا فيها هي فكرة ما يسمى بتسييد الطبيعة للإنسان مثل ما قالها ديكارت سابقا في كتابه مقولة في منهجين إذن نحن أمام تصادم كبير نحاول جبر هذه العلاقة التي أفسدتها التكنولوجيا وأفسدها العلم جبرنا للعلاقة هي العودة أو كيف نستثمر الفن ببسطة نستثمر الفن بأنك أيها الشخص أنك تحترم الطبيعة تحترم النموس القواميس التي تسير الكون وأنت جزء من الكون فأنا لك أن تتعدى على الطبيعة هنا يمكن لي أن أتذكر ما كان يتحدث عنه دائما دومينيك بورغ يقول لك أخلاقيا عليك أن تحترم من كان أسبق منك وجودا وكان يخص الطبيعة أسبق منا نحن البشر وجودا وكان يخص البيئة نحن أسبق منا وجودا فعلينا أن نحترمها احترامنا لها هو أن نحافظ على فكة لغموني التناغم والإنسجام الطبيعي التناغم في حديثاتي تحدث عنه الفلاسفة كثيرا ربما أتحدث عن الفيتاغوريين ثم أنتقل إلى الرواقيين التناغم نعده مقولة فنية لا بد أن نحافظ عليها أتوقف عند هذا الحد ربما أتوسع أكثر إن كانت هناك إمكانية أخرى حتى أعطي فرصتيني زمائل للتدخلي مشكورة أنت أستاذ على إدارتك لهذه الجلسة وشكر لك شكرا جزيلا في حقيقة وقتك لم يمتب بعد باقي دقيقة أو دقيقة يمكنك أن تضيف يعني أن تختم نعم سيدا لديك دقيقتين دقيقتين لا مشكلة في ذلك كيف استثمر السؤال الذي ربما نطحه بإلحاح كيف ينظر الآن الفلسفة ومفكرون إلى فكرة التناغم الطبيعي ربما أعود أو أستأنس بأحد المهتمين بالجانب البيئي وهو أرض ليوفورد عندما تحدث عن أخلاق الأرض وكأن الأرض في اعتقاده كإن حي لابد أن يكون له منظومة قيمية نحترمها سمناه بأخلاق الأرض واستثمر أكثر هذه الفكرة التلميذ أو أحد تلميذته عندما كتب كتاب طبيعة مؤخرا وهو كتاب thinking like as planet بمعنى التفكير pensé coming planet التفكير على شكل أو شكلة الطبيعة دائما نضع أنفسنا نحن البشر أدنى من 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 التي أنجبتنا بين قاسين كما يقال في الميتولوجيا غايا وكما يقال عندنا بالأم وهنا لابد أن نحترم فكرة هذه التناغم أو الإنسجام الضروري الاحترامي شكرا جزيلا في الحقيقة موضوع مهم جدا ونحن في قسم الخنون دائما نحاول في تخصص تسميم والمحيط وهو تخصص على مستوى الماثر أيضا طلبة الدكتورات الخنون التطبيقية دائما نحاول نوعي طلبة بضرورة العودة إلى العمارة الغضوية العمارة التي تحترم البيئة في علاقة سن وتعايش مع البيئة في أكثر موضوع مهم جدا ولكن الوقت داهمنا فأذهب مباشرة إلى المتدخل الموالي أعتقد الدكتورة ناسيبة السعودية إن كانت موجودة معنا فتتبضل وإن لم تكن موجودة فمباشرة إلى الدكتور المغربي دين العابدي نمر إلى الموالي مر إلى الموالي سأكلمها نمر إلى الدكتور عبدالنور بوصابة عبداليوزو سأعتقد أن هناك غيابات كثيرة في هذه الجلسة عبدالنور بوصابة جميع عبداليوزو غير موجود هل تسمعونني؟ أستاذ براهيم تسمعونني الصوت وادة؟ نعم أسمعه نعم إذن هو غير موجود الذي يليه دكتور بن عبد دكتورة بن عبد مختارية جامعة مستغانم دكتورة بن عبد أنت موجودة معنا؟ غير موجودة نعم أستاذة لا موجودة موجودة فضلي أنا موجودة فضلي دكتورة مرحبا بكي مرحبا بك أستاذة الكريمة هل تسمعيني؟ نعم أنا أقدمك دكتورة بن عبد مختارية جامعة مستغانم المدخلة نعم السابقة كوري ودوره في نشر قضايا التزامح فضلي شكرا جزيلا أستاذة الكريمة هل تسمعوني جيدا؟ نعم نعم إذن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أشكر كل القائمين على السيد الحسن لفعاليتي هذا المؤتمر على أسماء أستاذ دكتور إبراهيم أحمد كما أشكر كل الحاضرين من داخل البلاد وخارجها مدخلة موسومة بالفن الكاريكاتوري مسائل ضمنية وصور ناطقة عن القضايا المعاصرة تسمعونني؟ نعم نعم شكرا نعم قد لعبت الفنون بمختلف أشكالها وأنواعها دورا اتصاليا ثقافيا بالغ الأهمية بين الأفراد والمجتمعات وساهمت في الاحتكاك بين تجارب الحضارات من فنون راقية ومهارات عالية في الآداء والتشكيل حتى تعد اليوم مختلف النقوف الرسومات التي وجدت سابقا شواهد ماتلة وأدلة متجسدة ومؤشرات حية على الطوابع الحضارية للأمم المختلفة والثقافات المتعددة والديانة المتبينة فكان من الطابعية أن يأخذ الرسم الحيزة الأكبر من فرول الإنسان البدائي إذ أن اللواحات التي قام بإبداعها قد وصلت من جذران الكهوف إلى أعمدة الصحافة المكتوبة واقتنام الاهتمام حاليا عالميا بتجارب الفن التشكيلي كنشاط إنسانية يقوم على مخاطبة الحس والعقل والبصر والبصيرة يجب أن يجد من أكثر أصنافه شعبية وأشدها تأثيرا خاصة في وقت الحالي الفن الكاريكاتوري الذي يتميز بأسلوبه الفني النقد الساخر الذي يعتمد عليه في التعبير داخل رسوماته الهزلية الضاحكة كوسيلة في التأثير ليس بقصد إثارة الضحك فقط بل لإثارة قضايا مهمة أو مواضع هادفة وعند العودة إلى مفهوم الفن فإن مفهومه بطبيعتها مفهوم واسع يتجدب الكثير من التخصصات والمجالات إلا أن الذي لا خلف فيه أن الفن ماذا؟ هو لغة ينقله الفنان بطريقة فنية يعبر من خلالها عما يدور داخله وكذلك مفحط الذي يأش فيه بل هو الفعل الإبداعي بذاته وهكذا كان الإبداع ضرورة للكشف عن أسرار النفس عن التعبير عن الفرح المجرد عن الخير المطلق لتعبير عن الأفكار العميقة التي يحتار اللفظ أمامها وتعجز الكلمات عن آداء مذلولها بصدق ودقة وهكذا ظهر المبدعون على أنهم حملت الرسالة للتعبير عما جعجز الواقع والنظام على تحقيقه وعلى حقيقة أنه ليس من عمل فني بدون مضمور أو هدف وإلا يسقط عن كونه عملا فنيا بطبيعة حالة كما أنه من المؤكد أن ذاتية الفنان تعني الإنسان بذاته وتعني الفنان من جهة أخرى فالإنسان بذاته لا يستطع أن يعيش خارج معاناته التاريخية وهو ماذا يفعل؟ يتجاوب ويتعاطق أو يتجدل مع هذه الظروف من خلال طريقته في العمل وهي الفن وهو كمبدل يتجاوز المقلب يتجاوز المقرن يبحث ساعياً أو جاهداً عن البحث عن صور جديدة عن اكتشاف سياغ جديدة لما يعاني ويحدثه من حدث من الحياة عفونا وهو مطالب أيضاً كأي إنسان أخر لا بالاكتفاء بتفسير العالم وإنما بالمشاركة في تغييرها وبالتركيز على جوهر موضوعنا وهو الكاريكاتور الذي يعد أحد الفنون التشكيلية الأكثر شعبية باحتباله اهتماماً واسعاً من قبل القراءة على اختلاف مستوياتهم وثقافاتهم لكنه من بين الأنواع التشكيلية الأقل اهتماماً من قبل المقادة والفنانين البحثين عفوناً التشكيليين ربما يرجع ذلك إلى بساطة تقنيات التشكيلية التي لا تخويله بتقديم تجارب واستعراضات تشكيلية معاقدة فهو إضافة إلى ذلك فإن المعرض الأساسي للإلتقاء رسم الكاريكاتوري مع المتلقي هو الصحافة بمختلف أنواعها حتى وإن كان المكان الأول لمثل هذا الإلتقاء والمعارض التي عادة ما تكون مشكلة فقط من مختاراتنا من رسم فناني الكاريكاتوري وبالتالي لا تستوعب كل إنتاجاتهم بعكس الصحف الوفيرة العدد وهكذا نرى أن الفن الكاريكاتور هوية نائية تشكيلية وصحفية ولا يمكنه بأي حال أن يقلل انتمائه الصحفية من انتمائه للفن التشكيلي أو يعارضه كما أكد ذلك أحد الباحثين قائلنا انتماء الكاريكاتور للصحافة باعتقادنا لا يتنافى مع انتمائه التشكيلية وربما يعود هذا الانتماء المزدوج بالدرجة الأولى إلى حيوية الكاريكاتور التي تتطلب وصولا سريعا إلى القراءة وبالتالي فإن المعارض الفنية غير فاعلة والاكتفاء بها يؤدي إلى تحجيم دوره أما ما نرحضه اليوم في وقتنا الحالي أن هذا الفن لم يعد يقصر على الصحيفة فقط إنما تجوز إلى مختلف وسيل الإعلام والإقصال الأخرى حيث أن هذا القطاع أصبح عنصرا فعالا ومحورا أساسيا في منظومة المجتمع وعموما فالكاريكاتور هو رسالة بطبيعة حال من الفنان المتلقي من خلال سياق مشترك قائم على بنية الواقع الذي يعيشانه مع أن يتناول في موضوعاته السخرية التهكم بغرض التسلية من جهة وبغرض إيصال هذه الرسالة أو رؤية من جهة أخرى حتى يقول أحد الرسامين الكاريكاتوريين إنه إلى عهد قريب كان ينظر للكاريكاتور على أنه وسيلة إضحاك أما الآن فانكشف أبعاد هذا الفن وكيف أنه آدات نقد ساخرة مرتبطة دائما بقضية تهم المجتمع كما أنه كما ذكر من أكثر الفنون التي يتداوله الناس بصورة دائمة لماذا؟ لأنه ليس موجة إلى نخبة معينة بل إلى الناس عامة فهو لغة يتخاطب بالفن مع الناس ولذلك أصبح أكثر الفنون تشكيلية شعبية وانتشارا بينهم وأشد احتكافا ومنامسة لمشاعرهم وهمومهم ولا بأس لنا هنا أن نتجاوز بالحديث عن نشأة هذا الفن لأن المقام يذيق بنا والوقت ليس في صارحنا لننتقل مباشرة إلى إبراز بعض النماذج من صور كاريكاتورية تحمل خطابات ورسائل هامة إلى المتلقي قمنا بتحليل دلالتها التعبيرية وفق رؤيتنا الخاصة لها وقراءتها من زاوية نظارنا قد يقول سعيد بن كيراد في هذا الصدد القضية المركزية في تحديد طبيعة الصورة تتلخص في معرفة الطريقة التي تأتي من خلال هذه الصورة إلى العين وتستوطنها باعتبارها ماذا؟ نظيراً لشيء الذي تقوم بتمثيله وقد عملنا على ذلك انطلاقاً من استحضار مكتسبتنا حول الواقع المعاش في الجزائر والوطن العربي وهو ذكر أيضاً عبر عنه سعيد بن كيراد قائلنا العلامة الأيقونية لا تدل من تلقاء ذاتها فالمعنى داخلها هي سدعي ماذا؟ استحضار التجربة الثقافية كشرط أولي للإمساف دون كينة التدليلة وننتقل مباشرة إلى الصورة الأولى معذرة على أنني وجهها على هذه الشكلة لأنني أول مرة أشارك بطبيق زومة ولا أعرف بعد كيفية تمرير الصورة مباشرة المهمة إن كانت الصورة واضحة لكم هنا توجد في هذه الصورة رجل يقف بجانب التفل على اعتباري أنه ولده ينظرني على وجهة محل ألعاب حيث يشير الولد بيده إلى لعبة السيارة طالبا والده شراء أهله ليرد عليه الوالد بأنه ليس بحاجة إليها كما أن الوالد يمثل الحكومة المسؤولة والولد يمثل الشعب الواقع تحت هذه المسؤولية فالفنان في هذه الصورة يعبر المرة عن واقع المواطن البسيط الذي أصبح يحلم بمتلك السيارة تسمح له بالتنقل وتلبية احتياجته اليومية وذلك من خلال طلب الإبن الذي يمثل الشعب أو المواطن البسيط من الأب الذي يمثل الحكومة شراء لعبة السيارة له إلا أنه رفض بحجة عدم حاجة الإبن إليها والرابط الأبوي هنا تحيب المسؤولية والتحكم في الرغبات بصورة غير طبيعية خاصة بعض الرد الأبوي غير المراعي لمشاعر الإبن الذي له الحق في اللعب كان من الممكن أن يجيبه بالكلام آخر أكثر دبلوماسية وأقل قصة وكعدم تلاك المالي مثلا أو أنه سيشتريها له في فرصة أخرى مما يعطي دلالة التحكم والعدم المبالات من طرف الحكومة أو عدم تحمل مسؤوليتها بجدية أو حكمة تجاه الشعبية في ترفير أقصد حقوقه وقد كان هذا بعد التصريحات التي أدل بها وزير الصناعة حول استيراد السيارات حين قال السيارة السياحة هي ليست أولوية أو حاجة اجتماعية لكي تقوم الدولة بتضحيط داربي أو تضحيات بصرف العملة الصعبة من أجل يلاك لأن البعض يريد السيارات حيث جاء هذا التصريح بدأ أزمة خانقة ونقود الرهيب في سوق السيارات وترقب من المواطن البسطة من أجل اتقاد القرارة من شأنها من عاش سوق السيارات في الجزائر وبالتالي استمحي له بالحصول على السيارة وهذا من أبسط الحقوق شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة دكتور خان دكتور عبد افضل دكتور افضلي نادية نعم دكتور عبد افضل أستاذ خاي دكتور عبد هل تسمعوني نعم نسمع السلام عليكم وعليكم السلام معكم أولا نتعرف بنفسي معكم طالب دكتورة عدد عبد الرحمن جامعة طهري محمد بشار الموضوع نتعي فيما يخص التكنولوجيا وتطور الفن المعاصر تقريبا درت مقارنة او درت اطر الفن المعاصر او اطر التكنولوجيا على الفن المعاصر اسكل ايجابيات والسلبيات نتعى هذه التكنولوجيا على مساوى الفن بلك أنا مركز على التسامح ومركز على هذه السيجيات المواضيع أنا مركز على الجانب الروحي أدر التكنولوجيا أطرد على الجانب الروحي في اللوحة عندنا مثلا نعطيك مثلا نستطيع اللوحة الزيتية تعال فيكاس أو اللوحة الثلية يعني أننا لا أعرف على جيبان ما أحد والفرق بين أو بين اللوحات حالياً يكون فيها كبير لماذا؟ لأن اللوحة عند ذلك الزمن ليست هي اللوحة عند هذا الزمن لأن التكنولوجيا بل كان دكتور خان أنت معنا دكتور عزوز دكتور عزوز همي حيية جامعة سنة موجودة هي موجودة معنا نعم السلام عليكم هل تسمعوني أستاذة؟ نعم صديق بعد السلام عليكم الرحيم سيسعدني في هذه الأمسية أن أتواجد مع حضراتكم الكريمة بداية أشكر كل القائمين على هذا الملتقى والمؤتمر الدولي الخامس لكلية العلم الاجتماعية بجامعة عبد الحمد بن باديس مستغانة فلكم كل التحية وكل الشكر بداية عنوان مداخلة هي أهمية المسرح المدرسي في بناء شخصية التلميذ لا يخفى عننا جميعاً أن المسرح يعد دعامة من دعامات النشاط المدرسي وفق برامج هادفة فهو كما يعرف هو نشاط غير منهجي في المدارس لا توجد حصص خاصة للمسرح قلما نجد من يدعو إليه ولكنه قد يمثل بنية أساسية في معرفة المسرح كلما تعرف الطفل إليه ومارسه فالمسرح المدرسي يندرج في إطار المؤسسة التعليمية يقوم على العملية التربوية فهو مجموعة من القيم والأهداف التربوية وذلك من أجل تكوين شخصية أبناء المدارس عن طريق استقل مهاراتهم وتنمية ملكاتهم وقدراتهم بشتى الوسائل فهناك مقولة تقول أعطيني مصرحا أعطيك أمة هذه المقولة تحمل الكثير من الصدق ذلك أن المصرح آثار تربوية لا تخفى على مبصير واحد يدرك أهمية النشاط المدرسي الذي كما قلنا يعد دعام من دعاماته وفق هذه البرامج الهادفة يقول لتغي أن التربية هي العمل الذي نقوم به لتنشئة طفل أو شاب وإنما مجموعة من العادات الفكرية أو اليدوية التي تكتسب ومجموعة من الصفات الخلقية التي تنمو وهو يرى أن اكتساب المهارات الفكرية أو اليدوية شيء مختلف عن نمو الصفات الخلقية بدون إطالة سوف أذهب مباشرة إلى أو قبل هذا نقول أن المدرسة هي الأدات التي تعمل مع الأسرة على تربية الأطفال وتنشئتهم تنشئة اجتماعية صحيحة فهي أحد العوامل التربوية المقصودة الناجحة نظرا لما لها من لوائح وقوانين ونظم تضبطها وما تخص من مربين لهم هؤلاء المربين لهم خبراتهم ومعرفتهم بطبيعة الطفل فالمدرسة تنقل خبرات الجماعة إلى الطفل بعد أن تنظمها وتبسطها على شكل المواد الأساسية والأنشطة المعروفة بحيث يفهم الطفل ما يدور حوله داخل المدرسة أو خارجها وهي أيضا بيئة يتدرب فيها الطفل على الأخذ والعطاء وتحمل المسؤوليات وكذا التعاون مع الغير فهي بذلك تنمي وتذكي النمو الخلقي والاجتماعي لدى التلميذ المتمدرس فيقول حسن إبراهيم عن المسرح المدرسي على أنه هو المسرح الذي يقدم داخل مبنى المدرسة سواء في قاعة خاصة أو في حجرة الدراسة أو في الفناء ويتميز بأن الممثلين أو اللاعبين فيه والمشاهدين أيضا هم جميعا من الأطفال فذلك يحقق المسرح المدرسي للتلميذ المتعة الحسية والفكرية مع اختلاف درجاتها وهو بذلك يساعد الطفل على تحقيق التكييف المدرسي وتعديل سلوكه اليومي ببواسطة ما يبعثه الطفل من إحساس بالمتعة والنشاط وروح المرح في العمل المدرسي فبذلك ينتج عنه دافعية أو تزداد لدى التلميذ دافعية نحو التعليم والاندماج في عالم المدرسة الذي أصبح بفعل الأنشطة المتوازية مصدر متعة لديه وأصبحت هنا الحياة المدرسية مقبولة ومرغوبة ومحبوبة لدى تلميذ المدرسي بما أن المسرح المدرسي هو وسيلة تربوية ناجحة لبناء شخصية التلميذ ونظرا لكون المسرح وسيلة إصلاحية تطهيرية ووسيلة أيضا علاجية البعض يعتبره وسيلة علاجية ووسيلة جمالية إبداعية ووسيلة أيضا تلقين ونقل المعرفة والمهارة كما أنه أيضا المسرح يعتبر وسيلة إشباع حاجيات التلميذ ليتكيف مع الذات والموضوع وأيضا يحقق لديه النمو البيولوجي أيضا المسرح المدرسي أو المسرح بسفة عامة لديه تأثير نفسي وسلوكي في حياة التلميذ فهو يعتبر مكملا للعملية التربوية والمعروف عن الطفل أنه منذ السنوات الأولى يتخيل ويتحدث مع لعبه بحيث يمثل هذه التمثيلات وتمثل له ذاته وبذلك تكون هناك علاقة تكون هناك لديه علاقة بالمسرح علاقة تكون هذه العلاقة علاقة اندماجية منذ الصغر وأيضا عن أهمية المسرح المدرسي تقول المعلمة الشيخة محمد درويش إن العمل المدرسي يتطلب تفاهما واسعا ودقيقا لنفسية التلميذ وظروفه وإمكاناته المختلفة باعتباره عملية أساسية في العملية التربوية هنا استشهدت بمقولة مارك توين الذي اعتقد أن مصرح الأطفال من أعظم الاختراعات في القرن العشرين لأنه أقوى معلم للأخلاق وخير دافع للسلوك الطيب وعليه هنا فإذا أردنا كمربيين وتربويين وكمختصين في مجال للمسرح تفعيل دور المسرح في التربية التربوية علينا أن نكتب له ونترجم ما نكتبه إلى واقع حي ملموس ومحسوس للوصول إلى تلك الأهداف نأتي الآن إلى أهمية المسرح المدرسي تكمن أهمية المسرح المدرسي وأن نخصها في بعض النقاط أن المسرح المدرسي أولا يساعد التلميذ على زيادة قدرتهم في التحبير والخطاب ثانيا يوجه التلميذ نحو روح التعاون والمثابرة في العمل والبناء ذلك أن نجاح العمل المسرحي يحتمد على تضافر الجهود ثالثا يزيد المسرح المدرسي من معلومات التلميذ الثقافية في الأدب والاجتماع حيث تتعرض المسرحيات المدرسية لمختلف نواحي الحياة رابعا يتعلم التلميذ عن طريق المسرح المدرسي الكثير من المهارات والأمور الحياتية التي قد لا يجدونها في المناهج الدراسية خمسا يعمل المسرح المدرسي على زيادة خبرة التلميذ في الأمور العلمية والتطبيقية نتيجة لتعامل التلميذ في المسرح مع الأجهزة التهربائية والصوتية سادسا تنمية ذوق الفني والإحساس الجمالي لدى التلميذ مما يسهم في رعايتهم الجسمانية والعقلية سابعا أيضا يكتسب التلميذ الشجاعة الأدبية التي تقوي ثقته بنفسه أيضا الإسهام في حل مشاكل المجتمع وإصلاحها نقطة أخرى هي تقوية علاقات الطالب ببيئته المدرسية من زملاء وأساتذة أو معلمين النقطة التاسعة توجيه طاقات التلميذ توجيها سليما يكون منه شخصية اجتماعية واسعة عاشرا تنشيط حواس التلميذ السمعية والبصرية أيضا هناك نقطة الأخيرة هي تربية التلميذ على الانضباط والنظام وحسن التصرف أستاذا ما زال وقت أستاذا نعم بقي لك ثلاث دقائق أسه شكرا شكرا أستاذ نأتي إلى أنواع فقط بعجلة فقط أنواع المسرح المدرسي هناك عدة تقسيمات للمسرح المدرسي عندنا المسرحية عندنا التمثيلية الحرة أو التلقائية الإبداعية عندنا اللعب بالتمثيل أيضا عندنا التمثيلية الصامدة أيضا هناك المسرح العرائس أو ما يعرف بمسرح الدمى المسرح العرائس الذي ينقسم إلى مسرح ذات الخيوط المسرح القفازية لعب القفازية أيضا هناك مسرح خيال الظل للإضافة إلى المسرح التعليمي وأيضا المسرح الغنائي الذي يعتمد على حوار غنائي عن طريق الأنجيل أيضا بعض أهداف المسرح المدرسي أهم الأهداف التربوية أو المسرحية المدرسية أذكرها في عجالة ربط المسرح بالمواد الرئيسية والأنشطة المدرسية المختلفة والإفادة منه كوسيلة تربوية وتعليمية على قدر كبير من الفاعلية ربط بيئة المسرح بالمدرسة بالإفادة من خاصيات المسرح وجعل المدرسة مركز إشعاع حقيقي لخدمة هذه البيئة وتطويرها الإفادة من المسرح كوسيلة تربوية وتعليمية وتنشيطها بين أطفال المدرسة والكشف عن الأطفال الموهوبين نقطة رابعة توجيه تلميذ نحو المسرحية بتوثيق الصلة بينهما خامساً دعم القيم الروحية والوطنية لتنشئة التلميذ ذو الشخصية السوية المتكاملة نسبياً وخلوقياً واجتماعياً وعلمياً سادساً تنمية الذوق والتذوق الفني لدى التلميذ توجيه أطفال المستقبل نحو المسرحية بتوثيق الصلة بينهم أيضاً يساعد التلميذ على الاتزان عاطفياً والتعامل مع المجتمع بنجاح كما أيضاً يساعد التلميذ على التخلص من الانشغال بنفسه من خلال تمثله أحد أشخاص المسرحية شكراً أستاذا شكراً أستاذا إذن شكراً على هذه مداخلة القيمة حقيقة الأستاذة وضعت يدها على موضوع مهم أيضاً جداً في حقيقة كل المداخلات دسمة وهذا يعني شارفوا لنا بكل تأكيد المدرسة هي التي تضع النبينا تحلولها لنشر الزوق الجمالي ونشر التقبل الآخر يبدأ منذ العوضة الأذافر والفن له دور كبير في تربية النشأ على تلك القيم الجميلة وحب الجمال إذن لن أطيل عليكم أرحب بالدكتور بانتحق بنا الدكتور تحريض علي حسين في حقيقة منعته ظروف أمس أن يتدخل في الموعف أحيل الحليمة الآن إلى إبراهيم دكتور خن معنا دكتور خن جمال خن طبعا لأنه كان عند مشكلة تقديم تفضل دكتور خن وما يليه الدكتور عالي تحرير ونقتين بالضيف الكريم من نس عكدا إبراهيم حسن حمد معنا نعم دكتور حسن حمد دكتور حسن حمد دكتور حسن حمد دكتور حسن حمد أنتفضل تفضل شكرا جزيلا أخيرا جمال ظهر علي السلام عليكم انتظر دكتور علي مرحبا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور علي انتظر تقيقة مرحبا مرحبا حبيبي مرحبا مرحبا ابقى معنا الله يحيي مرحبا أنا معكم أنا معكم نعم مرحبا الكلمة الآن لدكتور خن فضل جمال يا جمال يدخل ويخرج جمال عنده مشكلة تقنية تدفق ضاعيف هيدغر نادية تعرفين يقول التقنية هم وهم فهي هم بنسبة لأحيانا نخص فضل دكتور علي فضل دكتور علي فضل دكتور علي دكتور علي علي حتب علي تحرير بهب نعم معكم نعم تعرف عن نفسك تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام من أرض دجلتي والفرات ومن أرض بلاد الحضارات سومر وبابل وآشور ومن سماء العراق العظيم إلى سماء بلاد المليون شهيد الجزائر الحبيبة أقدم شكري وامتناني لجامعة مستغانم عبد الحميد بن باديث لدولة الجزائر الشقيقة لدعوتي للمشاركة في مؤتمركم العلمي الخامس الموسوم الفن رسالة للحوار والتسامح والشكر موصول لرئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدكتور الحاج بهلواري والشكر موصول إلى جناب الدكتور الفاضلة نادية قجال الاستاذة في كلية الأداب والفنون أقدم بحثي المتواضع عن محور الفنون بعنوان الفن الإغرافيتي تمثلات الرفض وتحدي المجتمع دراسة في الحقل الجمالي الأستاذ المساعد الدكتور تحرير علي حسين أستاذ في أكاديمية الفنون الجميلة من جمهورية العراق العظيم ملخص الدراسة عن هذا الموضوع وهو أحد الفنون المعاصرة المهمة التي انتشرت في أوروبا وأمريكا وبدأت جذورها تصل إلى البلدان العربية في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن المنصر ظهر الفن الجرافيتي كأحد نتاجات فنون ما بعد الحداثة وكان نتاجا لعصارة المجتمع الاستهلاكي ولوضع اجتماعي أقل ما يقال عنه بأنه يعاني فيه الإنسان من الكبت والحرمان والفقر ليأتي احتجاجا بأشكال ترفض كل الأنظمة والقوانين والقواعد وبعض الأعراف المتسلطة على المجتمع مما جعل هذا الفن يقف في مواجهة بعض السلطات الحكومية في أوروبا وأمريكا وعد هذا الفن بنظر المختصين بأنه بأنه أنا معكم تسمعوني نعم نعم نسمع أنا معكم تسمعوني دكتور علي نعم ملاحظة أنا دكتور تحرير علي يعني أنتم في الجزائر بتقلب والاسم علي تفضل تفضل علي نعم معكم نعم هذا النوع من أنواع الفنون اللي سمي بالفن الجرافيتي هو فن تختلط فيه الكتابات والعبارات اللغوية مع الصور المختلفة سواء كانت صور واقعية أو رمزية أو تجريدية وكل هذه الصور رسمت على جدران المتروات وجدران الأبنية والجدران العامة في أماكن عديدة من أوروبا وأمريكا أي أنه فن تختلط فيه الكتابة مع الصورة ضمن فضاءات مفتوحة تقرأ وتشاهد من قبل طبقات متنوعة من المجتمع أي أنه فن مباح لكل طبقات المجتمع لأن كل طبقات المجتمع يعني بيمروا على هذه الرسومات الجدارية ويقرأوا العبارات ويروا الصور وهذا الفن الجرافيتي نوع من أنواع الفنون يفرض نفسه قسرا على المتلقي وعلى عيوننا وعلى الرغم من أن الفنان الجرافيتي تعلم تعليما ذاتيا دون أن يصنع لنفسه قوانين أو شروط لإنتاج أعماله فهو شخص عادي أدت به ظروفه الحياتية إلى العمل والتعبير بهذه الوسائط وبهذه الرموز وبهذه العبارات وبهذه الألوان ويستخدم دائما الفنانون في مثل أنواع هذا الفن تقنيات التلوين واستخدام أصباغ التي تكون سهلة الحمل مثل الأصباغ السبري التي تريش بسرعة وتجف بسرعة وهذه التقنيات اعتمدت في إنجاز أعمال كثيرة على الأسطح والجدران وهذه ما ترفضه بعض المؤسسات الفنية أو الرسمية وتتهم الفنان بأنه خرج عن أعرافها وتقاليدها ورفض سياستها لكن الفنان هنا يحب أن يوصل رسالة إلى المجتمع بأنه فنان حر يريد أن يعبر عن نفسه ويعبر عن ذاته وعن أحاسيسه بشكل تلقائي قاموا بعض الفنانين الشباب في مدينة نيويورك مثلا بالتنافس على كتابة أسماءهم بطريقة غريبة وبطريقة يعني تتجه أو تقترب إلى نوع من أنواع التجريد أو الرمز ورسم هؤلاء الفنانين تواقيعهم وكانت هذه الأسماء مستعارة على ججران بعض الأبنية في المدينة محققين في ذلك شهرة واسعة لهذه الأسماء وضمن محور هذه الدراسة تتبين أنها دراسة تهتم بواقع فن من أنواع الفنون لا يلتزم بمعايير ولا يلتزم بقوانين ولا يلتزم بأي مبادئ من مبادئ الفنون الكلاسيكية السابقة بل أن الفنان هنا هو صانع الفكرة وهو صانع التعبير والأهم من ذلك أن المتلقي لا يشترط أن يكون متلقياً مثقفاً أو متلقياً واعياً بأساليب الفنون وله خبرة في تاريخ ومسيرة المدارس الفنية بل أي شخص يكون في الشارع أو أي شخص يكون في السيارة أو في القطار أو في المترو يمكنه أن يرى هذا الفن المرسوم على الجدران ويمكنه أن يحلل وأن يعبر عن معنى هذه الرسوم أي أن المتلقي هنا يكون بمواجهة فعلية مع هذه الرسوم لكي يؤول هذه الرسوم وفق قريقته الخاصة ووفق اسلوبه الخاص ووفق ثقافته الخاصة هذا النوع من أنواع الفنون أعتقد يعني حتى في دولة الجزائر ممكن أن تشاهدون بعض الجداريات المرسومة في الشوارع أو في الأنفاق أو في الجدران وهي بعض الرسومات التي تعبر عن كتابات أو أسماء أو تعبر عن بعض الشعارات أو تعبر عن بعض الرموز المهمة للمدينة أو للحي السكني والبلدان العربية الآن انتشر بها الكثير من هذه الرسومات وهي فكرة تجعل المتلقي وتجعل الجمهور في مواجهة حقيقية مع الفن بدون أن يذهب الشخص أو المتلقي إلى المعارض أو المتاحب بل أصبح الفن هو جزء من نظام البيئة والتكوين الاجتماعي والسيسولوجي والثقافي للمدينة هذا النوع من الفنون ترك آثارا كبيرة وترك العديد من الأسئلة والاستفهامات وعبر عنه الكثير من الفنانين وأصبح هناك فنانين مشاهير يحملون اسم الفن الغرافيتي والرسوم الغرافيتي تحولت شيئاً فشيئاً من الرسوم ومجرد تقنيات التلوين والرشب السبري إلى أعمال تخطط الجداريات إلى أعمال أشبه بأعمال المنحوطات والبعض الآخر أصبح يمثل ويؤدي بطرق أدائية في الشارع ليعبر عن ظاهرة معينة أو يعبر عن حالة معينة من حالات التعبير الإنساني إذن الفن غرافيتي هو فن من الفنون الجمالية المعاصرة المهمة لأنه يرتبط مباشرة بمسألة التعبير الذاتي والتعبير الذاتي هنا تمتلك نوع من أنواع الحرية الذاتية المطلقة للفنان أيضا هذا الفن بعضه يتجه إلى وسائل التعليم والتنبيه للمجتمع مثلا الآن نحن نعيش في أزمة كورونا أزمة وباء كوفيد 19 الآن بعض الرسومات التي منتشر في بعض الدول العربية وحتى الدول الأوروبية أصبحت نوع من أنواع التعليم وأصبحت نوع من أنواع الأرشاد كيف؟ أصبحت هذه الرسوم تعطي أرشادات عامة للجمهور أي أن مثلا بعض الفنانين رسموا مجموعة من الأيدي وهي تلبس الكفوف البيضاء وتشير إلى علامة خطر لدائرة كوفيد أو مرض كورونا أي أنه أصبح نوع من أنواع توجيه المشاهد أو توجيه الجمهور لخطورة ظاهرة معينة أو لخطورة وباء معين وأيضا أصبحت بعض الرسومات توجيه مثلا الجانب أو الحقل التعليمي مثلا فيها عبارات أنه مثلا العلم نور والجهل ظلام مثلا كعبارة وهي نوع من أنواع التوعية البسيطة يفهمها كل شرائح المجتمع أي أن الفن الجرافيتي الذي ظهر في أوروبا كان هو فن يناهض السلطة أو يناهض القوانين ويعبر بها الفنان عن رفض لهذه القوانين التي قد تكون قسرية ضده وفيما بعد تطور لأن يصبح هذا الفن نوع من أنواع الفنون التوجيهية والإرشادية وأيضا لا نغفل الجانب الجمالي الذي يضفيه هذا الفن على معالم المدينة على أزقة المدينة على شوارع المدينة لأنه مجموعة ألوان ومجموعة إنشاءات وتراكيب لونية تسر الناظر عندما يرى هذه الألوان وهذه الرمول وهذه العبارات المشكلة بطريقة جمالية إبداعية ولا أريد أن أطيل بالحديث عن هذا الفن والموضوع جدا طويل وحتى البحث يعني لو أريد أن أقرأ الفصول سوف يعني أستغرق الوقت الطويل لكن أنا تكلمت عن النبذة وعن الأساسيات وعن النتائج الذي يضيف هذا الفن كموضوع جمالي وكموضوع مفاهيمي يعكس حالة من حالات الفكر العالمي المعاصر ويعبر عن إنسانية الإنسان ويوجه المجتمع لبعض العادات وبعض التقاليد وبعض الأنظمة والقوانين شكرا جزيلا لكم وأعتذر للتأخير ليوم أمس لأني في الجامعة وكما تعرف جناب الدكتورة الفاضلة نادية أنا أستاذ في أكاديمية الفنون الجميلة في جامعة البصرة في العراق والتزامنا الآن في الدوام بدأ وأنا أدرس مرحة الماستر والدكتورة لذلك يكون دوامي التزامة أكثر جدية شكرا جزيلا والشكر الكبير لأختي الفاضلة الدكتورة نادية لهذه الاستضاثة ولهذا المؤتمر ولتنظيمكم ولكل من عمل على إنجاح هذا المؤتمر والذين يقفون خلف الكواليس شكرا جزيلا لكم شكرا لك في حقيقة نحن من يعتذرون لأنني أعرف أنني في حقيقة توقيتنا وتوقيتكم غير متطأ يعني غير منتجمين أنت في الدوام نحن نكون عما هدفنا الدين المشكلة ليس لا لغم عليكم أستاذي الكريم نحن من يعتذر لك والحقيقة بالفضل بالفضل بالأستاذ بالأكس بالأكس أنا من أعتذر بالأكس مقامكم كبير الدكتورة شكرا جزيلا أخي الكريم والأخ الكريم وعضو جماليات عضو في التحكيم في مجلة جماليات محكمة وإذا نزال في مجلة وللفضل كل الفضل حتى نؤتي كل الذي حق حقه والفضل كل الفضل والجود والجود للأستاذ أحمد إبراهيم دكتور أستاذ إحمد إبراهيم على المجهودات الجبارة التي قام بها حقيقة لإنجاح هذا الملتقى كل الشكر والتقدير للدكتور أحمد إبراهيم كل الشكر والتقدير والإمتنان أي مداخلة أي سؤال أنا حاضر من الأخوة الموجودين أي استفسار لو كان هناك سؤال أنا في خدمتكم شكرا 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 على المداخلة القيمة أستاذ علي تحرير علي سأناديك علي دكوء يعني والفضل فضل يعني أعيد ما قلته أستاذ إبراهيم فضل كله لهم لأن الجهود التي قامت فعلا فعلا جبارة الأستاذ يعني تفان فعلا في الصراع مع الوقت وفي الاتزام بالكثير للإجتزامات الشكر كله لأستاذ بكتور إبراهيم طبعا والفريق الجلود الخطاء والفريق التنظيمي ككل ما أنا إلا منسقة فقط ويعني لسه أنا صاحبة الفضل تفضل أستاذ إبراهيم إليك الكريم الأستاذ حسن حمد معنا من مصر جمهورية مصر حضرتك كده معي تمام أهلا وسهلا نعم نسمعك بكتور عنوان مساء الخير وأرحب بحضرتك سيادة المنصقة العظيمة أهلا بك وأهلا بأهل مستغانم يعني الأعزاء وأهلا بالصديق العزيز الدكتور أحمد إبراهيم وأنا يعني بداية بتجمعني ذكريات جميلة بمستغانم يمكن من حوالي أربع أو خمس سنوات أتيت إلى هزق المدينة الساحلية الجميلة وكل الذكريات الحلوة يعني أتذكرها لكم يعني طبعا أهنعكم بهذا المؤتمر الذي يدور حول الفن رسالة للحوار والتسامر وتحياتي لكم وللقائمين على هذا المؤتمر أن يقام المؤتمر في ظل يعني هذه الظروف الصعبة وأنا أعتبر أي مؤتمر تقني أو يعني بهذه الصورة هو محاولة للتغلب على المرض والتغلب على الموت والتغلب على الصعابة التي تواجه الإنسان وفي النهاية تبقى الكلمة ويبقى الفن عنوان عنوان مداخلتي هو الفن والحرية لأنه بالتأكيد أن هناك ارتباط وثيق بين التسامح وبين الحرية وبين الفن أيضا وبين الحرية بداية لا يمكن أن نتحدث عن التسامح في مجتمع يعني سوده العبودية أو مجتمع فيه سادة وعبيد التسامح يوجد فقط في لدى المجتمعات الحرة وبين أناس أحرار لكن لا يمكن أن نتحدث عن التسامح وعن الحوارية بين السيد وبين عبد فالحرية هي شرط ضروري لإمكان أو لإمكانية التسامح موضوعي هو الحرية والفن وبداية أقول أن الحرية والفن كلاهما يرتبطوا ارتباطا وثيقا بمعنى أن مكونات أو طبيعة العمل الفني سواء كان سينما مسرح موسيقى شعب قصة رواية أي كان يعني طبيعة الفن نفسها هي طبيعة الحرية الحرية هي رفض للقيود الحرية هي وعي بالقيود أيضا لأنه لا يمكن أن أرفض قيودي ما لم أعي بهذه القيود لأنه الوعي مقدمة ضرورية لأي تحرر وبهذا وبهذا المعنى فإن الحرية هي تحطيم للقيود هي تمرد على القيود التي تحاصر الإنسان والتي تحد من انطلاقاته وانطلاق ملكاته الإنساني الفن أيضا هو تمرد بهذا المعنى يعني لا يمكن أن نفهم الفن ما لم نفهمه في إطار أنه محاولة لكسر قيود ما الفن هو تمرد ضد السائب ضد المحلوف ضد القمع ضد القيود ضد كل ما يمكن أن ينال من حرية وشرف وقرامة الإنسان وأنا لا أتصور أن هناك فن يمكن أن يقف أو يقر الظلم مثلا أو العبودية أو القهر للإنسان لأن الفن تحرر بطبيعته وتاريخ الفن كله يؤكد هذه المسألة حتى إذا عدنا إلى الماضي البعيد ومثلا رأينا ريستوب عندما كان يتحدث عن التطهير التطهير والخلاص هو أيضا التحرر لأن التطهير هو نوع من إعادة التوازن للإنسان نوع من الوصول إلى الإنسان السوي يعني طبعا أنا مش عايز يعني أتوقف أو لا أريد أن أتوقف كثيرا عند نظرية ريستوب في التطهير ولكن اسمحوا لي أن أنتقل مباشرة إلى ضيق الوقت ولأن الصديق العزيز دور أحمر إبوهيم سمح لي ب15 دقيقة وأنا طلبت منه 5 دقائق زيادة يعني لبعد المسافات يعني فأنتقل مباشرة للعصر الحديث خاصة شوبناور ونيتشا يؤكداني أن الفن يستطيع أن يمارس دور الخلاص بالنسبة للنسبة وشوبناور نفسه بيستخدم هذا المصطلح الخلاص بالفن خاصة بفن الموسيقى ونيتشا أيضا يعني ينظر إلى الفن على أنه سبيل إلى التحرر وسبيل إلى الخلاص لأن الخلاص هو تحرر هو تحرر من قيود الزمان والمكان هو تحرر من العبودية للقطيع لما هو عام وسائد العبودية للماضي لا ننسى أن أي فن يعني لابد أن يقوم على جثة تقاليعة وتقاليد حتى فنية يعني قديمة يعني حتى أي تطور يعني لما نيجي مراقب أو نتتبع تطور الفنون نجد أن كل فن وكل مدرسة فنية تأتي بجديد وتكون على جسة قديمة وده يعني أو هذا هو المعنى الأصيل للحداثة يعني الحداثة الفنية هي قتل القديم لا يمكن أن نفهم الحداثة إلا عبر هذا المعنى أنها موت للقديم فالفن بالمعنى الإبداعي هو تمرد على القديم تمرد على الأشكال الفنية السائدة أو التقليدية والفن الحداثي إذا يعني تركنا نيتشا حتى وانتقلنا إلى حداثة وما بعد الحداثة نجد أن كل المدارس الفنية هي محاولة للتمرد على صور قديمة للفن سواء من ناحية الشكل أو من ناحية المضمون لكن فكرة خلاص بالفن أنا في رأيي أنها فكرة مهمة جدا وفكرة ترتبط بفكرة قديمة يمكن أشار إليها أرنيست فيشر في كتابه ضرورة الفن أن في كل فن جزء من البعد السحري أنه الفن يستهدف تغيير الواقع برغم أنه قد لا يغير الواقع لكن دائما الفنان لديه هذا الطموح لديه هذا الطموح لأن يغير الواقع ولأن يثور الواقع ولأن يبدل صورة هذا الواقع ولهذا نجد أن الفن على مستويات مختلفة يمارس هذه اللعبة اللعبة التحرر إذا انتقلنا مثلا إلى مدرسة فرانكفورت نجد أن الفن يلعب كبير جدا في مسألة التحرر وهيربرت ماركيوز مثلا وأدورنو وغيرهم يعني كانوا يؤكدوا على فكرة أن المخيلة دائما ما تتمرد على الواقع لأن فكرة فرويدية قديمة يعني أن فكرة أن الخيال أو المخيلة لا تخضع لرقابة الواقع ولا تخضع لرقابة السلطات سواء السلطة الداخلية أو السلطة الخارجية فالمخيلة الفنية بتكون دائما مخيلة حرة وعلى هذا الأساس فإن ماركيوز مثلا بيعتبر أن الفن هو وسيلة وأساس للتحرر وأن الطبقات لا تستطيع أن تتحرر سياسيا أو المقهورون لا يمكن أن يتحرر سياسيا ما لم يتغير المنظومة الخاصة بالحواس الإنسانية أو اللي بيسميها ماركيوز الحساسية حساسية الحساسية الإنسانية هذه الحساسية الإنسانية هي مقدمة ضرورية لتغيير الإنسان اللي هي حساسية الحواس يعني والجسد والتحرر بهذا المعنى هو نوع من الإنعتاء أو نوع من التخلص من العبودية يمكن ماركيوز بشكل خاص أكد على أن الفن دوره ممكن يبقى دوره ثور دوره هو تثوير للوعي هو تغيير للوعي هو تطهير بالمعنى الأرستي للوعي ولكن تجاه فكرة التحرر واتجاه فكرة النفي وبهذا المعنى أو لهذا السبب نجد أن ماركيوز وأدورمو وفالتر بن يمين أكدوا على مسألة أن الفن ليس تقليدا للواقع ولكن الفن هو يؤسس لواقع جديدا يقدم لنا واقعا جديدا واقعا يهرب من هذه السلطات الجديدة التي تتمثل في سلطة الرأي العام والسلطة الدعاية والإعلان والإعلام هذه السلطات الخفية الجديدة التي تمارس قهرا ناعما على الإنسان الفن هو الذي يؤسس لعالم جديد وهذا العالم عالم مضهر من كل نقائص وكل سلبيات الواقع القار لهذا بنجد أن الفن هو طريق إلى التحار وكلمة أخيرة حتى لا أتجاوز الوقت وهو وقت لا يكفي للإتحار في هذه العوالم المتعددة بنجد أنه الفن لا يزدهر إلا في مناخ للحرية يعني طبيعة الفن هو الحرية وأيضا الفن لا يمكن أن ينمو وأن يظهر في إلا في مجتمع حر وفي ثقافة حرة فالحرية الحرية هي الشرط الموضوعي للإبداع الفن بدون الحرية لن يوجد الفن ويمكن جان بود سارتر كان محقا عندما جعل الحرية هي القضية الأساسية التي يلتزم بها الفن لكن خطيئة سارتر أنه توقف عند حدود الكلمة الأثرية وقال أن الموسيقى لا تستطيع أن يلتزم الشعر لا يستطيع أن يلتزم الفن التشكيلي أيضا لا يستطيع أن يلتزم لأنه من وجهة نظره أن هذه الفنون يعني الموسيقي ينظر إلى النغم على أنه قيمة في ذاته الشعر ينظر إلى الكلمة على أنها قيمة جمالية في ذاتها الفنان التشكيلي ينظر إلى اللون على أنه أيضا قيمة في ذاتها لكن الكلمة لديها من الطواعية ولديها من المرونة أنها تستطيع أن تعبر عن الهم الإنساني وتستطيع أن تتبنى قضية مثل قضية حضورية الإنسان أشكر لحضراتكم هذه الدعوة الكريمة وتمنياتي لكل الزملاء وكل المتداخلين بمؤتمر ناجح ومرة أخرى أشكر صديقي العسيس الأستاذ الدكتور أحمد إبراهيم وأشكر الأستاذ الدكتورة المنصقة لهذه الجلسة ولكم جميعاً خالص تحياتي ومستعد لأنه كانت هناك بعض الأسئلة أو بعض الاستفسارات شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً دكتور حسن حمد على هذه المداخلة الممتعة في الحقيقة أنا تجولت واستمتعت كثيراً ضمن هذه الجلسة وضمن الجلسات السابقة طبعاً إذن انطلاقاً من المصرح ودوره في بناء شخصية المتعلم ومنح حرية التعبير على الجدران ولو أنه كان فناً ممنوعاً في فترات معاويينة وهو ممنوع في بعض الدول يعني استمتعنا مع الأستاذ علي علي تحريض حسن علي تحريض كذلك الأخي الكريم أو الدكتور بيتنا العزيز الأستاذ برحباً جاء بآراء تعاكز تماماً ما قيل سادقاً بين المتدخلين ودفاعهم الشديد عن الفن النظرية الإنعكاس وربط الفن بالمجتمع ويعني ثورتهم على أو يعني تضمرهم من الفن للفن فجاءت آخر مداخلة تؤكد أو تعزز حرية الفن والفن للفن والفن للإهتلاق والفن للتعبير بدون قيود إذن هذه تعدد الأفكار واختلاف الآراء في ملتقى التسامح والتحاور لا بد أن يفتح آفاقاً للحوار ولا بد أن يشق لنا طرق أخرى أو زواية نظر أخرى لما لا لإشكاليات متقايات أو مؤتمرات أخرى بإذن الله رحمه الرحيم إذن نختم الجلسة هل يعود لدكتور خن أم نختم أستاذ براهيم؟ لا الدكتورة معنا دكتورة نادية دكتورة من؟ الدكتورة ناسيبة سعدية هي موجودة إذن؟ من المفروض دكتورة ناسيبة هل أنتميننا؟ فقط عليهم تفعل المايك ويجب أن تكون الأنترنت قوية نادية أنت تعرفين؟ نعم السلام عليكم مرحباً دكتورة ناسيبة سعدية جانعة خانش مرحباً بك ضيفة عجزة علينا مرحباً بك دكتورة بداية أنا أعتذر على التأخير بسبب ضرف الطارئ أسعدوا بتواصلكم وكرم مسامحتكم ونحن في التسامح هذا الأمر نحن من يعتذر إذن نوضع الخلق تعذفين عن نفسك عدة اختصاصات تعذفين عن نفسك بنفسك نوسيبة سعدية سيدة محاضرة سين فبا جامعة عباس الغرور خنشلة باختصاص الأدب الشعبي لدي عدة مقالات وعدة كتب بخصوص سواء الأدب الشعبي أو التراث الشعبي والدراسات البينية كذلك ملتقيات خاصة بالصورة أدب الطفل كذلك بالأنسق البصرية مثلا في مستغل الماضية الفيلم الوثائقي يعني عدة اختصاصات وحتى لا أطيل عليكم لأن أعرف زملاء مازالوا ينتظرون مداخلتي موسومة الفنون تشكيلية بين سلطة الفن وتسلط المجتمع وهي مداخلة تحاول أو تروم إلى الإجابة على الجدالية التي القائمة بين الفن سلطته من خلال مدى نملحه الحرية في استخدام الأدوات والموضوعات وتسلط المجتمع بتوجيهه الضوقة العام إما بالقبول أو الرفض للأعمال الفنية واخترت الفنون تشكيلية كما نعرف أن الفن هو اللغة التي يستخدمها الإنسان ليترجم التعبير التي تريد داخل ذاته الجوهرية يعني هو خاص بالفرد ذاته وعرف كذلك للدلالة على مهارة مستخدمة لإنتاج شيء بقيمة جمالية فحمل الفن حينها هذه المعاني من مهارة خبرة محاكاة إبداع حرفة حدث فالفن بمفهومه الشامل للخاص يضم إنتاج الإنسان الإبداعي ويعد من الثقافة الإنسانية لتعبيره يعني الذاتية لعني الحاجة يعني هو يعبر حاجة لهدف ما أما عن الفن التشكيلي فهو نوع من أنواع الفنون المتعددة ويعرف على أنه هو عمل فني من الطبيعة ويشكل تشكيلا جديدا أو يساغ بطريقة جديدة على حسب منهج أو أسلوب من يقوم بهذا العمل وتحاول كثير من الأعمال الفنية تجسيد أشياء تكون من الواقع العادي الذي يمكن أن يتفاعل مع أي شخص يعني هي من أديم الأرض لأن الفن يضم إنتاج الإنسان الإبداعي ويعتبر لون من الثقافة الإنسانية كونه يعتس التجربة التعبيرية وليس بالضرورة تعبيرا عن حاجة ويقسم الباحثون الفن التشكيلي إلى فنون نوعين مرئية وبصرية وهي مجموعة من الفنون التي تهتم أساساً بإنتاج أعمال فنية تحتاج لتذوقها إلى الرؤية البصرية يعني البصر المحسوس على اختلاف الوسائط المستخدمة مثلاً بالتكنولوجيا الحديثة ولقد سيطرت كما نعرف الثقافة البصرية على أسلوب الحياة لدى مختلف المجتمعات إذ تمكن الفرد من التمييز الجمالي بين المدركات البصرية يعني بين القبح والجمال إلا أن هذا التمييز وحده لا يكفي لأن التمييز بين الجميل والقبيح لا يجعل من الفرد متذوقاً أو لديه حسة فنية تنعكس على أخلاقه وسلوكته وذلك لأن الزخم البصري يتسم بإيقاعه السريع فقد يستقبل الفرد عشرات الصور والمدركات البصرية في اليوم الواحد والتي قد تكون لأعمال وتصاميم فنية مختلفة إلا أنه لا يقف بالطبع عندها أو يتأمل بما يكفي يفهم أو يستشف معانيها ويستشعر أحسيسها ويفسر كيف يمكن أو لماذا كان ذلك المدرك الفني على تلك الصورة فيمر على تلك الصور كما نعرف مرور الكرام إن القراءة النقدية للأعمال الفنية لها مردود ثقافي واجتماعي كبير يعود على الناقد والمتذوق والفنان والمجتمع ككل فعند قراءة العمل الفني الحديث والمعاصر يكون هناك بالطبع محاولة للارتقاء بالثقافة البصرية وذلك عندما يستمتع المتذوق بصرياً ويطيل التمع في كوامل العمل الفني يعني ليس النظرة السطحية الفوقية فقط فيستطيع تبعاً لذلك أن يعبر عن أحاسيسه ومشاعره وأفكاره بكل فرية فكما يعبر دي لاكرو وهو فنان رومانسي يرى أن على الفنان أن يصور الواقع نفسه من خلال رؤيته الذاتية في حين يذهب الفنان فورفي وهو فنان واقعي إلى ضرورة تصوير الأشياء الواقعية القائمة في العوجود خارج الإنسان وأن يلتزم في هذا التصوير الموضوعية التي تنكمش أمامها الصفة الذاتية يعني عكس الأول وأن يستخدم في هذا التصوير أسلوباً واضحاً دقيق الصياغة وأن يختار موضوعه من واقع الحياة اليومية فينفذ بذلك إلى حياة الجماهير يعالج مشكلاتهم يبصر الحلول ويجعل من هذا العمل قائماً على الجمال والإحساس وسيلة الاتصال بينهم وبين الجماهير يعني ما يكونش عمل ذاتي فقط ولكن يضع في الحسبان الجماهير وحتى لا أطيل لأنه فيها ميهاد نظري وفنون وهذا الأمور سأدخل إلى مكمن الموضوع وهو علاقة الفنون التشكيلية بالمجتمع الفن مرآة الشعوب هذه مقولة شهيرة تنعكس أو تعكس مدى ارتباط الفن بمختلف أشكاله وتقنياته بالفرد والمجتمع على السواء فيها تجسيد لإمكانية الكشف عن أنماط الحضارات البشرية المتعاقبة وكذا ترائق تفكيرها مثل النقوش الحجارية في تفسير الحياة الإنسان البدائي وشكل معيشتي أنيذاك كذلك فن الأساطير وقدرته النافثة في تصوير التفكير الإنساني ذلك الوقت ورؤيته لمظاهر الحياة والكون وعلاقته بالمعتقد الديني وتجلياته من ناحية التقوص الفن يرسم ملامح المجتمع من ناحية وجدانية وأخرى حضارية لتجسيده لمفهومي القبح والجمال وأبعاده الحضارية المرتبطة بالمادية فتصبح إرثا متجددا فأول تواصل فني كان بين الإنسان والطبيعة هذا في البداية الأولى بصورة بسيطة جدا ثم تطور مع اكتساب المعارف والخبرات وكذا التطور العلمي فكما يقول أرنست ماكس إن الطبيعة تحدثنا بلغة صامتة هي لغة الأشكال فالطبيعة إذن هي الفضاء الرحم والمصدر الأول للإبداع وأغلبية الفنانين نهلوا من نبعها وجددوا من أشكال مقاربة الطبيعة الأمر الفنان التشكيله أيضا بدوره تأثر وتأثر بالطبيعة هذا على مستوى الموضوعات أو التقنيات أو الأدوات وتجلى ذلك في مختلف أنواع الفنان التشكيلي كما أن من بين أهدف التي يسير إليها الفنان التشكيلي هو تحويل عناصر الشكل والمكان والإيقاع واللون وغيرها من المكونات إلى تعبير متماسك ومتناسق يضمن الفنان من خلاله عن رسالته وقد تمثل شيئا أو توحي إليه أو ترمز إليه أي أنه ينطلق من أديم الأرض طالما اعتبر الفنان ملاذا آمنا للي ما يختلج بالنفس البشرية فكما يقول علم النفس يونغ نصبلي منفذك حتى نستطيع أن نسمع الدكتورة منفذكم أخلي قل مايك نسمعوا صوت أطفال سأحاول سو تتفع عندها فكما يقول فكما يقول علم النفس يونغ إن العمل الفني يحدث بتبادل النشاط الشعوري إرادي ولا إرادي ويضيف أيضا هوربرت ريت الفن محاولة من قبل الفنان لابتكار الفن أشكال سرة مبتهجة يكون لها واقع في الذات إما الذات المتلقي العادي أو المتلقي ليكون متذوق للفن التشكيلي بحيث توظف الإشباع إحساسنا بالجمال ويتحقق هذا الإشباع حين نكون قادرين على تضاوق جميع الوظائف المتعينة داخل العمل الفني من وحدة والتآلف التي تختص بمظاهر الفن التشكيلي نفهم من هذا أن العمل الفني يشكل حالات مختلفة من المعادل الموضيعي بين الموضوع والشيء المرادئ تحويري من بين النماذج التي اخترت البحثة فيها هي عمل فني لسلفادور دالي صاحب المدرسة السوريالية والذي كان عندها تأثير كبير في الحداثة على مختلف الأنواع وهذه اللوحة هي لوحة الجيو بوليتيك وهي مشهورة جداً من خلال قرأتي للوحة وجدت أنه اللوحة نرى فيها بيضة نرى فيها بيضة ضخمة تأخذوا الشكل الأرض وداخل هذا البيضة هناك من يفترض أنه طفل وهو في الواقع أقرب ما يكون للرجل وهو يشق طريقه بن عنف للخروج من البيضة تاركاً وراءهم خيطاً سميكاً هذي موجود في لوحة الجيو بوليتيك هذا من ناحية والعديد قاموا بدراستها من الدم على يمين اللوحة تقف إمرأة وهي تشير بيده إلى الحدث المتجلي أمامها وهي نوع من الدهشة وفيها نوع من الدهشة فيما يتشبث بساقيها طفل راح يراقب المشهد بنوع من الهلع والخوف كأنه يقول من أنا؟ أي مكان هذا؟ وما الذي ينتظرني؟ أسئلة كثيرة تنم عن العزلة والخوف من المجهول موجودة في هذه اللوحة وما يلفت الانتباع أيضاً في اللوحة أن الطفل الخارج من البيضة يطبق بقبضتي على ما يفترض أنها أوروبا بالخصوص إنجلترا هل أراد ذالي من خلال اللوحة التعبير عن وجهة نظر سياسية تجاه صعود نجم الولايات المتحدة بعد انتصارها مع الحلفاء في الحرب العالمية الثانية؟ إن العنف الذي يرافق عملية الولادة في اللوحة والشراسة التي يبديها الطفل في سعره للخروج وكأنه لا يأبه بتمزيق العالم في محاولته تلك قد يكون تعبيراً بالطبع عن توجس ذلك ما يحدث في العالم وكأنه رؤية استشرافية في الماضي ما يحدث الآن وغير مطمئن من ظهور أمريكا كقوة عظمى جديدة في العالم فالدم هو رمز للويلات الحرب التي عززت مكانة أمريكا التي عززت مكانة أمريكا كقوة عظمى جديدة في العالم ودافعتها للواجهة أيضاً مضمون اللوحة واضح بالتقريب يعني أنه تعود إلى المرحلة الكلاسيكية التي أنجلزها من خلالها الفنان دالي واستمد موضوعها من الطراث الإسباني ومن الرموز الدينية والأحداث والتطورات السياسية كذلك أخذ مننا حرب إسقاط القنبلة النووية وحاول يأخذ هذا الدهشة وهذا الموضوع واستخدام هذه التقنيات أيضاً في روحاته بما يسمى أسلوب أطلق عليه الغموض النووي وهو مزج فيه بالعناصر الطبيعية مع العناصر العلمية وأخرى غامضة ليعبر عن رؤية فلسفية لأنه صاحب المدرسة السوريالية فلسفية أكثر وقيل في بعض الأحيان أنه هذا الرجل اللي موجود أيضاً في البيضة يمثل روح العصر الجديد أو الإنسان الجديد وبعض الأوروبيين مثلاً كانوا يرون أن الحرب العالمية الثانية كانت نقطة تحول كبيرة في المسيرة الإنسانية أو حتى لو قطيت سأختم بمعضة النتائج النتائج الجديد بالذكر أنه مختلف المدارس اللي خاصة بالفنون التشكيلية أرادت أن تمنح السلطة للفنان في حرية التعبير وكانت أحياناً في صدام مباشر مع المجتمع الذي كان أحياناً يرفض ويمج هذه الأمور مثل ما حدثت في مدرسة التكعبية أو مع كندينسكي من خلال تقنية ورصف المتنافرات أو تلك البيانات والإشهاريات اللي كانت موجودة ببداية الحدثة هذه كلها كانت يرفضها المجتمع بحجة أنها غيرت من الضوء العام السائد آنذاك فكانت ترفض على أساس أنه نبقى في نفس الفنان كل ما يحاول يبدع كانت تنظروه أنها ثورة على المفاهيم وهذا القيم ولكن نحن نعرف أن الفنان لديه الحرية أنه يستخدم الأدوات وأنه يعبر بالطريقة التي يراها خاصة أنه الفن هو لغة لغة كل الشعوب يعني هي اللي تخص شعب دون آخر بل هي التجمع بين كل الشعوب وعلى اختلاف الفنون التشكيلية أرجو أنه يكون المداخلة تكون واضحة وكان فيها بعض التكثيف وبعض الإشاريات وأستسمحكم إن كان هناك خلال أو أمر ما وأعتذر على الإطالة وجد جد سعيدة بتواصلكم وإني أزاحمكم بهذا الإختصاص شكرا لكم الله استمتعت بهذه المداخلة بحقيقة مداخلة شيقة لامست الجانبين يعني هي تحدثت عن سلطة المجتمع كيف يؤثر المجتمع يعني كيف يتصلت المجتمع على الفنان وكيف يعود الفنان فيطرد سلطته على المجتمع وعرجت بنا إلى الفن سالفاد وردالي الذي له في حقيقة جوالات وصوالات ضمن فنه الذي هو في حقيقة وأصلا سالفاد وردالي فنان حديث عنه دوش وجون مرة مع هتلر مرة يغازل هتلر بلوحة الرمز هتلر الغامض ومرة يرسم والده بوجه سالين في لوحة خرج بسببها طرد بسببها من مجموعة الاسرياليين ومرة يذهب إلى أمريكا وبين هذا وذلك يرسم دالي من أحلامه متأثراً بفريك يرسم نصف نائم ومع ذلك هم من دعاة الفن للمجتمع وليس الفن للفن وبين كل هذا لا يدوق المشاهد ويصاب بالدوران ضمن كل هذه المتناطبات في عالم الفن الواسع إذن شكراً جزيلاً لكل المحاضرين استفتحتوا كثيراً ربما هل لدي وقت أفتح للمجال للنقاش؟ أعتقد أن الجلس القادمة أتمنى ساعة أتمنى ساعة فهل هناك من السائل؟ هل هناك من تدخل؟ من تدخل؟ طيب هل من إضافة أساددة الأعزاء بنسبة للأساددة؟ هل من إضافة؟ تسمعونني؟ نعم دكتور علي أو دكتور سلمات كتامية قبل وصول وقت الجلسة القادة سيدة سيدة هل صوت نسمع السيدة؟ نعم نزيل العبيدين نحن نسمعوك أستاذ إبراهيم مشكور أسادة سيدة فقط فيه انشغال أود وطرحه؟ نعم سيدة؟ نعم افضل لما كانت انشغال أود وطرحه للأسادة المتدخلة بعنوان المسرح وعلاقته بالمدرسة؟ أستاذ همي على ما أظن؟ نعم أستاذ همي؟ أستاذ همي؟ أستاذ همي إذا تكرمت حديثك عن المسرح شيء جميل كمظهر من مضاهي الفني على غرار الرسم أو شمهر القبيل وتحاولين في مداخلاتك الارتقاء بالمسرح ومحاولة أن يقدم المسرح بعداً إنسانياً تسامحياً وفنياً لكن ألا تحتقدين معي أن الحديث عن المسرح يفرد حديثاً مسبقاً هو الحديث عن النص للتكست؟ سيدة همي أستاذ همي هل أنت معنا؟ أستاذ همي، إذن التفكير في المسرح هو التفكير في النص لأن من يحاول أن يعلو بالمسرح نحو الارتقاء إلى الأبعاد الإنسانية هو واحد من النص حتى يحقق المسرح بعده التسامحي أو الفني أو شمهر القبيل وصل السؤاد كأستاذ هل من يتدخل؟ إذن من يريد التدخل يشغل المايك؟ مباشرة شكراً نادية، لدي فقط ملاحظة فيما يخص التحليل النفسي والفن، وانت كنت تذكرت الآن الفرائد، وكيف استطاع من خلال الإحاء أن يقيم علماً في حق الأمر في التحليل النفسي وإثبات الشعور، وإن كان فرضية، يعني غير مثبتة علمياً، هل ترين أنه ممكن يكون الفن وعلم النفس كموضوع لملتقى وطني أو يوم دراسي أو ما شبه ذلك في التنسيق في هذا المجال؟ يعني هو بالحق ممكن يكون ضمن التوصيات لما لا، لأنه هذا موضوع أستاذ إبراهيم، الفن مرتبط بكل الميادين، يعني هو جامع صحيح، ربما نحطين بين التوصيات ضرورة تكادف الزهود بكل المخابر للعمل معاً ثوية لأن الفن هو الذي يجمع كل هذه التخصفات، صحيح، 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 نعم نسيء لا جماليا ولا وظيفيا كين أخي الكريم تدخل أضنطل الجلسة التي ترأسها أستاذ إبراهيم أشار إلى أن العمارة يعني هي التي يعني تقيم أو تعيد تلك العلاقة الحمومية يعني هي تحدثتها عنصر من العناطر توفر التسامح الجار لا يطلع على جاره على جاره عطل في العمارة الإسلامية بنيت بشروط يعني بوثقة مبدأ الحشمة واحترام الغير يعني وإحنا عدنا طالف الدكتورة اللي هو أبو نوريح وسام الدين يعني على على اختلاق عمارة أو إعادة إحياء عمارة جزائرية إسلامية حديثة تكون توفر فيها الشروط الشروط الحشمة والشروط الجمالية والشروط الوظيفية وهي أيضا العمارة عنصر مهم جدا في نشر قيم التسامح لأن العمارة الحالية من وصفتها هي صارت سبب من أسبب الشجار وسبب من أسبب كثير من الفتن بين الجيراء بين الجيراء بين الجيراء بذلك التفكير في المستر الميهني مهم جدا نعم مستر تعتزم المحيط مستر عدنا تعتزم المحيط كوني دون التوصيل يسلم على من أسبب الشجار تعتزم المحيط كوني دون التفكير كوني دون التفكير تتعزم المحيط كوني دون التفكير أنا قد تحدثت عليه في مداخلتي وقلت أنه لا توجد في الجزائر خاصة في الجزائر لا توجد حصة خاصة أو في مناهج التربوية في المناهج التعليمية لا يوجد هناك مادة اسمها ومسرح ولكن نجد مادة التربية الفنية أو المادة التربية التشكيلية أو مادة الموسيقى أما بالنسبة للمسرح فهو لا يوجد ولكن المسرح هو موجود كحصة كنشاط تربوي تعليمي فقط في المدرسة زيادة عن ذلك أو طرح أيضا سؤال حول النص أنا تحدثت عن النص وقلت لابد العمل إلى ترجمة المسرحيات أو العمل على تأليف نصوص مسرحية ولا يخفى علينا أن يوجد هناك نصوص مسرحية متقدم للأطفال وهناك من يكتب في مجال مسرح الطفل الذي لا يخفى سواء كان يقدم في داخل المدرسة أو في المراكز أو في دور الثقافة أو في المسارح الجهوية هذا فقط السؤال أظن هذا هو السؤال الذي طرحه الأستاذ بالنسبة أيضا نحن نعمل جاهدين على أن يكون المسرح يدرج المسرح في التعليم منذ السنوات الماضية نعمل عليه وكانت هناك بعض اللقاءات بين وزارة الثقافة أنها يكون المسرح ضمن المناهج التربوية وأنا أيضا أشرف على مشروع بحث PRFE اللي هو بعنوان تعليمية الفنون بين النظرية والتطبيق وأعمل عليها في المدارس سواء في الابتدائية أو في المتوسطات وأيضا في الثانويات كنوصروا للنتائج إن شاء الله سوف أنشروها لاحقا إن شاء الله شكرا شكرا مهم دكتور نبيا المسرح في المدارس كمقياس أو كمادة تعليمية نعم نعم إدراج المسرح كمادة تعليمية يقوي شفية البدل وفي حقيقة البدل تتكين مثل المسرح لكن كنشاطات متقاتل شي كمادة مضرب نعم نتقد أدرجت النشاطات المسائية ولكن نعتقد توقفت المسألة فيما بعد توقفت لا أدري توقفت هناك ربما يعني هناك من يحاول أن يدعم سفرة الباكات أخيتيت يعني الباكالوريا السنية بكي تفكح مدارس السنون عبارة عن سنويات فنية إلا أن المدارس السنون تحكم فيها في حقيقة وزارة التقاط يعني لو أن كل شيء تنصيغنا بين الإدارات ويحضونا بطأة سفرة ويوفر علينا الكثير من المسرح مهم المسرح أنا مع فكرة مادة المسرح أو التمثيل في الابتدائي حتى يتعلم الطفل الأقل أبا الفنون سلام عليكم ممكن الداخل إبراهيم نعم فضل من معنا مصطفى 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 شكرا لك مرحبا مصطفى شكرا لك إبراهيم شكرا للإخوة المتدخلين يعني في حقيقة استفدنا اليوم كثيرا من خلال هذه المدخلات كثيرا متنوية العميقة عندي بعض الملاحظة على سؤال للوجيه الذي تقدم به الدكتور الغربي الذي أحييه يتعلق بضرورة ارتباط الغفرة في المنصوص التي تخص مثلا القصة القصيرة ربما التي في الحقيقة سوف يجد فيها المهتمون بالشأن المسرحي يعني المادة المعرفية أو السند النظري لكي ينطلق في إنشاب على المسرحيات التعبيرية من منطلق أن المسرحية هي أقرب إلى ذهنية التلميذ لأنها تقدم له ربما صور مادية ممكن مثلا تلميذ يعطيه يلبس ثياب على سكل شجرة ويتكلم على لسان الشجرة وعكذا الزملاء يشاهدوا يعني ينفعلوا فيه مثلا المسئولية تجاه البيئة تجاه النبات تجاه الشغل إلى آخره يعني قلت مثلما تفضلت المغربي نعم حتى أشوف حتى السينيما الجزائرية في وقت مضى في سبعينات وستينات لما كانت هناك تمافوتية ووفرة في تقديم المصر كانت سينيما مظهرة فزولي المخرج السينيما الإيطالي مشهور لماذا بأي الأمريكا قال بأن نجح السينيما الأمريكية مرهول ومتعلق بالوفرة التي يقدمها الكتاب ويعني غوائي إلى آخره ولذلك فهذا القابلية في توفيق النصر بمعنى أن النصر نسيج من المعايي من الدلالات ويمكن للمشتغلين في مصر على سبيل الملكال أو السينيما وغيرها حتى المثلات مختلف المنتوجات الثقافية السينمائية إلى آخره يمكن أنهم يجدوا في وحر النصوص على جماليتها ودلالتها وقربها لنفسية الجزائر إلى آخره فيمكن كثيرا أن يكون المصرح دعامة تربوية أكيد تفاعل فيه أبعاد جمالية وفنية هذا لا شكل ويكون المصرح سند قوي في العملية التعليمية يعني أخي برايم صبيحة في الحقيقة صبيحة صبيحة كنت أريد أن أجيبك على السؤال كنت قد طرحته ومداخلاتي كثيرة والجلسات وتتمح نفس الوقت بأن أجيبك ذكرت الآن أنك طرحت سؤال وجهه وهو طالما طرحته وطرحته وأنا أيضا من جاهته وهو حل بالإنسان أن نؤسس لي مثلا تخصص ما يتعلق بالنقد الفني للوحات الأعمال الفنية إلى آخره وعلى أي أساس يمكن للإنسان أن يكون أو يعتبر نفسه ناقد أن يتخصص هذا الشعر الحقيقة الأعمال الفنية وكل ما يتعلق بالجماليات يعني هي عملية معقدة ولا شك أن الذي يريد أن يسلك سبيلا في هذا المجال علي أن يخوف عيد الجبهات ولا شك هي ضرورة تلاهي أولا على تاريخ الفن لأن الفن مرتبط بتاريخه لا شك رغم أن الفنون تطورت والتقنيات بدورها تطورت في هذا الجانب ولكن تلاع على تاريخ الفن هو جزء من الفن ذاته وجزء من فهم الفن من فهم مصاره دلالاته رموزه حقول التي يشتغل في الإلاثه هذا من جهة من جهة أخرى مثلما تفضل بالأمس المشكور للأستاذ الذي تفضل أنه غائب اليوم سوف نفسه إلى المهم قال بأن الفن يحقق التعايش ربما أكثر من السلم وأنا أوافقه ولكن التعايش هو فن التعايش يفترض أولا تفاهم هو قال التفاهم ثم التسامح وأنا أوافقه وأنا أفضل التعايش ثم التسامح لأن الفن يدعو إلى أرضية من التسامح التي تفترض بذورها وجود اللقاء الفن يساوي اللقاء أي يساوي التواصل والإستيقاع واللقاء لا يتم إلا من خلال زيارة المعارف زيارة المتاحف زيارة الآثار والمستحفات والآثار والجزائر غنية بالآثار إلى آخره إذن هذا البعد في الحقيقة زيادة على تربية الفنية الجمالية وهي جرعة حمولية بطبيعة الحال يحتاجها كل يريد أن يتخصص في المجال الفني ولا فيما النقد الفني بالإضافة إلا وهذا مهم أن حتى الذي يريد أن يتخصص في النقد الفني يعني ولما أن يحاول أن يمارس الفن لأن الذي يريد أن ينتقد الفن ألي أولا أن يدلو بدله في هذا المجال ألي على الأقل أن يحاول أن يمارس فن الحرف فن من الفنون على الأقل أن يتخصص في جمعية فنية وربما قرب الناقض الفني من المؤهلين في ممارسة الفن الفنانيين يكون ليس فقط إلى الجانب التقنية ولكن أيضا إلى الجانب الثقافي والثقافي والثقافي والنفسي والإنفعالي للمشتغلين على مجالة الجمالية والثقافي العفو إذا كنت أطأت العفو شكرا لكم أستسليحك أظن أننا تجاوزنا وقت من الجلسة ونحن مواذي أكتور نادية لديك عشر دقائق وقتنا نفيه لا لا زال لديك عشر دقائق أخرى دقائق نعم إذا واسل إستاذ واسل مصطفى لا نشكره البارحة كان قدم للمؤتمر لوحتين زيتيتين فنيابة عن مخبر حوال حضارات وفلسفة السلم بكلية للمجتمعية جمهة مصطفى نشكر الدكتور مصطفى معرف على اللوحتين الزيتيتين شكرا جزيلا حبيبي تكرم حبيبي ذلك من ذوقك لأنك فيلسوف وفنان وناقض نعم مصطفى مصطفى أعتقد أنه انتهى لا أنا هنا هنا نعم 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 شكرا حبيبي شكرا شكرا على المجهودات الجبارة التي قمت بها من أجل انجاح المتقال والله كنت أفضل أن نلتقي بالزملاء الأساتذة جرت العادة أن أربع مؤتمرات دولية كانت كلها بجامعة مستغالم ولكن شاءت كورونا أن تفرق الأساد ولكن ثابرنا من أجل تكون هناك يعني تقنية زوم التي هي في الحقيقة تقنية مدفوعة مؤسستية هذه ليست غاتويت مصيبها غاتويت يعني قدمنا بشراء الحقوق والتسجيل ونحن نسجل الآن لكل المداخلات وسوف تداء على اليوتيوب في جامعة مستغالم وسكايب وميسانجر وكل وسائل التواصل البارحة كان لدينا دكتورة نادية 2600 متابع على الفيسبوك الجامعة الحقيقة هي التجربة أقول أن النقل المباشرة هي لايفة قدابي في فيسبوك أقول أن النقل مباشر نقل مباشر نعم البارحة كانت 2600 مشاهدة أونلايف عن طريق المباشر بارحة في الليل أعتقد أن هذا نادية أنهي الجلسة وندخل إلى الجلسة الفضلية دكتورة نعم أنهي الجلسة الفضلية لك الكلمة نعم أنهي الجلسة الفضلية لك الكلمة الكلمة هو أنه المعينة الكاسمية هي عودة الفن بقوة ليقوم بواجبه في اعتبار بخاريخ الزورية في نشر القيم السلم والتسامل وكل السلم يعني أداة التواصل أو أداة التعبير عن قضايا مهمة وربطه بالمجتمع يعني نفعية الفن واتباطه بالمجتمع وهناك بعض الأصوات التي يعني تدافع عن حرية الفن وهنا أعتقد أن الأصوات التي تدافع عن حرية الفن هي تفضل نظرية الفن بفن نظرية التحرر وما إلى ذلك بين هذا الانصراع القائدين دعاة عودة الفن إلى مهامه ودعاة تحرر الفن لممارسته لذاته حديد الغشتجون ممكن تفكي في مؤتمرات مقبلة أو إشكاليات قادمة لبرفقايات قادمة ودون إطالة أحيي خدمة إلى الأخضر هن كان يتفضل مشكلة شكرا إذا سيدخل معنا الدكتور ميلفي الذي سيترأس الجلسة الثامنة والأخيرة وقبل ذلك أريد أن أشكر كل من ساهم من قريب ومن بعيد في هذا المؤتمر أعتقد أن ليس من السهل التحذير والتنسيق والعمل في مثل هذه المؤتمرات الدولية التي تحتاج إلى الكثير من الجهد سواء كان بالحضور أو سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو الوسائل التعليمية كجوجل سكولر أو زوم أو مودل أو ما شبه هذلك ولكن رغم ذلك نحن دائما نسعى إلى أن نقدم الشيء البسيط وأن نساعد الآخرين على تعلم مثل هذه التقنيات في التواصل والتدريس وأنا أركز هنا على التدريس لأنه مهم جدا أن نفهم أن حان الوقت أن نتعلم أو نتعود على مثل هذه الوسائل وأن يكون مثلا في قاعات التدريس الحضور مثلا وحجرات التدريس عن بعد الحضور الإجباري للطلباء وليس فقط الحضور يعني بشكل كما يحلو لهم أو الاختياري لأن لنتصور أن مستقبلا فيه أوبئة ستكون أخطر فتكا بالإنسان حتى بالتقنية ليس فقط بالإنسان ربما الفيروسات الإلكترونية هي أكثر خطورة من الفيروسات الجسدية فيجب أن نفكر بآليات التواصل وأن نتدرب على مثل هذه العمليات التواصلية والتدريسية ولما لا تكون طرق التدريس عن طريق بعد أو التحاضر عن بعد في المدارس الإبتدائية والمتوسط والثانوي والجامعي هذا بات ضروريا الفن رسالة لحوار والتسامح هو عنوان مؤتمر الدولي الخامس لمخبر حوار الحضارات التنوع الثقافي وفلسفة السلم ونأمل بعد هذه الجلسة أن تكون هناك توصيات لطرح ما يمكن أن نفكر فيه كمؤتمر سادس إن شاء الله أنا كل سنة أقول هذا آخر مؤتمر نحضر له ولكن دائماً كرماً لطلبة الدكتوراه والأساتد المحاضرين وكذلك الأساتد المساعدين نحن هنا للمساعدة ونقدم الكثير طبعاً فقط بعد التعب تأتي القوة بشكل جديد دكتور مالفي هل أنت معنا؟ شكراً دكتور مالفي دكتور مالفي هل أنت معنا؟ إذن نريث ما يسل الدكتور مالفي محمد بن علي يترسل بنا من جامعة المركز الجامعي علي غيزان سيتحدث حول ثقافة الصورة الرسالة الفنية وتحديات النزعة الاستهلاكية محمد هل تسمعوني؟ شكراً محمد هل تسمعوني؟ محمد هل تسمعوني؟ محمد محمد مرحباً بك إبقى معنا مرحباً نعم يحيا هل تسمعوني؟ ساعدوني يحيا أنا أراك يحيا يحيا هل تسمعوني؟ يحيا هل تسمعوني؟ يحيا يحيا نحن نراك فهل تسمعوني؟ دكتور مالفي يستسل الآن دكتور مالفي تسمعنا من الفرود دكتور مالفي مالفي شكراً دكتور مالفي أعم من معي؟ يحيا دكتور زعجو أستير محمد أستير محمد بوحجلة مالي شكراً يفقى معنا يفقى معنا أعلم مرحبا 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 بكم كيف الأحوال الحمد لله لنتم الحمد لله هل تبقى معنا دكتورة خديم أسماء هل تسمعين نعم مرحبا دكتورة مرحبا كيف الأحلال الأحوال الحمد لله كيف أنتم دكتورة عمي الحبيب هل أنت معنا دكتورة عمي الحبيب هل أنت معنا دكتور رابح سعدان هل أنت معنا رابح سعود أنا معكم نعم رابح سعود سؤال لا مو سعود رابح سعود من عجمان الإمارات العربية المتحدة مرحبا حبيبي مرحبا مرحبا بك مرحبا بك في بلدك الثاني دكتورة ناديا هل أنت معنا بلعباس دكتورة ناديا دكتورة ناديا دكتورة ناديا دكتورة عمي الحبيب دكتورة ملفي لك الجلسة دكتور ملفي ليس لديك الصوت المترجم للقناة وفقدنا أستاذ غالي وعزيز على القلوب البروفيسور بريح مختار أستاذ الفلسفة والفكر العربي المعاصر بالمركز الجامعي بالبيض كان بجامعة وهران وكان رئيس المركز الجامعي بالبيض من هذه المنصة نقول لأهله لله وإن إليه ناجعون وتفقد العزيز والغالي حبيبنا وأخينا وسديقنا وأستاذنا مختار برحمته الواسعة كان نعمة صديق ونعمة زميل قبل أن يكون نعمة الأستاذ وطبعا لم أشهد له إلا الخير وكان دائما يحثون على العمل والمثابرة ومنه تعلمنا الكثير وكان صديقا وحميما لك الكلمة الخط دكتور ملفية تفضل مرحبا بالجميع يعني بسأكم سعيد في هذا المنصة بالجلال الذي ألم بقسم الفلسفة بجامعة وهران وبمركز الجامعي بالبيض يعني في فقداني للأخ والزميل مختار بريا يعني مختار بريا عرفته منذ زمن منذ الثمانينات عندما كنا طلبا نحن كنا في السنة الأولى وكاننا في السنة الرابعة وتعلمنا منه الكثير تعلمنا منه الحوار الأدب والخرق الشهام الوقت لا يساعدنا لذكره وبالتالي يعني أعزي أسرة الفلسفة في هذا المصاب وهذا المصاب يعني كان على إصابته بهذا الفيروس الذي جعلنا لا نلتقي بالأحباب الأصدقاء إلا بتقنيات معاصرة وهي التقنيات التي نستخدمها في التحاضر مثل هذه التقنيات التي نستخدمها في التحاضر عنه إذن دون إطالة يعني كلفت من إدارة المؤتمر أن أترأس الجلسة الأخيرة وهي الجلسة السابعة ولا تحضرني القائمة مباشرة يعني القائمة لأنني فيما أفتقر به أفتقر به فيه عن القائمة وبالتالي أتذكر بأن بين المشاركين هناك دكتور محمد بن علي يعني أطف له الكلمة مباشرة خلاص ما عليش دكتور محمد بن علي دكتور مرفي سننشر لك القائمة الآن نبدأ مع دكتور محمد بن علي افضل محمد أنت معنا هل تشاهد القائمة دكتور مرفي دكتور مرفي دكتور مرفي وقائمة مرآن في الموقع هل تشاهدوها دكتور يحيان موجود معنا دكتور سعدون سعدوني فقط نرجو من الجماعة أسرتي ذا أن يفعلوا المايك الميكروفون فقط السلام عليكم من معنا مستر يحيان سعدوني فضل دكتور دكتور محمد يحمود كلهم موجودين نعم كلهم موجودين محمد بن علي مازال سعدوني يحيان عفوا دكتور سعدوني يحيان نعم تفضل شكرا السلام عليكم أولا وتحية طيبة سعدوني يحيان نعم السلام عليكم نعم وتحية طيبة من مدينة البورا إلى كل المشاركين في هذا المنطقة والفاعلين على إنجاح هذه التظاهرة العلمية المتميزة وجدين بذكر أن الجامعة مستغلا تعودت على مثل هذه الفعاليات وقد شاركت في منطقة الثورة الجزائرية في الإبداع الأدلي والفني سنة 2016 وكان المنطقة ناجحا بشكل جيد أولا قبل أن أبدأ مداخلتي أو توطئة من مداخلتي لا شك أن موضوع الحوار والتسامح يستدعي مشاركة كل فاعلين الاجتماعيين من أدباء وفنانين ومثقفين وفلسفة ورجال الدين ورجال السياسة إلى أغيرهم إذن كل في مجاله وكل في منطقته ولكل منهم بصمة معينة يضيفها وأسلوبا خاصا يعبر به وأدوات إزرائية متميزة يتبعها الوصول إلى الهدف المنشود وموضوع التسامح لا يأتي هكذا دفعة واحدة والحوار كذلك إلا من خلال سيرورة معينة هذه السيرورة تنطلق من الاتصال ومن الاتصال ينتج التواصل مع الآخر ومن التواصل ينتج الحوار يعني عندما يكون التواصل يكون لقاء بين سواء بين المجتمعات أو بين المجتمع الواحد في فئتها المختلفة يكون هناك حوار وعندما يكون الحوار يكون الفهم ويكون بعده التفهم ثم ينتهي كل ذلك بالتسامح لأننا في بعض الأحيان نقطع في حق الآخر لأننا لم نتواصل معه لم نتصل معه لم نتحاور لم نفهم وبالتالي نكون في حلقة مغلقة لا تؤدي إلى نتيجة إيجابية وعليهنا في اختيار لرواية الصدمة ليسمنا خضراء والعنوان أنا نكم التفضيل الجمالي بين الفن والواقع رواية لم تفقراء ليسمنا خضراء ونموذج هذه الرواية المتميزة المسمة وانا أخذتها بلغتها الأصلية بلغة الفرنسية وحاولت أن أترجم ما يمكن ترجمتهم إذن هذه الرواية هي نموذج متعالي بهذه العلاقة التي ينبغي أن تخلق في المجتمع هذه العلاقة التي تنطلق من الاتصال إلى التواصل إلى الحوار إلى الفهم إلى التفاهم في المجتمع الواحد مثلا أجدوا مجتمعات جزئية فالمجتمع الإنسان العادي تختلف عن مجتمع الإنسان المشرد وتختلف عن مجتمع مثلا بين الفقراء والإغنياء بين المتعلمين وغير المتعلمين إذن هناك صراع بين هذه المجتمعات الجزئية في ذات المجتمع الواحد لكن بأس أن أشير إلى بعض النقاط في مدخلات تحدث فيها عن الفن وجمالية في الفن يعني علاقة الفن بالجمالية ثم علاقة الجمالية بالأدبي ثم أصل إلى هذه الرواية التطبيقية كي أبرز بعض الأمور الأساسية التي اعتمدها الأدية أو الكاتب يسمينا خضراء للوصول إلى هذا الخوار بين أفراد المجتمع الواحد وعليه أقول كي إذا أقل وقتا كبيرا هكذا يعاد الفن ركيزة ركيزة رئيسة لعلم الجمال ويشكل المادة الأولية لنظريته ومطلقته في الوجود حيث ينأع الجمال عما تظمه الطبيعة من أشكال الجمال ليصب كل اهتمامته على ما يبدعه الإنسان بأنامله وأذكاره لأن الفن هو القدرة على توليد الجمال أو المهارة في استحداث متعة جمالية وهو نشاط الإنسان لا يخضع لأحكام المطلقة ولا للقواعد ولا للقوانين المساقة وإنما للفنان سمة الابتكار والخلق وللفن كذلك ميزة التطور والمفاضلة والاستباق إلى ما هو أعظم على الدوان بالإضافة إلى الحوار القائم بينه وبين ما يحيط بالإنسان في حياته النبي وحياته الروحية إن التفضيل جمالي للرواية لا يقاس على الموضوعات المختارة لهذا الجنس الأدبي وإنما يقاس بالنظر إلى كيفية التعبير عن الموضوع هذا هو الأساس وكيف وضعت العناصر اللغوية والنصية المختلفة في علاقتها المتبادلة بينها وفي وظائفها التي تؤديها في سياقة النص الداخلية والخارجية وتعد هذه الرواية رواية أولمتيا الفقراء ياسمنا خضراء والموذج في تحويل الواقع الرديئي والتراجيدي للغاية وهذا المص الفني وظيفته المتعالية وظيفته النهائية هو هذا الحوار الذي يبغي أن يكون في المجتمع المجد بعض التعريفات يقال أن الفن هو تلك الدنيا الفريدة المبتدعة والحية والمحتفظة بحيويتها على الدوام الفن هو تلك الغارة من الصور التي يشونها الخيال على الواقع الفن هو أن تناول الواقع بأنملة وروعة الفن هو أن تتناول الواقع بأنملة وروعة وترفعه إلى مستوى المثال وهو 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 ومن ومن الذي نظر إلى الفني نجد الفيلسوف هيغ الذي يرى أن الحاجة الكلية للفن هي حاجة الإنسان العقلية ليرفع العالم الباطني والخارجي إلى وعيه الروحي في شيء يتبين فيه نفسه من جديد يعني يحاول الإنسان أن يرى نفسه في ذات الفن لأننا لا نستطيع أن نرى الفسنا بالكامل وإنما نحاول أن نرى هذه النفس نحاول أن نرى شخصيتنا نحاول أن نرى أن نضع وجودنا أو بصمة في وجودنا فالعمل الفني ليس مجرد شيء كلوحة فنية مثلا ليس شيء بل هو روح تتجدل من خلال وسيط حسي إذن هناك حس في الفن حس من المبدعين إلى فنه إلى لوحته الفنية إلى نصه الأدبي إلى مصرحيته وحس كذلك من هذه الأعمال الفنية إلى القراء والمتلقين إذن هذه الحسية حسية نائية وليست واحدة فقط في جهة واحدة بالنسبة للتجربة الأدبية والحكم الجمالي فنحن نعرف أن الأدب هو ذلك الفن الذي يأخذ من اللغة مادة الأولية له إذن المفرقة بين الفنون الأخرى والأدب أن الفنون الأخرى تستعمل أدوات إجرائية متعددة فنجد في المصرح نجد الألوان نجد الأشكال نجد 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 أموراً كثيرة نجد الضوء لكن الأدب له فقط أدات واحدة يستعملها وهي اللغة إذن في لغته نرى الألوان في لغته نرى المواقف في لغته نرى اللباس في لغته إذن الأدب لا يستطيع أن يبتعد عن الحرف والكلمة هذا ما جعل الفن الأدبي ربما أصعب الفنون أدائيا نصب لا أكثر في هذه الجوانب بالنظرية نصل إلى نماذي الجمالية من أولمبيا الفقراء نرى كيف استطاع هذا الأدب بإسم الأخضراء أن يجسد بعض بعضاً من الأهداف بعضاً من الأدوات التي توصلون إلى هذا التعايش بين أجزاء المجتمع والحوار بينهما في هذا إطار إذن أولاً أخذت خمسة نماذج النموذج الأول تحول السيكولوجيا للمكان إذن استطاع ياسمين خضراء أن يعطينا بعضاً من الصبغات السيكولوجية للمكان إذن استطاع رواي ياسمين خضراء بقدراته الإبداعية أن يحول المكان الرئيسي لروايته والمتمثل في المفرغة العمومية إذن كل الرواية تحكي مجتمعاً يعيش في مفرغة عمومية إذن هذا التحويل استطاع أن يحول هذا المكان من الرديء كما هو معرف عند عامة الناس إلى مكان يعج بالأمور والأشياء الإيجابية التي استطاع الكاتب أن يكشف عنها بل يخلقها ويمدها قيم العليا لا يحس بها إلا عن طريق الخيال الإبداعي فالولوج في عالم المشردين الذين يعيشون في ذات المكان يعني في المفرغة العمومية من طرف الكاتب جعله يفصح عما لا يتوقعه القاني حيث أظهر أن حكم الرداء هو كذلك حكم سلبين وحكم النظر إلى هؤلاء المشردين هذا المجتمع يعني الدنيء هذا المجتمع الضعيف الضعيف فهو فقط حكم نسبي فيحمل الكاتب على لسان إحدى الشخص إحدى الشخص الرواية أذكارا جديدة عن عالم المشردين يقول الكاتب يعني في مقطع من الرواية لأنك اخترت العيش بيننا ومعناه هنا في موطننا هذا أين لا يقف أمامك أي حاجب عن رؤية الأفق أين لا يوجد أي شعار نقتف أفره ولا يوجد حظر تجول يرغمنا على إطفاء النار في ساعات محددة وبالمناسبة لا يوجد الوقت عندنا هناك نهار وليل وفقط نستيقظ متنا شاء وننام وقت ما أردنا ذلك ولا نصبنا على الرغم أننا لا يملك إذن هنا لن يصور سارد المكان من جوانبه الفوتوغرافية بل استطاع من خلال هذا المقطع أن يمد المكان الذي أبعاد إيجابية نحن لن نعرفها هذه الأبعاد الإيجابية تمثل مثلا في الحرية المطلقة في عدم الارتباط بالآخرين والإتساع ولمحدودية الفضاء المحيط به حيث ركز الأديب يسمينا على هذه الجوانب وأخفى تلك المناظر الرديئة التي تصور في المفرغة العمومية وتلك الروائح التي مجرد أن نذكر المفرغة العمومية مجرد أن نحس بذلك ثاني العنصر الثاني إذن هذا في هذا في الأول يعني تحول السيكولوجيا للمكان العنصر الثاني الذي اختراه يسمينا خضرة الموقف المخالف وإثبات الشرعية إذن يبرز لنا مواقف مخالفة تبكر السل الكاتب أن يعطي انتباعات أخرى جديدة لما يدور في الطبيعة في نماذج عديدة من الرواية وأن يصغر أنه انتباعات جديدة لدى السكان مفرغة في علاقاتهم بالمحيط ومن تلك النماذج نظرتهم إلى ظاهرة هيجان البحر لني قول الأدب عن طريق شخصه وعن طريق السارد عندما يهج البحر فإنه بنسبة لسكان المدينة طقس رديع للغطايا أما بنسبة للحر يعني هذا الإنسان الذي يعيش في المفرغة العلمية الذي يسميه إذا لا يسميه الأدب الحر أما بنسبة للحر فالبحر في عرس وبينما يغلق السكان المدينة على أنفسهم في بيوتهم نصعد نحن على الجرف لمشاهدة الزواج بين الأمواج العالية ونحن ساكتين الحر يكتشف الموسيقى مع كل استدالة هذا هو شرفنا هذا هو سرنا نعرف كيف نرسم سعادتنا مع كل صلعه الله وبالمقابل يعطينا مساوى المدينة في هذا الإطار بذات في نظرتهم إلى البعض الحرارة يقول الحرارة في بيوتهم ولديهم كل أسباب الراحة ولكنهم كيف ما حاولوا بناء إمبراطوريتهم فقلوبهم تأبى وترفق ذلك يعني كل شيء يعطى لي أصحاب المدينة فيعتبرونه شيئا قليلا رغم حياتهم يعني كما يصور الأدين في رفاهية وفي نظافة وغير ذلك لكن هذا لا يبدو للسكن المدينة يبدو قليلا إذن فالسعادة عند السكن هذا العالم الفريد وهو العالم المخرغة هي من صنعهم في تصوراتهم وأخيرتهم حيث استطاع الكاتب أن يشير هنا إلى نظرتهم إلى شرطان الأمور مخالفين عالم النفس لكن مطمئنين بما يعيشون فيهم ويمكننا إدراك ثنائية تناقض ثنائيات تناقض بهذا المقطع بين السكن المدينة من جهة والسكن المطرعة الأممية من جهة أخرى ثنائية مثلا رداءة طقس وجودته ثنائية الغوف والإطمئنة ثنائية الإنعزال والإنفتاح شساعة القلب ويط القلب الشقاء السعادة إذن في الرواية يعني في مصول الرواية نلمس هذا وكأن الغواء يدافع عن هذا العالم ويعطي أسباب أسباب تأقلم هؤلاء المشاردين مع هذا المكان مع هذا النقطة الثالثة المأساوي والجمال الفني عندما نقول مأساة ليس معناها رداءة فيمكن أن تكون مأساة في عالم الفني تكون فنية ربما بامتياز أكثر من الأمور الأخرى إذن المأساة في الواقع هي مأساة شيء منبوذ شيء غير جميل لغير ذلك لكن عندما يحاوله الأديب إلى الرواية قد نكتشف أمور كثيرة في هذه المأساة إذن وما يريده الأديب هنا هو أن يوصل أن يوصلنا بهذا المجتمع الآخر وأن التحاور مع هذا المجتمع الآخر وأن نفهم هذا المجتمع الآخر لأن نظرته إلى الحياة نظرته إلى ما حولها يختلف عن نظرتنا نحن إذن ومن بين نماذج التي تلحم فيها القطبان المأساوي والفنية ما جاء في إحدى مقاطع الرواية يقول يسمينا خضرة المقطع من مقاطع روايته التي تضم هذه المأساة غير بعيد وفنعزال يحاول هارون الكبير في السن والأصن أن يقتلع جذعا ضخما لشجرة نصفه مدفن في الرمال لم يكن هارون معاقل من سمعه بل بالعكس يستطيع أن يسمع عن كبوتا تنسج شبكتها نلقبه بالأصن لأنه لا يستمع للآخرين بجذعه العالي في الشتاء والصيف هارون يشبه سيزيف المريض بأغلاعه البارز تحت قشرة رقيقة تمثل جسده للوهدة الأولى نعتقده ناج من أي تحقار القبض ومع ذلك فعندما يستقر على فكرة منه شكراً شكراً وفي الليل ومع صعود الأمواج تسوي المياه الرمال التي حفرها فيعاود هارون الحق مرة من فضلك من فضلك دكتور حاول أن تتزم بالوقت لأنك أخذ شكراً وهو يعلم يقناً المواج القديمة ستعيد الرمال إلى ما كانت عليه يحفر يداه افتقد تجديهما تقريباً ومعصمه كأنهما بقايا لحم المطبوك يحفر إذن هذه الصورة هي في حقيقة صورة مأساوية لكن عندما جسدها الأدير عندما تحدث عنها أعطلها نكهة الأخرى وأعطلها بعد آخرى نستطيع من خلاله أن نعرج على هذا العالم آخر باختصار رابعاً موقف الاستثنائي وجمال فكرة إذن هناك مواقف استثنائية غير موجودة في العالم يعني خارج عنها عالم المشاردين وعالم فرغة الأموية لكن يعطيها الأدير جمالية ثمية عالية ثم العجائب والصورة الجمالية إذن هناك أمور عجائبية أو عجيبة أدخلها أو تحدث عنها الرواي من خلال السارد من خلال الشخصيات ومن بين هذه الأمور قول أحد الشخصيات والذي يسميه الأديب أي تسيطرة يقول لأحد رفقائه كيف كيف تفسر الأوجع في المعصم بينما افتقدت ذراعي منذ سنوات أليس بجنون ليس بذي ذراع ولكن أحس مثل ما هو موجود هنا فعلا أحيانا أوجع في الإذهال وأحيانا في المير خاطمة وخاتمة هذه المدخلة وأستسمحكم كثيرا خاتمة هذه المدخلة أن من خلال هذه الرواية استطاع يسمينا أن يعرج بها إلى عالم المشردين الذين كثيرا ما نصفهم بالرداء ونصف يعني سكان هذا العالم صحب في ضعف ولد إلى ذلك لكن هذه الرواية مك معرفة بعض الأمور والأمور كثيرة يعني فيها بعض الأمور عن عالم الدين وإذا هنا الأشياء والأمور المادية والمعنى التي نراها ونحس بها في حياة المجتمع وفي المجتمع المجتمع بالغراءات والسهولية والدناء قد تلق الدعم إلى أشياء الأخرى مستحسنة يتقبلها المتلق لكل صدر راحل وينتزعها المبدعون من إطارها العادي المألوف إلى إطار يتقبلها ويمدها ذو هذه متعالية عما كانت عليهم من فن الروائي لا ينحل الواقع دكتور يحيان دكتور يحيان نعم قلت قلت إن الفن الروائي لا ينقل الواقع وردئ كما هو ما يصوره سياغة ومشاركة 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 مستثنائية وجمالية مؤثرة بالخطاب السلبي الذي يحمله ويمكن ويمكن الأدب من التواصل بين شرائح المجتمع المختلفة وبين مجتمعات متباعدة متباعدة العقائد متباعدة الثقافات واللغات في حوار غير مباشر يدفعوا إلى التعرف على الآخر والتواصل معهم أشكر كل قائمين على هذا المؤتمر وأشكر كذلك المشاركين من داخل جزائر وخارجها وتمنى لكم التوفيق في منتقية الأخرى وشكرا جزيلا إذا قلت دون إطالة أرحيل الكلمة إلى دكتور محمد بن أعليم المركز الجامعي ريزان دكتور محمد بن أعلي أين هو أمر إلى دكتور بحجلة محمد عيت 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 هز دكتور محمد بن أعلي محمد بحجلة أين هو دكتور ربح كذلك ربح ساعد من عجمان معنا جامعة عمان جامعة عمان نعم نعم كان معنا لا أعرف إن كان الدكتور عم الحبي من جامعة بجاية كذلك متواجد معنا دكتور أخديم أسماء أسماء أنت معنا منفروض نعم نعم ما أكون تضلي تضلي أسماء تضلي تضلي دكتور مرفي دكتور دكتور أخديم أسماء أين هي أنا هنا مرحبا مرحبا جامعة نعم إذن تضلي بدون إطالة نعم شكرا شكرا أستاذ الصوت موجود جيد خمسة إلى خمسة شكرا إذن بداية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم جامعا بودية في البداية إبراهيم محمد على جهوده التي أثمنها باعتباره قد أعطانا هذه الفرصة وأتح لنا فرصة للتعبير عن ما يختلج في نفوسنا من آلام وآمال في نفس الوقت ونحن نعيش هذه الضائقة وكل العالم يعيشها طبعا أشكر كذلك البروفيسور ملفي عبدالقادر وأحييه من جديد لأنه أستاذ يعني تشرفت بزمالته في فترة الماجستير أحييه من جديد كما كل المحاضرين في هذه الجلسة المسائية الممتعة والماتعة لو سمحتم لي أستاذ فقط في البداية أريد أن أترحم على أستاذنا القدير بريح مختار الذي فارقنا بالأمس وترك فينا يعني فاجعة لا يمكن تصديقها إلى هذه اللحظة لم أصدق الخبر وأترحم عليك كما أقدم تعزية خالصة لكل عائلته وللجامعة الجزائية على الخصوص والفلسفة وبحق الفلسفة بوهران بشكل خاص كما تفضلتم أستاذي موضوع مداخلة اليوم هو الفن وإشكالية الإفلات من العقلانية مقاربة لمفهوم العبقرية عند إيمانويل كانت طبعا عندما نتحدث عن مفهوم الإفلات من العقلانية هو مفهوم ابتكره كانت من أجل تحكم الفن من البعد العلمي بالكلمة خاصة ونحن عندما نوظف فهم الفن نتحدث عنه كمقابل للعلم ماذا لأنه أكثر تحرر من المقاونين ومن العلاقة التابعة إذن ارتبط الفن في علاقات مع جملة من المثل ونخرط كذلك ربما تضايف معه كمفهوم الحقيقة مفهوم الطبيعة وغيره من المفاهيم كما أنه أصبح فلسفيا عندما اخترق الفلسفة بكله وأصبح مشكلة فلسفية أثر كثيرا حواراتنا وأغناها عندما نتحدث عن الفن وقد سبق للزملاء في عدة ربما مناحي من علاقات الفن بالمسرح علاقات الفن بالتربية علاقات الفن كذلك بالاقتصاد وغيرها من المحاضرات التي سبقت أقول أنه أصبح مشكلة فلسفية عندما تم تناوله في البداية كمفهوم ثم كممارسة ارتباط الفن بالفلسفة جعله أيضا يخوض معارك أخرى مع مفاهيم جديدة كالطبيعة مثلا عندما نتحدث عن الطبيعة نتحدث هل الفن هو صورة عن الطبيعة أم هو صورة جديدة بمعنى هل الفن تقليد أم إبداع وابتكار وهو طبعا ما يدخل في صميم هذه المداخلة من خلال سؤال كيف وظف كانت أو كيف تعامل كانت مع الفن في إطار علاقته بالطبيعة وكيف أنه أدخل مفهوما جديدا أضافه إلى هذه العلاقة وهو مفهوم العبقرية إذن مفهوم العبقرية كان من الناحية الإبستيمولوجية مفهوما ارتقى إلى لحظة الإمبيجاس أو لحظة الانكشاف بالنسبة لكانت لهذا حتى أن البعض قال أن كان متصوفا في هذه الرؤية طبعا قبل الحكم على تناول كانت لمفهوم العبقرية أود فقط أن أقدم كيف يعرف كانت الجيني أو العبقرية يقول إنها الموهبة التي تعطي القاعدة للفن ولما كانت الموهبة بوصفها قوة مبدعة في طريقة الفنان تنتسب إلى الطبيعة يمكن أن نقول أن العبقرية أيضا هي استعداد في النفس الذي الذي بواسطه تعطي الطبيعة القاعدة للفن طبعا هذا التعريف عندما نتحدث عن كلمة قاعدة في الفن يثير عدة إشكاليات وكأننا نعيش نوعا من كيف أقول نوعا من التنقض إلى حد ما كيف من جهة يحاول كانت تحرير الفن من القواعد ومن الصرامة العلمية من جهة أخرى يحاول أو يتحدث عن مفهوم قاعدة في تعريفه للعبقرية إذن بكل اختصار مفهوم القاعدة هنا للفن يقصد به كانت مفهوم العبقرية أو الموهبة فلو حلنا هذا التعريف بشكل جيد لقلنا أنه في مستوه الأول يتحدث عن العبقرية كاستعداد أو وجود بالقوة طبيعية يحتكم عليه الفنان ليبدع فنان جميلا أما المستوى الثاني من هذا التعريف فينفي عن عملية الإبداع قيامها على قواعد وقاوانين يمكنها بمجابها أن يحقق العمل الفني نجحا إذن القاعدة الفنية التي تحدث عنها كانت هي المبررة الوحيد الذي يفسر تلك القدرة الإبداعية عند الفنان وبلغة كانت بحتة أقول أنها هي القوة التي يتلقاها الإنسان بالاكتساب والتعلم والتي تجعل العمل الفني الإبداعي ممكنا بمعنى أن القاعدة هنا هي قاعدة الفطرة التي تكون موجودة عند الفنان والتي طبعا تجعله يتميز عن غيره من الناس لأن صحيح أننا في هامش من حياتنا نقول أن كل واحد فينا عنده فنان بداخله لكن أتحدث عن الفنان المتخصص الذي يبدع صورا يبدع مثلا شعرا موسيقى إلى آخره فهو يملك هذه القدرة التي طبعا يرجئها أو يعتبرها كانت هي قدرة إلهية لأنه حتى في المدخلة الكاملة سيادتكم قدمت الشيما مخطط يبين الفرق بين التقليد وبين الإبداع أو بين العبقارية بمعنى أن العبقارية تقوم على الموهبة التي مصدرها إلهي بحث إذن السؤال الذي طرحته كيف يوظف كانت المفهوم العبقارية في علاقة الفن بالطبيعة يتحدث كانت عن هذه الإشكالية وهي إشكالية كثيرا ما لازمت البحث في العبقارية دائما هو هل الإنسان عندما يحاكي الطبيعة هو يقلدها يعني يعيد إنتاجها أو أنه يصنع نموذجا جديدا من هذا المنطلق سوف يتعامل كانت مع مفهوم عندما يتحدث عن علاقة الفن بالطبيعة يقول يجب أن نعي أمام ناتج الفن الجميل أنه فن وليس طبيعة ولكن مع ذلك يجب أن تظهر الغائية في شكل ناتج نفسه متحررة من كل إكراه القواعد الاعتباطية كما لو كان ناتجا عن الطبيعة من دون سواه وعلى أساس هذا الشعور بالحرية في لعبة ملكات المعرفة لدينا طبعا من هذا المنطلق يقول كانت أن الفن عندما يتأمل الطبيعة ليس بالضرورة يقوم بإعادة إنتاجها وإلا هنا لن يصبح إبداعا وإنما يصبح مجرد تقليل وهو هنا يتحدث عن الجانب الإبداعي من الفن الذي طبعا أقول أنه يتحرر به الفنان عن تقليل صورة أو نموذج أمامه إلى خلق نماذج جديد معنى أنه هو من سيصنع نماذج وليس عليه أن يكرر هذه النماذج إذن وما يتابع في طبعا من مصدر نقد ملكة الحكم ملكان يقول كانت الطبيعة جميلة حينما ظهرت في الحال كفن ولا نستطيع وصف الفن بالجميل إلا ونحن نعي أنه فن ويظهر لنا مع ذلك وكأنه طبيع بمعنى أن الفن عندما يصل إلى درجة من الإبداع والابتكار يصبح أشبه بالطبيعة ليس في صورتها نمطية ولكن سوف يصبح صادقا بمعنى الكلمة أنه يصل إلى المتلقي وكأنه طبيعة أو حقيقة مثلا نعطي مثال هنا فقط أن الممثل مثلا عندما يؤدي دورا ما وينساجم في ذلك الدور ويؤديه بشكل جيد من حيث الانفعالات من حيث اللغة من حيث السلوك إلى آخره نشعر وكأنه يعيش تلك اللحظة بشكل حقيقي وبشكل طبيعي فهنا نصدق هذا العمل الفني ونعتبره طبيعيا أي نقول أن هذا الفنان ينفعل طبيعيا ولا تشعر كأنه يمثل بل أنه يبكي مثلا أو ينفعل أو يتأثر أو يتألم وهنا ما يسمى بصدق الصورة وصدق العمل الفني طبعا أنا عندما أقدمت على تلخيص المداخلة خوفا من أن يسرقني الوقت وحتى لا أحيجكم بمقاطعتي نفسي في نفس الوقت أنا نحب أيمن نختصر الكلام ركي أنت تشكري كنت شكرا شكرا أستاذي شكرا وحاول أن أقف فقط على ماذا سنتجت من قراءة لهذه النقطة بالنسبة لعلاقة الفن بالطبيعة باللعب قرية العلاقة هنا أقول أن الحكم الجمالي وهنا أضم صوتي حتى العديد من الأساتذة الذين سبقوني تكلموا على نستؤدي الأستاذة على ما أظن معرف تكلموا على النقد الفني النقد الفني طبعا له علاقة بالحكم يعني كيف نحكم على عمل ما أنه جميل أو وحتى قبيح لأنه حتى القبح يدخل في الأحكام الجمالية الحكم هنا تدخل فيه عدد طبعا شروط طبعا لن يساعد الوقت لشكل الحكم الجمالي هنا ليس حكما باستعداد قبلي وإنما هو وهنا نستحضر التجربة الكانطية عندما يتحدث أن هناك لقاء بين الذات وبين الموضوع الجميل أو موضوع الجمال هذا اللقاء هو الذي يحدد قيمة ذلك العمل وليس بتصور مسبق أسسته من قبل عن هذا التصور مهمة جدا يجب الإشارة عليها وهو أن كانت يحرر العمل الفني من أي نفع يعني بدون أي منفع العمل الفني هو قيم لذاته مبدع لذاته جميل لذاته دون البحث عن مدى نفعه ومدى أو ما يقدمه لي من منافع ومن أقول نتائج طبعا إيجابية إذن قلت خالص إلى مجموعة من النتائج يكون الجمال أصلا عندما يقارب الطبيعة أقول يقارب وليس يتطبق يقارب الطبيعة لكن هذا لا يعني أن يحاكيها شكلا ومضمونا معنى أن مقاربة الطبيعة هي دائما نقطة الصدق التي يجب أن تتحقق في هذا العمل صدق بحيث يجعلك تشعر كأنه طبيعي جدا وليس عملا فنيا نقطة ثانية لا يمكن الحديث عن الفن أو الجمال في غياب الحرية وينقطة يعني عطفا على كلام الأستاذ دكتور حسن حمد كان قد تفضل قبلي بمدخلة يتحدث فيها عن الفن والحرية فعلا لا حديث عن الفن في غياب الحرية وكلنا يعلم ذلك أن الجمال أو الجمال في صورته كفن هو تحرر من كل القيود لهذا يهرب الكثير من الناس إلى إلى الفن كما يقول نيتش لكي أتحرر من الحقيقة نفسها لأن الفن هو متنفس للإنسان لا يمكن أن يصل إلى هذه الدرجة من التعبير إلا وكانت له الحرية محققة بشكل كبير فهي شرط إمكان الفن والجمال وقد تبين لنا أنه كلما زادت مساحة الحرية ارتفع معها عامل الإبداع فحرية الخيال تسمح بأكبر قدر من الابتكار الذي نتجاوز من خلاله كل ما هو عادي ومتعرف عليه رابعا تتخذ الحرية الجمالية من إبداع الأبقارية روحا لها التوسع من دائرة القدرة على التعبير وبأشكال متعددة بمعنى كلما كانت الحرية الجمالية متوفرة كان الإبداع واسع متعدد ومختلف وكذلك منفتح على الفضاءات الأخرى وهو ما يساهم في ابتكار العديد من الرؤى والتصورات وكذلك الأذواق نصل هنا أيضا إلى نقطة مهمة جدا أختم بها هذا التدخل وهي أن تعدد الأذواق نعيشها دائما في مجتمعاتنا أننا نحكم على هذا أنه له ذوق راقي ذوق كذا كذا هذه الأحكام الجمالية عندما يتحدث عنها كان يتحدث عن ما يعرف بالحس المشترك الحس المشترك وهو ما يجعلنا نتآلف و لما لا نتفق حول الأذواق ويتحدث هنا عن مسألة جد مهمة أننا كثيرا ما نختلف عن الأذواق ويمسألة حتى يسموها الناقضة عندها كانت أننا هل نتجادل في الذوق هناك كثيرا ما نقول أن هذا اللون لا يلائم لكن عادة ما نلجأ إلى تعبير نقول أننا لا نناقش ذهب السوق إن صح التعبير هو توحيد توحيد البشر وتوحيد لغة الجمال البشري بمعنى خلق جو من الحوار الجمالي بين كل الشعوب مهما اختلفت أعراقها ومهما اختلفت مشاربها فاختم بما يلي يؤدي تعدد الأذواق وتنوعها بدوره إلى فضاء من التواصل الاستطيقي والذي أسماه كانت بالحس العام المشترك حيث يحضر النقاش الاستطيقي الذي يوفر لنا لغة كونية مشتركة يمكنها احتواء كل التناقضات والاختلافات مهما تعددت وتنوعت والتي يمكن للفن تحقيقها بامتياز وهنا يعني أتحدث عن ما نعيشه نحن في هذه التظاهرة العلمية الرائعة والممتعة هذا التواصل الذي أجدد وشكري لأستاذ إبراهيم محمد على أنه أتحلنا هذه الفرصة وكل طاقم الذي يعني حتى من لم تتحلنا الفرصة لرؤيتهم كل الطاقم الذي يختفي وراء هذه التظاهرة العلمية أشكركم جزيلا لأنكم تحتم لنا فرصة التواصل حتى في ظل ما نعيشه من آلام ومن شدة أقول أن هذا الملتقى وصحيح بعنوانه الجميل جدا والموسيقي حتى المتناغم الحوار والتسامح أو الفن كريسة الحوار والتسامح أقول أنكم قد أثبتتم أن الفن هو وسيلة للخلود يعني حتى ونحن متباعدين جسديا لكن نتواصل روحيا نتواصل تقنيا أيضا مما يعني أن استمرارية الحياة لا تتوقف لمجرد وجود جائحة ألمت بالعالم ككل أشكركم من جديد وأشكر كل المتدخلين وعذرا إن كنت قد عطلت في تقديمي شكرا لك سيدي ولك الكلمة شكرا جزيلا أنكم أخديم أسماء على هذه المدخلة التي كانت بالفعل جد مؤمقة ومركزة كثيرا حول فكر كونت وخاصة لما نسميه بالقاعدة الذهبية عند كونت في مسألة الفن وربطها القاعدة الذهبية بالعبقرية الموهبة وهذا كله نجده مسرودا في كتابه نقد ملكة الحكم نعم شكرا جزيلا دكتورة وبدون إطالة إذا كان دكتور بحجنة محمد موجود معنا دكتور بحمد بحجنة غير موجود دكتور عمي الحبيب غير موجود دكتورة رابح سعاد رابح سعاد موجود 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 نعم سلام عليكم تظهر أنا معك الحمد لله تسمعني البروز البروز أوكي البروز بس عندي باوربوينت آه صح 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 أوكي لأن في الفلسفة هناك الحضور وهناك البروز وهناك الشخص وكلها مصالحات مترابطة مع بعض بحق حبل واحد وهو الأنتولوجيا خلاص نعمل شو بيسموه شارينغ وبعدين في النهاية نبرز إن شاء الله أوكي صوت واضح صورة واضحة صورة واضحة أنا نشوف بأنه هناك تظهر جميل أوكي شكرا جزيلا سلام عليكم إخوتي شكرا على الاستضافة وشكرا للطاقة المسؤولة على المؤتمر وخاصة أحمد إبراهيم على التواصل الفكرة فكرة الموضوع حول الفن في التكنولوجيا الإسلامية بدأت من أنه من خصائص ومميزات الصناعات التكنولوجية الحديثة أنها بالإضافة إلى أنها كونها تؤدي وظيفة بدقة عالية فإنها كذلك جميع وهذا الجمال الحضاري المتطور يعتمد على الشكل ما يسمى بالأنجليزي فورم ما يعتمد على الألوان وعلى الزخرفة وعلى الشيء لأنه من خصائص الحضارة الحديثة أنه في آلات دقيقة فدقيقة ممكن تعطينا أشكال عجيبة وفعلا الأشياء تطلع جميلة جدا من دون ألوان وزخرة وشي اللي كان يعمل قديما فالإنسيابية وهذا الجمال في هذا الأشكال أعطت لي الحديثة بعد جمالي كثير وأصبح اعتمد على ما يسمى براندنج فالصناعات لكي تبيع هذه الأمور هذه الأشياء لازم يكون عندها براندنج وبراندنج هذا يكون في غاية الجمال وفي غاية الدل هذا فيما يخص تكنولوجيا حتى في الاركيتكتر في الهندسة المعمارية أصبح كذلك بالتطور في ما يسمى بال مواد البناء أصبح حتى تعطينا أشكال إنسيابية عجيبة وكذلك جميلة جدا ما نحتاج إلا فيسوفاء وما نحتاج إلى ألوان وما نحتاج إلى هذه الزخرة التي كانت تستعمل قادمين فهي كذلك جميلة ما أصبح كذلك ما يسمى به الاركيتكتر البراندي السؤال يطرح نفسه هل عندنا إحنا في الإسلام في الحضارة لما كانت الحضارة الإسلامية على أشهدها هل كان عندنا ما يسمى البراندي وهل كان عندنا ما يسمى بالجمال خاصة في الصناعات التكنولوجية الناس حكت على الجمال المباني وجماد الفن كفن بس فيما خص التكنولوجيا اللي كانت انتجتها الحضارة الإسلامية هل كان هناك فيها براندي أول مراحظة نجب نعملها أنه الجمال في العصور القديمة أو في العصور الوسطى كان يعتمد شوية على الفورم وشوية كذلك يعتمد على الزخرة وبالتالي ما راح يكون مثل البراندي بتاع المودرن العصر الحالي فطبعا راح يكون عنده مستوياته الخاصة به من البراندي والفكرة كانت هذه الفكرة كانت يعني في رأسي وبعدين تطورت الفكرة شيئا ما لما كنا نشتغل على كتاب 1001 Inventions اللي تحدثنا فيه على الإسلامي التكنولوجيا الإسلامية حاولنا أنه نعرف ما هي أهم اختراعات الإسلامية التي غيرت مجرد تاريخ وطلع هذا الكتاب والآن موجود يتداول فلما كنا نشتغل على هذا لاحظ أنه فعلا التكنولوجيا الإسلامية بيخاف كونها البعد الوظيفي فكان كذلك عندها بعد فني وبعد جمالي وكذلك عندها براندي طلعت هذه الفكرة على أساس في الصناعة والتكنولوجيا الإسلامية بعدين الفكرة ماتت في رأسي إلا أن جاء هذا المؤتمر ولذلك أشكر المؤتمر مرة أخرى أنه بعث هذه الفكرة من جديد والحمد لله طلعت هذا البحث الحمد لله طورته كثيرا منذ ذلك الوقت منذ أن بعثته إلى حضراتكم والآن بعثته إلى مجلة بريطانية وإن شاء الله سيطلع قريبا في صورته النهائية فيما يخص المدخل التعليل يوم تكون فيها خمس نقاط هذا حسب الأطروحة المكتوبة أولا الفن الإسلامي وإبعاده الروحية والثقافية ثانيا مبدأ النافع الجميل لأنه الفن الإسلامي كان بيشوف على أساس أنه الفن يؤدي وظيفته لازم يكون نافع ويدعم أي شيء نافع يدعمه بالجمال بعد في عمارة الجمال ونشوف البراندينج تعلق العمارة والبراندينج تعلق التكنولوجيا نأخذ مثالين كتحليف للتحليل نأخذ مثال الأسترولاب وهو ميسمى بالمودن جي بي اس في الأصول الوسطى كان الأسترولاب اللي هي آلة أسترومومية وساعة الفيل اللي هي ساعة لحساب الوقت فيما يخص النقطة الأولتين هي عبارة عن نقاط نظرية تحكي على علاقة الفن الإسلامي بالبعاد الروحية والثقافية وكذا فما أريد أخذ فيها يمكتب على كل حال في الورقة ما أريد نرجع عليها كثيرا أهم فيها الأشياء إنما الأعمال بالنيات ولكل من منواء إن الله جميل يحب الجمال إن الدنيا حلوة خضرة وأن الله استعملكم فيها فناظر كيف تعمل ثم فيما يخص النقطة ثانية مبدأ النافع الجميل كذلك هي نظرية وفيها فلسفية فيها أسئلة وإجابة وأهم عاملين يحدد على أساس أن الفن يجب يكون نافع أن مثل هذه الآية والأنعام خلقها لكم فيها دشء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال وإحنا ترصحون وإحنا تروحون وتحمل أثقال من البلد إلا تكون ببالي إلا بشق أنفس إن ربكم رؤوف رحيم والبغارة والحميلة التي تركبوها وزينة ويخلقوا ما لا تعلم وفي الحديث من عامل عملا فليتقن فطبعا هذه ناحية النظرية فيها حوال بعض حققين تحكي على هذه المسألة فمن نريد نروح عليها خلينا نروح على البرندين الإسلامي أولا فيما يخص الأكيتكتور أول بناية تمثل البرندين اللي هو دوم أوف دروك اللي هي قبة و قبة الصخرة هي ليست مسجد إنما هي مزار بناها الدملك بن مروان ستمية واحد وتسعين وستمية وتسعين على قبة الصخرة ليحفظها قبة الصخرة هذه فيها الإسراء والمعرات عبد الملك بن مروان لما عمل هذا البناية كان دقيق في البرندين بتاعه عمل البناية لثلاث أسباب أولا يحافظ على الصخرة ثانيا ليقول للمسيحيين واليهود الموجودين في فلسطين أن أصبح للإسلام قدم في هذا البلد فلي يقول هذا عمل هذه البناية واختار البناية اختار لها شكل خاص مثمن واختار لها بالدقة كذلك الزخرفة وفوسيفسة اللي كانت تستعمل بالتزيين على ذلك الوقت فإذن استعمل الفورم واستعمل كذلك الزخرفة ومن الأشياء اللي موجودة كذلك البعد الثالث اللي هو التحاور مع الديانة المسيحية والديانة اليهودية اللي كانت موجودة في فلسطين ولذلك لو بنشوف الكاليغرافي اللي موجودة على البناية كلها كاليغرافي تدعى للحوار يا أيها يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى غير ذلك فكانت إذن هذا البناية براندين إسلامي عمله عبد المانك بن مروان ليقولها لتحملها هذه الأشياء البراندين الآخر طبعا نفس تقريبا نفس شيء موجود في الأندلوس والمسلمين في الأندلوس كذلك عملوا عمل فني رائع ليقولوا نفس شيء أن الإسلام موجود في هذا البلد والإسلام متطور والإسلام عنده هذه الأبعاد الجمالية الرائعة وفعلا كانت الرسالة وصلت إلى معظم البلاد الإسبانية وبلاد أوروبا البراندين الثاني لهو التقنيات الأسترولاغ اللي هي آلة طبعا أصلها إغريقي بس الإسلام المسلمين طبعا تطورها بشكل كثير فكانوا يستعملوها لمعرفة الأجرام السماوية وكان يستعملها البحار وكان يستعملها المسافر وكان يستعملها الفلك فكانت مثل ما يسمى الآن بالجي بيس لما نظر إلى هذه الآلة رغم أنها آلة فلكية بس لها فن وظيفي لها وظيفة عالية ولها كذلك بعد فن راح للأسف تصنف دائما مع الآلات الميكانيكية أو الآلات الفلكية ولا مرة صنفت من الفنون المبدعة لو نشوف على ديتيلس على الأسترولاب نجد فيها استعمال الطائر وطبعا الطائر موجود في القرآن والقرآن يدعونا أنه نتفكر في الطائر الميروء إلى الطير مستخرات في السماء لنعلم معرفة الله ولمعرفة قدرة الله كذلك فيه ما يسمى بالداغا بالأنجليزي هذا يسميه الداغا اللي هو موس موس موسى مثل ما يستعمل الآن في اليمن اليمن يعملوا سكين في بطنهم على خسرهم وهذا السكين طبعا يمثل الشجاعة ويمثل القوة ويمثل كذلك عنده بعد ثقافي كبير التمثيل الآخر موجود هذه ما يسمى الكاسل أو تاور اللي هي عبارة عن برج برج دفاعي قوي وفي النهاية في الأعلى عندما يسمى بالتاج التاج هذا كذلك يكون عنده زخرفة إما تكون أربسك أو زخرفة خاصة بنباتية بالإضافة إلى ذلك موجود الكاليغرافي إذن الأسترولاب كانت عندها تلعب دور فني كبير وكذلك تلعب دور وظيفي كالجي بيس كذلك هذه الأشياء كيف كانت تصنع الأسترولاب حكينا الآن على أساس أنه حاليا في هناك ألاف دقيقة ترسم الأشياء وتقطع الأشياء وتعطيل أشكالها قديما كان يأتوا بنحاس ويدربوه بالمطرقة وبعدين يقطعوها على ذوات يا دخول من فضلك الوقت 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 خلاص خلي نمر الأخير هذا هو التقريب الأخيرة البراندين الأخير التي مرت كان جد شيقة وستمتعت بها حتى نسيت بأنني ملتزم بالوقت شكرا خلاص دقيقتين وأني إن شاء الله إن شاء الله هذا المانسكريبت هذا كتب في 1226 للجزري اللي عاش في 1181 عاش في وقت صلاح الدين الآلة التي تسمها آلة الفيل التي هي ساعة الفيل هي عبارة عن ساعة تعطينا الوقت الأوقات الساعة الأولى الثانية الثالثة إلى غدا الساعة الفيل كما نرى تتكون عبارة عن تشمل امتدار الإسلامية الإسلام تد إلى الهند اللي فيها الفيل تد إلى الصين اللي فيها الثعبان كذلك أمتد إلى المصر اللي فيها ما يسمى بفينيكس وبالإضافة إلى الفارس اللي فيها الطبي الكاربت فيما يخص الأشخاص اللي موجودة في المونسكريبت عنا هذا أمير مسلم عربي بتاج بعدين نعرف على أساس أنه هذا الأمير هو عبارة عن صلاح الدين صلاح الدين أيوبي وبالمناسبة هذه أقرب صورة لقد جاوزت الوقت بكثير أنهيت 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 هذه أقرب صورة موجودة لصلاح الدين لأن الجزري عاش في الوقت صلاح الدين وشاف أحداث تحرير القدس وشكرا جزيلا بارك العفو العفو معذرة الوقت لا يمشكل خلاص لازم لازم بس الوقت يهر كالسيف ها لازم تكون مسير يلزم عليك أن تكون متصلة نوعا ما تكون مقراطي متسامع إلا وإلا كان مفات كثير يالله شكرا جزيلا إذن دكتور رابح سعاد من الإمارات دكتور أبل عباس نادية إذن هل هي موجودة غير موجودة دكتور بحري صدقي خالد تزاني أين هم عم الحبيب عم الحبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً مرحباً أهلاً بك مرحباً بكل الأستاذ الأستاذ الباحثين أنا فخور جداً وسعيد في الحقيقة بهذه المشاركة التي تمثل بنسبة الكثير لأنها يعني تدخلوا في سياق التواصل الثقافي بين المغرب والجزائر هذه العلاقات الثقافية الوازنة والمهمة جداً ولذلك أشكر كل المشاركين وقد يعني استفتوا من المداخلات التي قدمت مداخلة حول الفن التشكيلي والعرفان الصوفي وتحاول هذه المداخلة أن تقارب موضوع الفن التشكيلي انخلاقاً من رؤية صوفية أو عرفانية وأيضاً بالمقابل الفنان التشكيلي يقتبس من هذه العرفانيات من أجل أن يطور أدوات اشتغاله في هذا الفن التشكيلي ولذلك حاولت أن أدرس تلك التقطعات واللقاء الممكن بين الفن باعتباره نوع من الرحانيات وصفر في عوالم العالم الغيبي أو غير المرء انطلاقاً من توظيف الفنان عموماً لجملة من الأشياء المادية ولكن بأغراض غير مادية ويعبر عن المعنوي أو عن الفكرة بوسائل بسيطة هي معنوية أو هي مادية بسيطة ولكنه يبحث عن المعنى الغائب أو عن ما وراء الغيب ما وراء المشاهدة ذلك العالم الذي لا يراه أو لا يلتفت إليه الإنسان العادي ولكن الفنان يستطيع أن ينتبه إليه فيحاول أن يوثقه في اللوحة التشكيلية تصبح بمثابة وطيقة تؤرخ لحدث العبور من العالم المادي إلى العالم الغيبي العالم الغيبي قد نقصد به كل ما لا نراه كل ما لا نستطيع أن نلمسه ولكنه موجود لا يعني العدم نقصد به أيضا تلك المعاني وتلك الأفكار والتاريخ ويعني كل ما هو يعني معبر عن المعنى الوجودي التاني يعني هناك الحياة المرئية بالحواس وهناك حياة أخرى تعيشها الموجودات ولكن تلك الحياة تغيب عنها ولا نستطيع أن ندركها بوسائل إدراكنا التقليدية الوظيفة العين لا ترى إلا المشاهدة في العالم المنظور لكن هناك عالم آخر هو عالم يحتاج إلى ليس البصر ولكن إلى البصيرة هذه البصيرة التي تمثل في الحقيقة عينا أخرى للإنسان ليست تلك العين التي في الرأس ولكنها العين الأخرى التي في القلب التي نعني بها البصيرة فالفنان يطور هذه العيون أو هذه الحواس والإدراكات ويستطيع أن يرصد تفاصيل الحياة الأخرى التي لا نراها هنا يتقطع مع التصوف العرفاني أو الجانب الروحي في التدين عموما وهو ذلك المقام الإحسان أو مقام تزكية النفس والترقية في المنازل والمسارات نحو الوصول إلى حضرة الحق إلى صاحب الكون إلى الله عز وجل في هذا المسار وعبر هذا الطريق الصوفي هناك معاني تنجلي للمريد أو للمراد لأن في التصوف مصطلحات ومفاهيم وكل كلمة لها معنى في مقام من مقامات السير إلى الله فالمريد هو الذي يعني أراد بإنفعال أراد أن يتبع الطريق الصوفي يبحث عن الشيخ ويعني يأخذ أوراد ويعني يكابد ويعاني في تربية نفسه وتزكيتها لكن بالنسبة للمراد هو الذي أراده الله وجاذبه إليه فسمي بالمجدوب ويعني الذي جذبه الحق إليه فغاب عن عالم الحس وبدلنا نحن العقلاء بدلنا نحن بأنه مجنون أو فاقد عقله لأنه يتصرف بشكل لا يقدر أو لا يراعي الأشياء المادية فهو قد تجده يعني في لباس معين أو في وهذا يعني يتقاطع أيضا هذا الجانب مع الفن التشكيلي عندما نجد بعض الفنانين تشكيليين الذين قد يهملون اهتمام بالهندام أو قد يهملون ترى تسريحة معينة من الشعار وحتى نمر الحياة اليومية في بيته يعني حتى في ترتيب الأتات المنزل هو يعيش هذه التقوص العرفانية أو الصوفية تقوص الانتقال من عالم الغيب من عالم الشهادة إلى عالم الغيب أو المحاولة يعني هتك هذه الأستار والحجب التي يعني المادية التي تمنع الإنسان من أن يرى فأحيانا يصبح العلم حجاب كما هو عند الصوفية أي أن المعرفة المادية والقوانين الكونية عندما يعني يتشبت بها الإنسان فهو يفقيد القدرة على الفهم أحيانا يعني الفكر الصوفي يدعو إلى التحرر من هذه الأشياء التي أعتبرها مجرد أوهام هو يتعلق هذا يعني العارف بالله بمسبب الأسباب هو لا يرتبط بتلك الأسباب المسيطة ولكنه يحاول أن يصل إلى المصدر وإلى النبع الصافي الذي منه تتنزل المواهب والفيوضات فتأتي تلك الإلهامات التي دونها هؤلاء القوم الصوفي حاول تقتصر لأن الوقت نعم الموضوع يعني نعم مثلا التصوف والإشراق والعرفان سوف تتتيه بنا بالطبع نعم بالطبع أنا أعتقد إلى حدود اللحظة يعني في متاهات نعم وكذلك سوف نضطر إلى نعم تقريبا الفكرة الجوهرية في الموضوع هي أن الفنان تشكيلي هو نوع من العرفان الصوفي ولو لم يكن مريدا ولو لم يكن منتميا ولو لم يكن متدينا حتى تلك الروحانيات التي تمثل الفطرة الإنسانية وتمثل ذلك الجوهر الإنساني القيمي القيمي يعني المشترك الإنساني فالفن تشكيلي لا لغة له لا لونة له هناك بعض الفنانين في دراسة التي كتبت حول فنان مغربي عادل الصافي يأخذ التراب ويصنع من التراب يعني لوحات فنية فائقة البهاء والجمال يعني هذا فنان يستطع أن يخلق من لا شيء أن يخلق أشياء فهذا هو جوهر الفكرة هي أن ننتقل من ما هو بسيط إلى ما هو راقي وسامي ويمثل بمعنى مقدساً ولعل يعني بهذه الإشارات الموجزة يأتي بهذا القدر حتى يعني أستفيد من باقي المداخلات القيمة لأستاذ الأساتي إذا ما دم الوقت يعني قارب عن الانتهاء لأن في كل باحث مشارك هناك نقط مضيئة من العلم ومن المعرفة ومن الجمال في هذا الفن لأننا جميعاً في هذه الندوة العلمية القيمة والأكاديمية نقدم رسالة مفادها أن العلم لا حدود له وأن العلم مفتاح الفرج ومفتاح الخروج من ضيق الأزمة التي يشهدها العالم الحمد لله هذه الندوة كانت ناجحة من حيث هذه الرسالة تحدثت عن رسالة الفن والآن هناك رسالة أيضاً وجهت إلى العالم وتحقق هذا التواصل الذي يحققه البحث العلمي بين الباحثين وبين مختلف حقول المعرفية المتنوعة وأختم بالشكر الجزيل لكل القائمين على هذه الندوة ومن ورائها الجامعة وكل المشاركين الأعزاء الذين سعدت بالإنصات والاستماع لمداخلاتهم القيمة ولعل الفرصة إن شاء الله تأتي لكي تكون مشاركات أخرى معنا في المغرب وأيضاً نشارك معنا على جليل عادة التي اكتسبناها منذ عقود طويلة تلك الدبلوماسية الثقافية بين المغرب والجزائر التي لا تزيد إلا قوة ورسوخاً وتستمر بإذن الله تجاه تحقيق الوحدة وتحقيق التعاون في المجالات الأخرى وشكراً جزيلاً جزيلاً شكراً جزيلاً دكتور خاردي التوزاني يعني بالفعل يعني كنا سنتيه معك يعني في هذه التلسلات العرفان والتصوف وعلاقته بالفن وعندما تكلمت عن البصيرة تتكرت المصطلح أصلي اليوناني الفرونيزيس التي تترجم إلى الفرنسية السيغا سيته اللي هي البصيرة وبالتالي يعني جد هناك مصطلحات يعني اللي هي موجودة في التصوف يعني عند هاصلة الدراقية الفلسفة اليونانية الفلسفة الأصلية طيب إدارة الملتقة تقريباً جميع المدخلات سيداً قادم أنا موجودة للمشاهد محمد بنعلي معنا دكتور محمد بنعلي دكتور محمد بنعلي معنا دكتور ملفين ايه صحة ولا ناديت فضل تسمعوني سعد قادرة دكتور محمد فضل نعم نسمعك محمد فضل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته شكراً سعد قد إذن العنوان المدخلة طبيعي الحالي سوف أكون مختصراً ومختصراً للمدخل احتراماً للوقت طبيعي الحال العنوان المدخلة هو ثقافة الصورة بين الرسالة الدينية والتحديات النزعة الاستملاكية طبيعي الحال موضوع هي تصد في موضوع الملتقى لأن ما يدور هذه الهيان من الأحداث وكانت ما هو خاص أو ما هو هالدي أو ما أوليد له أن يعلم وهي يدور حول ثقافة الصورة وتوظيفها سواء من ناحية الابداعي من ناحية الجمالية واستمات إلى المداخل للمددها الأستاذة أخذين حول كانت والجماليات إلى غير ذلك وهنا أردت أنا أن أطرح سؤال هل الصورة الآن تقافة الصورة بقيت بنفس الجماليات التي كان يبشر بها كانت والمدارس الكلاسيكية لأن تقافة الصورة الآن والفضاءات الإعلامية أسمح في كثير من أحيان تؤدلج المشهد وتنشور الكراهية والرعب ومظاهر العنف وعدم قبول الآخر في مقامل ترجع الرهيب الذي نراه نقول وسراحة ترجع الرهيب لخطاب التسابح والحوار والتعايش حيث ما نرى اليوم هو يدعو للغرابة والاستغراب كذلك أصبحت الصورة التي كانت إلى وقت قريب هي من جمالية الراحة والاستراحة أصبحت الآن الصورة خاصة الصورة المرئية منها هي ذلك الجانب الذي يثير مشاعر العنف مشاعر الكراهية عدم قبول الآخر الانتقال بنا من ضفة الآن المتسانحة إلى الآن المذخمة التي ضخمة الإعلام ولا نرى هذه الأيام سواء بالنسبة للحوار للحوار الأديان أو الحوار بين الثقافات أو ما نراه من خلال الثقافة الواحدة التي تشغلت إلى كتير من الصور السببية فبالنسبة لثقافة الصورة وما تحملهم رسالة فنية جمالية كانت ربما إلى وقت قريب هي المدخل الأساس الذي نجد فيه تلك الرحابة المجدانية إن تجد أنا رحابتها في الإطلال على الآخر بنفس رحبة مبنية على برامج موجهة للتطيب موجهة للتعليم ووجهة للتسامح بعيداً عن الخلفية المقدلجة ولكن مع صعود موجة النزعة الاستهلاكية التي ربما حذرت منها مدرسة فرنفور بنجاية 230 القرد إلى أن وصلت في يومنا هذا إلى أوجها حيث طغت النزعة الاستهلاكية والشركات العابرة للقرات التي تتخذ من منطقة الربح ومنطقة ربما نقول صورة المؤدلجة التي توري وجه فقط من الصورة الناصعة للإنسانية فصرنا الآن وما عدنا نفرق بين الصورة في حد ذاتها كناقل الجماليات وناقل الرحابة وناقل الاقتسامح مع الصورة الأخرى التي تمرر فيها رسائل العنت ورسائل الكراهن إذن ما هي القيم الآن التي يمكن أن يستشعرها المرء من خلال ما تؤدلج به وسائل الإعلام سواء كانت هذه الوسائل وأنا ركزت على الوسائل المرئية لأنها صارت الآن وهو وسائل التواصل الاجتماعي في تزاوج مع ما يسمى الإعلام الجديد ومجتمع المعرف الآن أصبح مدني على ما يسمى الإعلام الجديد هذا الذي وضغ التقنيات الحديثة من أجل أن تصبح وسائل الإعلام التقليدية تنتقل بسرعة إلى المتلق وبالتالي كنت قدمت في السنوات الماضية لثقافة التسامة والعنف من خلال الرسوم المتحركة بالنسبة للطفل ثم تقافة العنف والتسامح من خلال الأفلام السينمائية وتقافة العنف والتسامح من خلال التغطيات الإعلامية قراءة السيميولوجية للخطاب الإعلامي وأنا في هذه الأيام بصدد قراءة لنريد أن نقدمها لما يحدث الآن من تشضي ما يسمى من حوار الأديان إلى تسامح الأديان وتغليفه بصورة مؤدجة بصورة أو أخرى وهذا الشيء لاحظنا في هذه الأيام قراءة ما يسمى بالخطابات الإسلام أو كراية الإسلام إلى مؤدجة كيف أسمحت تقافة الصورة هذه تنقل الآخر من خلال رمضيته أسمح يمثل تهديد إذن الصورة النمطية التي تشكلت في وسائل الإعلام خاصة الإعلام الغربية منها المبنية على تنميق بين قوسين الآخر والآخر لما نقول مثلا نقول العربي الإسلامي صار ينمط ويضع في قالب جاهز حيث كلما حذرت هذه الصورة إلا وحذرت المحمولات التي دائما تحيل إلى صورة سلبية وصورة عم وصورة كراهية إذن حذر الرمز وغابت وغام غاب العم السامحي في صورة اليوم إذن كيف لنا أن نجعل من الصورة تعود أدراجها وتبتعد عن النزاعة الاستهلاكية التي تريد أن ترضي مشاهد ما أو ترضي إيديولوجيا ما في مقام القضاء على الآخر الذي تجعل منه دائما المطاردة تجعل منه دائما منمط أو يمشي ربما دائما بصورة قد شكلها الإعلام صورة لعب الدورة رئيسيا حتى في حياته اليومية وتعامل هم الآخر أصبح من خلال لا أدري أنا إن كان هناك خلفيات ديولوجيا وراء الصورة والإعلام للسابيري كما تعلم بصورة قادر ولكن ولكن الرسال الفنية اليوم غابت من الإعلام سواء كان هذا الإعلام متلفز أو حتى من خلال الصورة السينمائية التي تقدم الآخر تقدم الآخر على أساس أنها من ثقافة دونية وهذه ليست من الجديد حتى في الخطاب الفلسفي نحن لما نرجع إلى الخطاب الفلسفي منذ هيجل ما ربيحنا الشرق دائما كان هو تلك المناطق التي يجب أن تنقل من بؤرة ما قبل الحضارة إلى بؤرة الحضارة ودعا في كثير من الفطابات له إلى مخرج هذا العالم واستعماره واستعمار مبرر لإخراجه من دائرة التخلية إلى دائرة الحضارة الإعلام اليوم أيضا ما يقوم به الآن هو بعيدا عن روح المحبة روح الإحساس بالآخر بعيدا عن قيم الإنسانية ومرتم في أحزار قيم الاستهلاك الرامية إلى المنفعة والسباق نحو الربح السريع هذا إن قاد إن أجلا أم أجلا سوف يقود إلى توسيع الهو بين الآن التي ترى نفسها دائما في سورة سلبية في الإعلام الآخر ودائما الآخر الذي يرى هذه الأنا أنا دونية تشكل له خطر إذن خطاب التسامح هو خطاب اليوم في مرحلة تهديد إذن يتهدده هذا الوجود المكثف للصورة التي تجعل منه منمط هل تسمعوني أستاذ أمقدر أستاذ أحمد تسمعوني نعم نسمعك نعم إذن من أجل العودة إلى صورة سينمائية أو صورة تلفزيونية أو صورة مرئية بصفة عامة إلى جمالية الفنية التي كانت تعبر عن خطابا لمتهدين خطابا لأناس بغوا الحرية ونقل لهم الإعلام نقل هذه المعاناة لتصبح واقعا فعليا إلى اليوم إلى إعلام يريده أن يجعل من هذه الاضطهادات يجعل منها مبررا دائما لتصوير الآخر على أساس صورة عنفية ويتدخل أيضا هنا النمط الاستهلاكي والنمط الإشهاري أيضا إذا تحددنا عن صورة المرأة مثلا في الإعلام أو صورة الشباب في الإعلام ولحظنا في المدة الأخيرة ربما الشريب ربما قدمته وسيلة إعلامية خاصة دون ذكر الإسماء كيذا يحاول أن ينمط مثلا تقافة الشباب الجزائري ويقدموها على أساس صورة ربما أريد لها أن تصيق للطرف الآخر تجعل من ربما شباب من المجتمع الجزائري ذلك الشباب الذي يعيش عن هامش أو ذلك الشباب الذي ليس له أفوق أو ليس له ثقافة أو ليس له موجود اجتماعي أو ليس له فاعلية إذن الإعلام عندما يريد أن يجعل منك ربما تظهر في صورة دونية إذن هو إعلام استهلاكي بعيد عن الصورة الفنية وهنا المقابلة لا تكن إلا عن طريق مقابلة بصورة إعلامية أخرى تقدم الآن في صورة مشرفة تقدم الآن أيضا في صورة مدعة في صورة دائما تبث قيم تسامح قيم الخوار قيم بعيدة عن العنف قيم بعيدة عن أو قيم تلتزم بنبذ الكراهية وبنبذ العنف كوسيل الإدلاق الرسالة أو إدلاق سرخة المستضعات إذن الأنا دائما الأنا أو الآخر دائما في علاقة جدلية لا يمكن أن ننفيها ولكن على هذه الأنا عندما تحدث عن الأنا نتحدث عن تطراب العربي الإسلامي يجب أن تقدم نفسها في صورة فنية بمختلف الصورة الفنية يجب أن تقدم نفسها على أساس إبداعي على أساس يقدم الجديد يقدم الإبداع والذات العربية الإسلامية ليست ذات عقرة وإنما هي ذات لعين الوجه الشيء شكرا سي عبدالقادر أعتذين عن النحتالة ومترجم للجميع التوفيق شكرا سيبريلي شكرا جزيلا متعتنا بدنا مدرسة فرانكفورت شكرا سي عبدالقادر سي عبدالقادر وتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع المتدخينين إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله شكرا أخ أحمد بارك لذي شكرا محمد شكرا حبيبي تحياتنا إلى جميع تغريزان إن شاء الله محمد دكتورة بلعباس نادية أنت هي موجودة دكتورة بلعباس نادية من المتدخلين يعني نعم نعم أستاذ نعم أنا في الاستماع يا الله مرحبا 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 دكتورة كيف الحال لباس لباس حمد أمسي طيبة أعانكم الله إذن بسم الشكرا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم إذن في هذه المداخلة المتواضعة حاولت أن أظهر لمسة هذا الموضوع المهم الذي هو الفن الحقيقة الفن هو القاسم المشترك الذي يجمع البشرية يجمع الأزمنة الحضارات بمختلف يعني بتعددها يعني لو المهندس فنان يعني من المفروض الباحث فنان الحرفي فنان التاجر فنان يعني الفن يراودنا في كل مكان بالنسبة لعلم النفس والله وجدت أنه فيه يعني موضوع مهم ومهم جدا له علاقة يعني وثيقة بموضوع الفن وهو ما يسمى العلاج النفسي بالفن إذن علم النفس استفاد استفاد كثيرا من هذا الموضوع اللي هو الفن من خلال اهتماده كتقنية علاجية في يعني كتقنية علاجية كأسلوب علاجي للكشف عن جملة من الإضطرابات وكذلك للاستفادة منه في الصيرورة العلاجية وفي عملية التكفل إذن تحضروني بعض بعض ما جاء به عديد المختصين في مجال العلم النفس أبدأها مثلا ب أسوى يقول الكلمات قد لا تكون قريبة لتعبر عن العالم الداخلي للفرض حقيقة في أشخاص قد تخونهم الكلمات ولكن إنجازاتهم قد تدلي بمكنوناتهم وبفحو شخصياتهم يشير كذلك تشيلي إلى أن الفن هو الطريق الذي يصيح الفرض ويصرخ به عن كل ما يجول بخاطره من مكبوتات من رغبات إلى غير ذلك يذكر براون كذلك أن التعبير بالرسم يعني كوسيلة من وسائل الفن تعبير بالرسم يمكن الخصوصية عن الكلمات وفي الحقيقة هذا ما استفاد منه كثيرا خاصة مدرس التحليل النفسي من خلال ما يسمى بالآلية الدفاعية الإسقاط لأنه قد فيه كثير من الإضطرابات النفسية فيه كثير من الخبرات السيئة الممكن تكون في مراحل طفولة المبكرة لا يمكن للفرد أن يعبر عنها بالكلمات جنسية خلال فترات الطفولة الأولى ممكن يعني الفرد حتى لو يعني هو يتذكر تلك اللحظات ولكن قد لا يستطيع أن يبوح عنها بالكلمات إذن من خلال ماذا تظهر حقيقته ومعاناته من خلال مثلا رسومات التي جاءت مثلا على شكل اختبارات نفسية إسقاطية إذن مثلا اختبار تفهم الموضوع لتاتي يعطينا يعطينا كتأويل لنتاج نصور على خبرات سلبية سيئة عاشها عاشها المفحوص من خلال ربما خبرات جنسية بالدرجة الأولى إذن فكرة الإسقاط جاءت من جسما من هات النقطة أنها تسمح لنا بالكشف عن مكنونات قد لا تستطيع الكلمات أن تكشف عنها إذن هذا من جهة من جهة أخرى يقول مالتشيدي أن رسوم الفرد هي إنعكاسات لشخصيته وقدراته واهتماماته وصراعته ومدرسة التحليل النفسي وفي الحقيقة العلاج النفسي بالفن أو استخدام الفن في العلاج النفسي يعني المغزى منه ليس الكشف عن المهارات الإبداعية للفرد بقدر ما هي وسيلة لتساعد النفساني ولا تساعد الفاحص في الكشف وفي تشخيص ما يعاني منه المفحوص إذن جاء هذا العلاج النفسي يعني كيفاش كانت البدايات التاعه إذن البدايات كانت سنة 1942 جات الفكرة من لوحات أو يعني دي طابلو قام بإنجازها أدريان أدريان هيل وهو نظر كان مختص في علم النفس إذن 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 شل المغزة من هذه اللوحات أو ماذا أوحت هذه اللوحات لصاحبها هذا الباحث كان يعاني من مرض السل كان يعاني من لاتيبخ كولوز إذن وجد أنه من خلال اللوحات اللي كان ينجزها يعني تيبعا كان وجد واحدة الراحة النفسية وجد واحدة الحالة الوجدانية اللي سمحت له أنه يتجاوب مع العلاجات المستخدامة إذن من هذا المنطلق جاءت جاء ما يسمى بفكرة العلاج النفسي بالفن دونك أصبح الفن طريقة من خلالها يمكن أن أن تساعد الفرد على التماثل للشفاء بالموازات بطبيعة الحال مع أكيد العلاجات الطبية إلى غير ذلك إذن هذا العلاج بالفن يعني يتعلق ب أمور مختلفة على سبيل المثال بالموسيقى المسرح أو ما يسمى ب يعني خدام الدوة من فكرة ما يسمى بالسايكو دراما اللي هو يعني كذلك يعني أو التمثيل المسرحي كذلك من شأنه أن يكشف لنا عن اضطرابات كما من شأنه أن يساعدنا في الخروج من اضطرابات معينة إذن فيه العلاج بالموسيقى فيه العلاج كذلك من خلال المسرح فيه كذلك العلاج بالنشاط أو ما يسمى بالارغوترابي اللي هي تقريبا هاد النوع من العلاجات يمدوها مثلا للأطفال اللي يكون عندهم عدوانية من خلال مثلا التعامل مع السلصال يعني من خلال كذلك صنع أشكال يعني تكون في شكل يعني ألعاب بيداغوجية يعني دي جو إدوكاتيف كذلك يمكن أن يستفيد منها يعني الناس اللي عندهم الدهانات يعني اللي يكونوا في مصالح الأمراض العقلية ولو يعني لو نديروا زيارة ومن خلال التربوسات الميدانية اللي يجري هالطلبة على مستوى مستشفيات الأمراض العقلية على غير مثلا سيدي الشحمي نشوفوا أنه في كل مصلحة فيه واحد الورشة خاصة بهد الأعمال الفنية هد النشاطات اللي يقوموا بها المرضى اللي تكون يعني في بعض الأحيان يعني يشوفوا إنجازات يعني مبدعة يعني إنجازات رائعة من جهة فيه خفض للتوترات اللي تعيش هالحالات وكذلك يعني يعني يعبر على يعني نشاط نشاط اللي من شأنه إنه يفقدوا من خلاله تلك الطاقة الزائدة لأنه عارفوا إنه في المستشفيات الأمراض العقلية المريض العقلي في بعض الأمراض تكون عنده واحد الإنغجية كبيرة اللي ممكن إذا مصرفهاش في حاجة سامية قد تروح كعنف قد تروح كعنف إما نحو الدات التي وإلا نحو الآخر ولا يعني ما يحيط به من مبتلكات إلى غيره دونك لقاو إنه هاد النشاطات تخفض منها تلك الشحونات السلبية تلك الطاقة الزائدة اللي تكون عند الحالات اللي عندهم الأمراض العقلية الاسكيزوفrana إلى غير ذلك دونك لو نهضروا على العلاج بالفن يعني عنده فوائد كثيرة ومام من حيث لأنه دائما إحنا العلاجات النفسية اللي تستوقفنا هي المدة المدة اللي نستغرقوها باش نلقو نتائج ملموسة إذن بالنسبة لهذا العلاج بالفن يعني الأعطاء الإيجابية تبان يعني تعطيك واحد المؤشرات الإيجابية يعني بسرعة يعني فيه فيه يعني فيه يعني نتائج تظهر بصورة يعني سيختون مع الأطفال يعني سيختون مع الأطفال العدوانيين سيختون مع الناس اللي عندهم يعني عندهم كيش نقولو يعني فيه عندهم هكا أنيرجي زايدة إلى غير ذلك دونك فيه يعني نتائج يعني محتبرة والشيء كذلك الذي يجب أن نشير إليه لأنه الحاجة المهمة في هذا العلاج أنه نقدر نزوجه مع علاجات أخرى يعني على غير مثلا علاجات ثقيلة كما مثلا الإبنوز ولا مثلا العلاجات المعرفية السلوكية العلاجات التحليلية إلى غير ذلك يعني نقدر نستعين به في مع بالموازات مع علاجات أخرى وفي الحقيقة نعم 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 إذن والله هذا الموضوع مهم نظن نعم مهم جدا واختياركم ل الموضوع الملتقى يعني كان الأهم يعني نشكركم كثيرا على هذا الالتفات في زمن يعني في زمن في زمن الكورونا وزمن الأزمات يعني جميل جدا وأن نتحدث عن الفن إذن شكرا جزيلا لكم وتحياتي العطرة والطيبة وأمسيتكم طيبة إن شاء الله شكرا شكرا دكتورة يعني بالفعل تمتعنا بهذا المدخلة خاصة عندما ارتبط الفن بالإلاج الفني الإلاج النفسي عفوا والإلاج النفسي كما هو معروف انتلاقا من المدرسة التي أرسى قواعدها سيغمون فرويد يعني ومن خلال مثل ما ذكرت الدكتورة يعني الميكانيزم لديفنس أهلية الدكائية يعني الإنسان يريد أن يقذف يعني مكنوناته أو هواجسه أو شجونه من خلال تعابير فنية يسقطها في تعابير فنية والفن يعني مثل ما هو مشار إليهم منذ قيدام يعني هو هو تجسيد للحرية تجسيد للحرية للتحري التعبير مثل ما هو معروف في الحقل الإعلامي طبيعة الحال يعني تكريبا المداخلات قد استنفدت وقد مرت بسلاسة وبنؤمة وكانت جد ثرية ومفيدة يعني من المشاهد الأدبية إلى غاية التحليل النفس يعني يعني جبت كثيرا بمداخل السعيدوني يحيى ربما راه موجود معنا أو غير موجود 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 معنا مشاهد فنية مشاهد فنية درامية يعني لنقلها لنا من خلال رواية يسمين الخضراء وأشكر أيضا زمين خالد توزاني يعني دخلنا في التصوف أمتعنا أمتعنا خالد توزاني أمتعنا معه كان مفروض يشير لنا إلى العزلة يعني الإنسان عندما ينعزل يجد ذاتي ويتحرر مع ذات حق الأفني من الفنون الموجود سواء كانت نفتية رسمية أدبية شعرية إلى غير ذلك إذن نفتح باب المناقشة إذا كانت إدارة الملتقة تشير إلى ذلك 5 دقائق مالفي دكتور مالفي خمس دقائق للمناقشة إذا كانت في أسئلة أو تعقيبات أو إضافات من الزملاء المتدقلين أو من مشتركين أو متابعين هذا الملتق أو هذه الجسر بالأحر أستاذ لو سمحت فضلي أستاذ هذا فضلي دكتور شكرا عندي بالنسبة لأولا كل المتدخلين كل المدخلات كانت ممتعة جدا فيها تنوع وفيها نوع من الفتاح على فضاءات أخرى هذا يدل على أن ليس حكرا على مجال واحد فقط بل هو تتقاسم كل الإنشغالات والهم سؤالي للأستاذ بالعباس على ما أظن علم النفس أحدثت عن العلاج بالفن يكسر هذا الحاجز ويساعد في علاج اضطراب التوحد بالفضلي دكتور لا هناك دكتور يطلب السؤال دكتور أحمد أحمد لا أعرف أحمد الميك فضل الأحمد لا أعرف الحسو الحسو لا فضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقيقة المؤتمر حقق أهدافه بشكل دقيق جدا والشكر يعني موصول للقائمين ولجامعة المستغانم على مبادرتها الكريمة هذه لتعقيم أحب أن أشير إلى أمرين اثنين أولهما أن التكامل في الجلسات جميعها بإعطاء صورة شاملة وتفصيلية لرؤية المتداخلين لموضوع الفن ودوره في ترسيخ الحوار والسلام كان قائما فعلا ثم جاءت الجلستان الأخيرتان مسك الختام في تركيزهما على صلب الموضوع يعني انتقلنا من العام إلى الخاص شيئا فشيئا وذلك أمر جميل جدا الأمر الأمر الثاني أظن أن هذا الحوار هذا اليوم وما استمعنا إليه من أفكار يضعنا أمام مسئولية ويضع جامعة مستغانم أمام مسئولية جديدة في أن تواصل هذا المؤتمر في مؤتمر ثاني تستكمل فيه ما لم يتسنى أن تتعرض له الأوراق فالموضوع واسع لاحظت أن المتحدثين اقتصروا في خلفيات ما تحدثوا عن معظمهم على التجربة الغربية كأساس لمن طلقوا منه في طروحاتهم لذا فنحن بأمس الحاجة إلى أن نلقي ضوءا على التجربة العربية أو لنقل التجربة المشرقية الشرقية يعني ما يعادل الغرب هناك فكر في المشرق والمغرب وفي آسيا وفي أماكن أخرى الذي يمكن أن يقدم لنا بالتأكيد يعني لديه منظور ولديه عمق وأظنه كان بعيدا فيما قدمناه في كل هذه الأوراق ولكن نحن وأنتم محاصرون بالزمن وبالوقت الأمر الثاني الذي أيضا يعني أؤكد فيه ما سبق أن طرحته في مداخلة سابقة وهو أننا بحاجة إلى التركيز على الواقع الفني في المشرق والمغرب من حيث مساهمات الفنانين والنقاد أنفسهم هؤلاء الذين تحدثنا عنهم تحدثتم أنتم بالدرجة الأولى عنهم هم غائبون في هذا المؤتمر كنا نود أن نتحدث إلى ناقد فني وإلى فنان معين من هنا أو من هناك عن تجيبته ثم التأكيد على يعني ما هو الموقف الآن في عصرنا هذا يعني ماذا قدم هؤلاء الفنانون أو ما هي رؤانا إلى ما يجب أن يقدموا في عالم مضطرب أنتم أعرفوا بما يمر فيه فنحن بحاجة إلى لمسة أمل ولمسة حب يقدمها الفنانون والنقاد وغيرهم والسلام عليكم وأشكركم جدا وبارك الله في مسعاكم وخاصة الإخوة المساهمين الذين أداروا هذه الندوة ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام وبركاته في تعقیب آخر سؤال آخر نعم نعم من من هذا السؤال السلام عليكم عليكم السلام وبركاته الأستاذة فرفوضة آه دكتورة فرفوضة شكرا نزيد فضلك نشكر كل المتدخلين في هذه الجلسة لقد أمتعونا صراحة إضافة لتدخل الأستاذة من معسكر دكتورة خديم أسماء الذي عنوانها الفنوي إشكالية الإفلات من العقلانية مقاربة لمفهوم العبقارية عندك أحاول أن أعرج على مسألة أساسية بأن الفن مع كانت لا يمكننا أن نفلت ميناء العقلانية لماذا؟ لأن كانت يبين بمعنى كانت لم يصرح بمعنى هو لم يصرح على هذه الفكرة ولكننا نجدها بمجرد دراسة كتابه نقض ملكة الحكم لماذا؟ لأن كانت يبين أن الدوق هو ما يجب أن نستند إليه في الحكم على الأشياء الجميلة ولكن في حالة الفن الجميل أي في حالة الإبداع هذه الأشياء الجميلة فلابد من العبقارية بمعنى هنا بصريح العبارة كانت يعلي من مكانة الجمال الطبيعي الذي هو الجمال الحر على حساب الجمال التابع الذي هو الأعمال الفنية الإنسانية كم يتجلى ذلك؟ بمعنى الأستاذة لقد صرحت بأن على الفن كما قال كما قالت هي أن كانت قال على الأعمال الفنية الإنسانية أن تكون منزهة عن غارض لا يمكن للعمل الفني بمعنى الإبداع الإنساني أن يكون منزه عن غارض يقصد كانت بأن الجمال الطبيعي الذي هو من خلق الزمام هو طبيعة الخلق الإلهية هو الذي يكون منزه عن الغارض لسنا بحاجة إلى معرفة الغاية ولكن فيما يخص الإبداع الفن أنه يفترض دائما غاية بمعنى الفن لا يقدم لنا مثال النقي عن الجامل دائما يفهم بكيفية عقلانية هذا ما أحاول أن أضيفه وشكرا على هذه الفرصة شكرا أستاذ شكرا دكتورة رفوزة فتفة على هذا التدخل أو هذا التعقيب وهذا الإضافة القيمة لفترة تدخل بقدر نعم ونعم نفضل أستاذ برعلي نعم المفارقة اليوم التي يجب أن تطرح أن الفن سلعة أما الفن ذي سالة إذا اعتبرنا بأن الفن سلعة إذن هو متجرد من كل القيم أو الاعتبارات سواء كانت أخلاقية أو كانت إذن فيه نزعار بحية أما إذا قلنا الفن رسالة فمن يقدم الرسالة هل حمولته خالية من الفيديولوجيا هل الفن في حداته نحن نتحدد عن الفن مهما كان صوره وإشكاله إلى تجلياته وهو بعيد عن الأدلجة بعيد عن نقل صورة معينة يوليب أن ينقل سواء عن الآن أو الآخر من جانب أنه مؤدلج ينقل رسالة أو إيديولوجيا أو فكرة معينة ومن جانب آخر جانب هل الفن اليوم ألم يشبع سلعة الآن لها مقابلها أو لها أروادها في الأسواق ربما من رسموا في يوم من الأيام في قرن السادس عشر والسادة عشر لوحات زيتية كانت في ذلك الوقت هي عبارة عن هواية أو تعبير تعبير مجدال لم يكن يعلم بأنها في القرن العشرين سوف تشبه تشوي ملايين دولارات وإلا ما من يستفيد منها لهم قد سلعها واسمحها يبعوها بإمكان على اسمناتهم هذه المفارقة بين الرسالة والسلعة ربما هنا الخيط البسيط بينهما في الآريان هذا بين الفن كرسالة نقدم الرسالة من خلال حتى وإن كانت سلعة موجودة لذلك يجب أن نقدم من خلالها رسالة هذه الرسالة فيها ينبوح المحبة ينبوح التسامح ينبوح الكرام ينبوح القادلية وإن كنا ننقل آنانة إلى الآخرين ونحرف بهذا لا ليس فيه ذرا ولكن أن نشبح كل شيء سلعة جارة هذا ما يبسيب الفن شكرا العفو العفو دكتور بناني بالفعل التصور الذي قدمته هو التصور ماكسي انتلاقا من طروحات مدرسة فرانكفورت وانتقادها لمجتمع الاستهلاكي الذي جعل الفن مادة استهلاكية موجهة الاستهلاك في شكل عام يعني مثل ما يعبرون عليه بالآداتي يعني نس المنطالي زيان نس المنطالي زيان وبالتال هذه الأداتي هي جعلت من الفن يعني يمر عبر قنوات اتصالية حتى يتم استهلاكه سواء كان هدفا نصرحيا أو إشهاريا وبالتالي هذه الأشكال الفنون التي موجهة الاستهلاك يعني هي تقريبا مثل ما تكلم عنها كانت هي تذهب إلى النفع الحسي لكن كانت رح ما يسمى بالتعالي يعني السمو التعالي يعني ليس محاكة طبيعة مثل ما طرحت عند آرسلو يعني السمو التعالي يعني الوصول ما يسمى بلا poésie la création la poésie يعني اللي طرحها كانت وين يكون الانتليجنس والعبقارية اللي تكلم عنها كانت تعطي يعني منتوجات فنية يعني يعني تعبر عن قدرات غير غير قدرات الله ولكن تتقارب يعني في العام يعني كانت وضع الأطر العامة انتلاقا من نقد العقل الخالص إلى العقل العملي وبالتالي يعني في نقد ملكة يعطي يعطينا مجموعة من القيم يعني قيم الفنية قيم الجمالية وفي الفون ومتافيزيك للموغ وغال يعطينا القيم الأخلاقية وبالتالي يعني أطرنا العقل في النقد العقل العملي والخالص ثم يعطينا مجموعة من القيم التي تسبح في هذه وضعها فيengage ومع الإرادة التجريبية والحدث التجريبية والحدث الإرادية لكن كانت بين النسق الفلسفي انتلاقا من تصور كوبرنيك الحن الحدث الإرادية راح موجود في الوسط والحدث التجريبي راح موجود في الضائرة يعني يصبح في هذه الفيلك إذا أردنا إلى العمق، إلى المحظ، إلى الحدث الإرادية إرادة أردنا الحدث والمنفعة وما ذلك نذهب مع الحدث التجريبي وبالتالي نسق كانت يعني نسق هو نسق متعب وكل من قرأ كانت إلا وتعب معه وفي فهمه لكن نشوفه بأن كانت يعني حاول يوضع لنا أطر العامة للتفكير البشري يعني ولا ننسى بأنه كان متأطراً بجالب من علم النافس وجالب من الديانة المسيحية حتى وصل إلى هذا المستوى من التفكير الفلسفي إذن أعود معذرة، أعود إلى الأخ أحمد الحاسو يعني أن ما تكلمت عن المشرق والمغرب يعني نحن سواء في الجزائر أو في اليونان أو في الأردن لدينا نفس الآلة التفكير وهي آلة غربية لأن الآلة الغربية التي نتحدث عنها أو نفكر بها من باعها اليونان من باعها اليونان وانتقلت إلى روما وانتقلت إلى دمشق وانتقلت إلى حلب وانتقلت إلى روما من جديد وبالتالي هذا الفكر كله غربي المشرق من أين يبدأ؟ يبدأ من صين والهند إلى غادار لأنهم لديهم آلة أخرى يفكرون بها فهمتني يا أستاذ؟ وبتالي نتقلت إلى المشرق بمفهوم المشرق الذي نفهمه نحن يعني كأن الأردن هي المشرق أو سوريا هي المشرق لا، الأردن وسوريا والسعودية ولا غير ذلك هم أيضا في الغرب لأن لدينا نفس الآلة التفكير منبعها منبع واحد وهو الآلة التفكيرية اليونانية لا شك أن أتفقهم عفواً إذا أكملت سأجيب يعني نتكلم عن الجغرافيا يعني هنا نعود إلى تقسيم الجغرافي للعقل مثل ما قال هويقل يعني هناك العقل الغربي والعقل الشرقي العقل الشرقي من أين هو يمتد من الصين إلى الهند إلى اليابان إلى ذلك لا، أنا لم أقصد هذا الذي تفضلت به إنما اللي أقصده أن هناك بالتأكيد أن تفكير واحد يعني التفكير الغربي سبق في هذا المجال بالتأكيد وهناك مفكرون عديدون في المشرق في آسيا والمشرق في أي مكان لا أقصد يعني المعنى الجغرافي البحث هناك كثيرون كما حضرت الدفكر متأكراً بفرقانت أو بفرغير وهناك آخرون موجودة اللي أقصده هو غياب أفكار عدد من المفكرين الموجودين الذين يعني عاشوا في القرن الماضي وقرن هذا ممكن أن يستوحون لم أجدهم يعني موجودين في هذه الساحة لكن دون أن يعني ذلك أن لهم منظوراً خاصاً مرتبطاً بجوارفية المكان أبداً نحن متفققان شكراً دكتور شكراً أحمد إبراهيم العقيد العقيد بسيط دكتور ميرفي معك يتصلي يتصلي دكتورة نعم الدكتور أحمد الحاسو كنتم قد تسألتم إن كانت تمت بين الحضور دكتور فنان تشكيلي وأستاذ اسم الفنون بجامعة البصرة أعتقد هناك الأستاذة حكيمة قاسيد أيضاً فنانة تشكيلية وهي يعني مسؤولة على جمعية فنانين قصبة بالمغرب ومتحدثة أيضاً فنانة تشكيلية ماذا يفعل الفنانون الآن؟ أعتقد أن الفنانين أمام إشكالية نقد حادة يعني طلبة الفنون يتفاجأون حين يعرضون لوحاتهم أن أقول النقاد وليس الجمهور النقاد دائماً يذهبون إلى تقزيم كل ما هو فن أكاديمي أو كل فن مؤسس على بلاغة تشكيلية كل فن مؤسس على بلاغة تشكيلية إلا ويلقى صداً وقد حل من طرف النقاد وليس من طرف الجمهور بالعكس الجمهور من قياسات ونسب وتشريح وتضييل ما إلى ذلك ثم حين يعرض الطالب يصدم بإنقاد يرفضون جملة وتفصيلاً فنه وينعتونه بالمتخلف الذي لا يواكب مذاهب الحداثة وما بعد الحداثة ونحن نعلم أن إشكالية أو عقدة العقدة التي كونتها الكاميرا اكتشاف الكاميرا هو الذي أدى انطلاقاً من المدرسة التكعيبية إلى ذهاب الفن نحو اللا تصوير يعني موجودة الكاميرا فلماذا أنا أعيد شيء تستطيع الكاميرا أن تنجزه؟ حاول الفنانون إيجاد موضات مبهرة فقط لأجل الإبهار وكان إتيان ديني قد وصلتها بالموضات العابرة ويعني عيّرهم أو مثلهم بالسجار الذي أراد أن يستدل ذي كلبه المقطوع بذي البديل أكرمكم الله يعني فقط لمجلبة الانتباه لأن الكشكالية الوقت يداهمنا نعم نعم باختصار السؤال لأن مش سؤال لا أستاذ هذا تعقيب يعني إيجاباً لأستاذ أحمد لا تعقيب لكن عدنا الوقت معادي نعم ستكون دمن التوصيل ستكون دمن التوصيل التكعيبية السريالية الدادائية يعني كلها طبوع فنية يعني متحررة متحررة تريد أن تبدأ في الفن للتعبير عن عن الحرية أفهم أستاذ لكن من فضلك أفهم أنا كنت أجيب على الأستاذ أحمد لأن لأن التكعيب ستكون دمن التوصيل ستكون دمن التوصيل نعم نعم أمتحهم بشكل مختصر بالبلاغ التشكيلية وهذه إن شاء الله ستكون دمن توصيات الملتقى لنؤسس النقد لا يعارض البلاغ التشكيلية التي نعاني منه شكرا جزيلا الله عزيلا إذا في هذه السياح كان بإمكاننا إضافة فيلم وقراءته ومعرفة بعاده الفنية وعلاقته بالتسامع من هذا الجانب إذا كان يكون أحسن شيء نقدمه في هذا الملتقى كختام يعني كختام وكان موجود معنا طالب ما تخلش معنا طالب في الأدب والفن والفن والفنون الدرامية يعني كان يقدر يجب لنا فيلم أو مختصرات مختصر من فيلم ويأرضع لنا ويشوفوا يعني علاقة الفيلم والسينما بالتسامع إلى غدالي دكتور مرفي من الفروض ينتهى جلستكم دكتور مرفي هل أنت في استماع؟ دكتور مرفي انتهى من الفروض وقت الجلسة هل تسمعوني دكتور مرفي؟ دكتور مرفي هل تسمعوني؟ دكتور مرفي هل تسمعوني؟ لا أمرني موجود معك نعم انتهى وقت الجلسة أضيف لك دقيقتين حبيبي الله تفضل لتنهي الجلسة صديقي العزيز إذا أشكر كل المتدخلين يعني بالفعل كانت مدخلات جد قيمة كرساتكم رائعة دكتور مرفي كرساتكم رائعة دكتور مرفي كرساتكم رائعة بداية من الرواية إلى غاية نفسي مثل ما قلت من قبل يعني دكتور صحدة صحية سعدوني كان جدا جميل في طرحه لرواية يسمينك خضرة تشير إلى شيء صحيح فضل رابط الفقراء السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أتمنى إن شاء الله الملتقى المؤتمر ماجح مئة بالمئة المدخلات كانت ممتازة ولد فقط أشير إلى شيء هام وهو أن الحوار والتسامح الحوار والتسامح منبعه تهريب العقول المفكرة والنفوس وهذا التهريب ينطلق من الطفولة وينبغي أن نعتني بالطفولة الطفول المفكرة أو في المرحلة الابتدائية والفن موجود في كل المواهد صحيح دكتور صحيح أنا أستاذ العياريات قبل أن أكون أشير في الأدبي فكنت وظيف وأشير إلى مدتي وأريد لكل أساتذة في العلو وفي الجغرافي كذلك أن يعطوا لمسات فنية في دروسهم للأطفال ولا نستوقف فقط الفن في الرسمي والموسيقى وشكرا دكتور مالفي سأخذ منك الكلمة دكتور مالفي دكتور مالفي سأخذ منك الكلمة شكرا حبيبي متعتنا هذه الجلسة دقيقة دكتور يايوش شكرا حبيبي إذا متعتنا هذه الجلسة وكانت دسمة فعلا استطعنا أن نستفيد من كل الحضور بدون استثناء دكتور السعدوني دكتور محمد بن علي الدكتور أخديم أسماء والدكتور رابح سعيد الدكتور أبل عباس نادية طبعا أسماء في تخصصات مختلفة ومتنوعة من البارحة لاحظنا المهندس والرياضي ولاحظنا الفيزيائي والكيميائي والفيلسوف والأديب والشاعر وهذه دعوة صريحة في حق الأمر لتناسق وتداخل وتمايز المعارف أطلب الجميع أن يأخذ بهذه النصيحة وأن يغير مصار البحث وأن يتفتح حضاريا وحواريا وأن يتسامح مع الآخر دكتور يايوش تفضل هل تريد أن تذيب شيء؟ من؟ أنا دكتور؟ دكتور يايوش تريد الكلمة بغض أن أدعني الجرسة سندخل مباشرة إلى التوصيات نعم شكرا فقط أردت أن أنوه بأعمال الملتقى من البارحة إلى اليوم الحمد لله أنها كانت كل المدخلات ناجحة وغطت محاور المؤتمر كاملة وهذا ليس مبالغة والدليل على ذلك الصبر الجميل لكل الحضور من الصباح إلى المساء التفاعل أيضا على منصات التواصل الاجتماعي النقاش الجاد والعميق الذي تميز من خلال التدخلات كل هذا يدل على أهمية الموضوع وأنه فعلا يعني يعطي لجامعة مستغانم إضافة نوعية وأيضا مسؤولية لكي تواصل في هذا المدمار إن شاء الله وتحياتي للجميع ومبارك لكم هذا النجاح شكرا دكتور ييوش إذن وصلنا إلى توصيات المؤتمر ويسعدني دكتور ييوش أن تبقى معنا لتقرأ علينا توصيات المؤتمر دكتور ييوش أنت معي؟ نعم دكتور تفضل دكتور ييوش أنتقل أنا من توصيات المؤتمر أنا سعيد لأنك تقرأها حبيبي تفضل أنا؟ نعم دكتور ييوش فقط أن أريد تكبير الصورة فقط حتى نعم نعم إذن بعد إذنكم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله إذن من توصيات المؤتمر الدولي الخامس الفن رسالة للحوار والتسامح المنعقد يومي تسعة وعشر من نوفمبر أغر سنة 2020 لقد تمت أشغال المؤتمر الدولي الخامس هذا الفن رسالة للحوار والتسامح من تنظيم مخبر حوار الحضارات التنوع الثقافي وفلسفة السلم بكلية العلوم الاجتماعية جامعة عبد الحاميد بن باديس مستغانم بالجزائر بتقنية التحاضر عن بعد والذي توزعت أشغاله خلال يومين كاملين على ثماني جلسات وخمسة عشر ورشة لطالبة الدكتوراه ولأهمية موضوع المؤتمر خصوصا مع تزامنه مع راهنية الظروف العالمية والوطنية في ظل جائحة كورونا فقد سجلت نسبة المتابعة على البث المباشر على صفحة الجامعة في الفيسبوك الفين وثنمائة وواحد مشاهدة وثلاثة وأربعين مقاسمة وبما أنه مجال حقل اشتغال بيني جمع باحثين من تخصصات عدة ومرجعيات أكاديمية متنوعة فيها من علم الاجتماع الفلسفة التاريخ الفنو التشكيلية والبصرية والسربيات والهندسة وفن العمارة والإيكولوجيا كما عرف المؤتمر تنوعا جغرافيا غطى معظم قارات العالم من بريطانيا فرنسا المغرب الجزائر تونس مصر الأردن لبنان العراق والهند وتعددت لغات الورقات البحثية إذا عرضت باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية وفي ختام أشغال المؤتمر اتفقت لجنة التوصيات والمقررات على ما يلي من التوصيات الختامية واحد طبع أعمال المؤتمر اثنان ترسيم المؤتمر رسميا ليكون تقليدا أكاديميا تختص به جامعة عبد الحاميد بن بديس اقتراح أن تكون الطبعة السادسة من المؤتمر بعنوان الفن والإيكولوجيا من أجل خطاب صديق للبيئة والإنسان أربعة الاستثمار في الفن وربطه بالتنمية الاقتصادية وكاد الاقتصادية الناشئة صديقة البيئة خامسا تسهيل فتح الماستر المهني بإعادة النظر في أهم عقبة وهي الشراكة مع مؤسسة التشغيل ستة فتح فضاءات جديدة دائمة للتكوين في الفن قصد تفعيل نشر قيم التسامح وإشراك الفنانين تسمح بالتبادل الفني والانفتاح على الجمهور سبعة تفعيل التعاون بينما خابر الفلسفة الأدب والفنون والعلوم والهندسة المعمارية والإعلامي والاتصال ثامنا تدعيم أقسام الفنون بوراشات صناعية منتجة تسعة التأسيس لفن أكاديمي مقاوم للنظرية للفن للفن يعيد دور الفن الاجتماعي والتاريخي والإصلاحي والطربوي والوطني التأسيس لنقد فني يحرر الفن من النظرة الدونية للفن التشبيهي أو التصويري والنفعي تاسعا التفكير في ملتقيات علمية لتصحيح الصورة المشوهة عن التصوف الإسلامي وإعادة الاعتبار بوصفه أهم دعماته نشر قيم التسامح والحوار دعم فكرة إنشاء بكالوريا فنية تشجيع مشاريع بحث طالبة التصميم والمحيط وطلبة الهندسة المعمارية التي تهتم بالعمارة العضوية والبيئية الإسلامية والحديثة وفي الأخير نتوجه بالشكر والعرفاني والإمتنان إلى إدارة جامعة عبد الحاميد بن باديس مستغانم وعلى رأسها السيد رئيس الجامعة وأيضا نائب رئيس الجامعة الدكتورة بن ودني بن هاجيرا والأستاذ الدكتور إبراهيم أحمد رئيس الملتقة ومدير مخبر حوار الحضارات لا لا صحيح دكتور جحفل دكتور ميلشي عبدالقادر هو رئيس المؤتمر أنا فقط رئيس المؤتمر شكرا الحبي مع ذراهيم أستاذ مولفي وأيضا دكتور مولفي عبدالقادر مدير مخبر حوار الحضارات وكذلك من دون أن ننسى شكر جنود الخفاء المدمثالين في الطاقم الفني الذي وفر الشروط الضرورية لتقديم أشغال المؤتمر عبر تقنية التحاضر عن بعد وأيضا اللجنة العلمية للمؤتمر كل باسمه ووسمه ورتبته العلمية وكل من لبى الدعوة للمشاركة بالأوراق البحثية من السادة الأساتدة المشاركين والأكاديميين والباحثين وطالبة الدكتوراه من مختلف التخصصات ومن مختلف البلدان الأوروبية والعربية والأسيوية والأسيوية نعم من بريطانيا وفرنسا والمغرب الجزائر تونس مصر الأوردن ببنان العراق والهند لا تسعفون الكلمات لإفاء الجميع حقه من الشكر والإمتنان مبعدونا معكم الطبعة السادسة إن شاء الله وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا دكتور يايوش شكرا للدكتور النادية كذلك شكرا موصول كذلك للدكتور مرفي مدير مخبر حوار الحضارات شكرا موصول لسيد مدير جامعة مستغانم وكل النواب شكرا موصول كذلك لسيد عميد كلية العلوم العلوم الآلي والرياضيات شكرا موصول لجنود الخفاء الذين عملوا الليل والنهار لطلبة الدكتورة الذين سهروا كذلك معنا لإنجاح هذا المؤتمر وطلبة المستغ شكرا موصول لجميع موظفي وموظفات جامعة مستغانم لأنهم أمدون بكل الوسائل والمساعدات من أجل إنشاح هذا المؤتمر مؤتمر كنا قد أسسنا له منذ سنتين تقريبا من خلال الإشكالية والمحاور والدباجة ومشهبها ذلك نعمل دائما على أن نقدم الأحسن والأنوع والأروع نعدكم أن مخبر حوال الحضارات والتنوع الثقافي وفلسفة السلم أن يسير بهذا النهج ونعدكم أن ترى الأعمال التي قدمت من خلال الورقات البحثية أو الأوراق البحثية في كتاب المؤتمر وفي مجلة حوار الثقافي سوف نعمل كذلك على إيصال هذه التوصيات بعد تصحيح فقط مثلا مسألة مدين مخبر ومشهبها ذلك إلى الجهات الوسية وسنبعت لكم عن طريق البريد الإلكتروني لجميع شهادات المشاركة دباجة المؤتمر بثلاث نغات وكذلك برنامج المؤتمر معدلا ومصحا وتوصيات هذه الجلسة إذن بدون إطالة أعرف أنكم تعبتم معنا وتعبكم مراحة نحن هنا لخدمتكم وخاصة طلبة الدكتورة الذين يكتبون لي يوميا ويشكرون جميع الأساتذة المتدخلين نيابة عنهم أقول لجميع الزملاء خاصة من الدول الأجنبية شكرا 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 جزيلا لكم والأساتذة الزملاء من الجامعة الجزائر كذلك شكرا لكم من الأساتذة من جامعة مستغانم لا تفي كما قال الدكتورة يوش الكلمات تخونني الكلمات وطبعا من القلب إلى القلب أقول لكم نضرب لكم موعدا آخر إلى اللقاء شكرا شكرا استاذ مرحب الله فيك شكرا شكرا لكم جميعا شكرا لكم مشاركة في هذا المحفل الفني وإن شاء الله نتمنى أن تتكرر هذه المبادرات العلمية إن شاء الله مرحبا مرحبا نطلب من الله أن نذهب الكورونا علينا يا رب إن شاء الله شكرا لكم شكرا لك دكتور عبد القادر مالفي شكرا لك نعم عبد القادر مالفي هو مدير المقبر دكتور الجحفر نترحم عليه نعم نعم صحيح نترحم عليه نعم طيب بامتياز كلماتين نجيز كل شخصيته صحيح صحيح دكتور بريح لا يعود دكتور بريح لا يعود جم سيدة البيض مستغانم وهران فقدت فقدت ليس أنا عندما نعيته لم أقل أستاذي قلت صديقي حبيبي أخي يعني لا تفيه الكلمات لا تفيه الكلمات ونتمنى أن تصله رحمة منا إليه آمين يا رب آمين يا رب آمين آمين يا رب العالم شكرا لك دكتور عبد القادر شكرا لحبيبي رحيتنا رحيتنا إلى اللقاء رحيتنا شكرا لكم السلام عليكم في أمان الله جميعا شكرا شكرا نديا شكرا للحبيبتي نديا شكرا نديا شكرا على صبرك وسيعة تسمى دكتور نديا شكرا على صبرك شكرا لكم جميعا شكرا لكم شكرا برك الله شكرا لأحتي أحمد شكرا نديا شكرا جزيلا أختي شكرا شكرا يا ييوش حبيبي شكرا يا ييوش شكرا جزيلا شكرا برك الله الله يحفظكم جميعا في أنفسكم وفي أوطانكم كلكم إن شاء الله آمين يا ربي شكرا